وها نحن بعد أن ختمنا الفاتحة ختم الله لنا ولكم بحسن الخاتمة ندرس أو نشرع في دراسة صورة البقرة هذه الصورة المدنية ذات المائتين والسبع والثمانون آية هذه الصورة قيل إنها تحتوي على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظ أحدهم صورة البقرة ولوه الأمر وأسندوا إليه ولاية هذه الصورة ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها باركة أي حفظها والحصول عليها باركة وتركها حسرة من لم يرزقها ويحفظها أصيب بحسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة أعيد الحديث الشريف في فضل هذه الصورة المباركة يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها باركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة السحرة وعاوى التوميدي أيضا وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه صورة البقاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وكانوا عددا من الرجال وقدم عليهم أمر عليهم أصرهم سنا وذلك لأنه يحفظ صورة البقاء وقال له اذهب فأنت أميرهم اذهب أيها الشاب الحدث السن فأنت أمير هؤلاء الكبار لحفظه البقاء وروي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصل فيها فريضة ولا نافلة فصلوا في بيوتكم النوافل وقرأوا فيها القرآن حتى لا تكون كالمقبرة والعياذ بالله لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه صورة البقرة الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة إذن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هيا نحفظ هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الوقف هنا صالح لأن نقف على ريب ذلك الكتاب لا ريب ثم نستأن فنقول فيه هدى ونقف أيضا عند فيه فنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلهذا تضع علامات فوق الكلمة الأولى والثانية ليعرف القارئ أنه يجوز الوقف هنا وهنا والذي يرى أن الوقف على لا ريب أو لا ويبقى ويبقى الكلام فيه هدى للمتقين إذن قوله تعالى ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة تكتب هكذا ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم أو ألف لام ميم ولكن القراءة تقرأ ألف لام ميم بإضغام الميم في الميم مع الغنة ألف لام ميم وإن كان معها الصعد كالأعراف ألف لام ميم صعد وإن كان معها الميم والراء كالرعد ألف لام ميم راء وإن كان بدون ميم الألف لام والراء كإبراهيم وراء والحجر ويوسف وهود ويونس نقرأ ألف لام راء ألف لام راء وإن كانت الكاف والعين والهاء والصعد صورة صورة مريم نقى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد كاف ما فيها مد عين لوجود السكون عين عين صاد كاف 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 ها يا عين صاد لأن الكاف تمد كاف إذن كاف يا عين صاد وآل حميم 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 عين سن كاف أه طاس طاس تاس ميم طاس والأحاء الأحادية نون قاف صاد هذه الحروف المقطعة ثمانية وعشرون حرفها هذه الحروف ما سرها كيف نؤولها ونفسرها أولا الأخبار الواردة ونقلها أهل التفاسير في الجملة وأن هذه الحروف تشير إلى مدد وزمان هذه الأمة فهذه الأخبار منقول عن بني إسرائيل ولا يصح منها خبر المرة أبدا إذن ومن يفسرها بأنها إشار إلى أسماء الله تعالى تفسير بلا دليل ولا أخر القول بأنها أسماء الصور ليس بسليم لو كان اسم صورة ما قلنا البقرة ولكن أهل عمان فماه بأسماء الصور يبقى القول الذي نحفظ ونحافظ عليه حتى نموت أنها سر الله في كتابه هذا الوارد عن ابن عباس وغيره إن لله في كتبه أسرار سر كتابه القرآن هي هذه الحروف فلهذا نقول ألف لا مم الله أعلم بمراده بذلك وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإلم قاسين الله أعلم بمراده بذلك وإذا كان سر من أسرار الله فهل يجوز البحث عنها والتعرف لها يمنع كالغيب الغيب لله ولا يصح أحد أن يحاول أن يطلع على غيب الله والذي يدعي الغيب يكفر إن لم يتب يموت كافراً والعياذ بالله والله عز وجل أخفى غيوباً رحمةً بعباده فلا يصح لمومن أن يبحث ويعرف ما أخفى الله تعالى وما غيب عن عباده فلهذا الشياطين نعنت لأنها تحاول أن تتعرف إلى الغيب إذن فالقولة الصحيحة السليمة ألف لا مم الله أعلم بمراده بذلك أو به ونفوض الأمر إلى الله ووارد وصح أيضاً أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بهلمه إذ قال تعالى هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم ماذا يقولون آمنا به كل المحكم والمتشابه من عند ربنا إذا هذه الحروف المقطعة منها أحادي كطاء كصاد وقافنون ثنائية كياسين وطاء ثلاثية كألف لاما أو باعية كطاص ميم خماسية ككاف هاي صاد هذه سر لله في كتابه فإياك أن تبحث عن هذا وإذا سئلت قل الله أعلم بمراده به هذا هو التفويل الحق وذكرنا أيضا أن هناك فائدتين جليلتين أفادتهما هذه الحروف الأولى وهذا استنباط ويفيد ولم يقل أهله هذا مراد الله بل قالوا هذه الحروف تفيد فائدتين جليلتين الأولى لما كان المشركون يحاولون أن يمنع الناس من سماع القرآن ويصفونهم بكل وسيلة وقد عرفتم كيف نافوا أبا بكا والصديق من مكة لأنه كان يقى ويبكي والناس يتأثرون بقراءة وببكائه فأخرجوه من مكة وقد صرح تعالى بهذه الفعل عنهم بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قالوا للشعب المكي لا تسمعوا لهذا القرآن وإذا كان أحدهم يقرأ إلغوا أنتم بالصياح والرجيج والكلام الباطل حتى لا يتصرب هذا النوع إلى آذاني وقلوب السامعين من باب الوقاية التي لا بد منها إجراء وقائي فلما حاولوا صرف الناس عن سماعي جاء الله تعالى بهذه الحروف التي تجعلهم ينصتون ويسمعون لأنهم ما عهدوها ولا عرفوها يأخذ القاوي يقرأ ألف لام هذا النغم هذا الصوت ما سمعه فيضطر إلى أن يصغي بأذنه يسمع لأنه ما عهد هذا الصوت أبدا طاسم فيصغي يسمع إذن فالحصاء الذي ضربوه على سماع القرآن أزاله الله بهذه الحروف وقد علمنا أنهم كانوا أعني عؤساءهم يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن في الظلام ويتعاهدون أن لا يعودوا وإذا أخذتهم المضاجع ما سطعوا أن يناموا فيأتون في الظلام ويسمعون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا مبين في صورة بني إسرائيل الإسراء لأن هذا القرآن الذي يعرف لغته يفعل فيه ما شاء الله كم من أعراب يلقى كالخلق البالية أعراب بدوي يقرأ عليه القرآن يغمى لك إذن هذه الفائدة ذات شأن ونفع الله بها إذ فتحت الأبواب التي أغلقوا عن سماء القرآن الفائدة الثانية هي أن هذا القرآن الكريم إذ دعوا أنه ما هو بوحي الله ولا بتنزيله وإنما هو مما تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم إما عن أحد العلماء وإما تلقاه من الشياطين والسحار والجن وقالوا إنه شعر وقالوا إنه سحر وقالوا إن أقوال كان وأحيانا يقولون أم لا عليه فلان الروم وهكذا يتخبطون إذن وقد تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله فعجز وتحداهم بصورة واحدة أجده فكأنما يقول لهم إن هذه الحوف ألف لام ميم طاص ميم منها تألف هذا الكتاب منها تركبت كلماته من هذه الحوف حاميم عين سين قاف من هذه الحوف تألف هذا الكلام فألفوا أنتم مثله إذا هذه الحوف هي لغتكم ومنطقكم وتنطقون بها صغيرا وكبيرا منها تألف فألفوا مثله فإن عجزتم فقولوا إنه كلام الله ويقرر هذه ويشهد لها أنه في الغالب ما تذكر هذه الحوف إلا ويذكر الكتاب بعدها صاد والقؤان ياسين والقؤان طاها ما أنزلنا عليك القؤان ألف لام تلك آيات كتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب حام والكتاب أي هذه الحروف المقطعة منها تألف كتاب الله وهي حروفكم وتنطقون بها فإن كان هذا ليس كلام الله فألفوا نظيره فأسكتهم وقطع أصواتهم وعرفوا أنه كلام الله فهاتان الفائدتان عظيمتان ولم يقل أهل العلم إن هذا مراد الله الله أعلم ولكن فأفادت هذه الحروف فائدتين عظيمتين الأولى فاتحت الباب الذي أغلقوه عن سماع القرآن ما استطيع العرب يسمع طاصم ولا يمد عنقه أبدا فأصبحوا مضطرين إلى السماع فإذا سمعوا دخلوا في النور وعرفوا الطريق إلى الله ثانيا هذا الكتاب لو كان من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو من وضع البشر أو الإنس فإنهم مؤلف من هذه الحروف فليأتوا بمثله وقد تحداهم بقوله قول لأن اجتمعت الإنس والجن واتحدوا على قلب رجل واحد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر وسكتوا فتحداهم بعشر صور قل فأتوا بعشر صور من مثله قل فأتوا بعشر صور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فما استطعتم وآخيرا تحداهم بصور وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين هذه الجملة قالت العلماء في قول ولن تفعلوا لن يقولها إنسي ولا جن ينقط لما من يملك الغيب فيقول ولن تفعلوا وقد تحدثنا بهذه القضية مرة تقلنا أكبر دولة صناع الآن اليابان هل تستطيع أن تصنع آلة من الآلات وتقول أتحدى البشرية لضاف سبعين سنة إن أوجدوا نظيرها والله ما يقولون ما يستطعون والله عز وجل قال لهم ولن تفعلوا ومضى على هذا التحدي ألف أربعمائة عام هل استطاعوا لن يقول هذه الجملة إلا الله فقط كلمة ولن تفعلوا ما يقدر على هذا إلا الله وكذلك كان وهل استطاعوا إذن هذا الكتاب هو النور فلا هداية إلى الإسعاد والإكمال إلا عليه وبه هذا كتاب فوالله لا حياة بدوني هذا كتاب شفاء فوالله لا شفاء للأمراض والأسقام الباطنة إلا به الشح البخل الكبر الحسد الغل الغش الشرك أبرياء هذه الأمراض لا تعالج لا بالسك ولا بالعسل ولا بريء إلا بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن هدى وبشرى للمسلمين إذن هذه الصورة الكريمة نقرأ في الكتاب وفيه كفاية تتبع قوله تعالى ألف لام هذه من الحروف المقطعة تكتب ألف لام وتقرأ هكذا ألف لام والصور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون صور أولها البقعة هذه وآخرها القلم أي قلم نون والقلم ومنها الأحادية أو الأحادية مثل صاد حرف واحد قاف حرف واحد نون حرف واحد ومنها الثنائية مثل طا بعض الناس يقول طا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ وكذب على الله والرسول وياسين كذلك قالوا ياسين هذا اسم الرسول وهو خطأ فاحش أنكر العلماء استلف وحاميم هذه أثنائية ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما صح ولا ورد ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حاميم ولا ياسين ولا طا ولا نون ولا صاد ولا غيرها ولا حديث واحد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يقول فيها برأيه فمن أين له للآخرين أن يقول وكونها من المتشابه الذي استعثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب كون هذه الحروف من المتشابه الذي استعثر الله وحذره بفهمه وعلمه ومعرفته هذا هو الأقبل الحق لأن الله قال في الآيات وننزل آل عمان هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات المحكمات وأخاه متشابه قاسمه وقسمين المحكم الذي لم ينسخ والذي يحمل الشرائع والقوانين والأحكام ومعنى واضح جلي يفهم أهل القرآن والمتشابه الذي يقف العبد دونه لا يعرف ما يقول فيفوض أمره إلى الله ويقول الله أعلم بمراده بهذا أو بذاك قال ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكونها من المتشابه الذي استعثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب ولذا يقال فيها ألف لا مم الله أعلم بمراده بذلك وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين وهم اللتان بينت لكم الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين كان النطق بهذه الحروف حاميم طاصين قاف كاف يا عصاد وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سمياع القرآن فيسمعون فيتأفرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفى بهذه الفائدة فائدة فائدة عظيمة وكافية والفائدة الثانية لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحروف بمثابة متحد لهم كأنها تقول لهم إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثلا ويشهد بهذه الفائدة ويشهد بهذه الفائدة ذكر رفض القرآن بعدها غالبا نحو ألف لام ذلك الكتاب ألف لام تلك آيات الكتاب طاصين تلك آيات القرآن كأنها تقول كأنها تقول إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيرة فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيوا وآمنوا به تفلعوا الآن شرحوا الكلمات ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولا ذلك هذا ذلك بمعنى هذا ألف لام هذا الكتاب هذا المفروض هذا الكتاب الذي تسمعون وإنما عدل عن لفظ هذا القريب إلى ذاك البعيد لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع المقام وسموه الدرجة هذا الرجل ذاك الرجل وإذا زدت اللام أكثر أي ألف لام من هذه الحروف تألف ذلك الكتاب الذي تحداكم به منزل فعجزتم قال الكتاب هو القرآن الكريم هنا وهد على من زعم أنه الإنجيل والطورات والكتب السابقة موجود في تفاسير الناس الكتاب الفخم الجليل العظيم هو القرآن الكريم ولا داعي أبدا إلى أن نشير إلى كتاب ما ينزل علينا ولا هو بين أيدينا ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقوله لا عيب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كلمات لغوية في الهامش كلمة الكتاب لفظ الكتاب يطلق على عدة معاني لأن الكتاب بمعنى الكتب فيطلق لفظ الكتاب على الفرض ومن كتب عليكم الصيام ما معنى كتب علينا فوئذ علينا الفرض الكتب وعلى العقد بين العبد وسيده أين العبد وأين سيده أيام كان للرجال العبيد أيام الجهاد فلما نجاهد الكفار ونأسر نساءهم وأطفالهم ماذا نصنع نذبحهم نصب عليهم الغاز كما يفعلوا هؤلاء نقتلهم لا نؤويهم ونربيهم وندخلهم في نور الله هذه شريعة الله وقدروا على تلويذ أو تقبيحها وجعلوا الجهاد سب في العالم الإسلامي وهم شرر الخلق اللحوم التي تمزقت في هذه الأيام في بلاد الروس ما عرفتها البشرية الشهاد عندنا في السيد يكون له عبد أرباه نما صلح يقول سيدي أكتب بيني وبينك عقدا أعطيك مبلغ من المال خلال أربع سنوات وأتركني أذهب حيث أشاء حررني فيكتبون عقد قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وإذا كان أعمى وإلا بسيط ما يستطيع يعمل لمن تتركه إذا تتخلص منه لا يبقى معك إن علمتم فيهم خيرا والشهاد عندنا في هذا كتب عقد بين السيد وبين عبده وعلى القدر أيضا القدر والقضاء يقول كوك هذا كتب الله علينا قدر وقضى وهذا مما يدل عليه لفظ الكتاب ولكن المقصود هنا القرآن الكريم ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقوله لا ريب أي لا شك فيه أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله لمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله في هدى الهدى الدلالة على الطريق الموصل إلى سعادتك وكمالك أنت تريد مثلا مسجد قبة تحتاج إلى دليل يعطيك أحدهم دلالة إذا وجدت كذا امشي كذا هذه تسمى الدلالة وهي الهداية إلى مسجد قبة ففي القرآن دلالات هداية إلى السعادة والكمال بل هو كله دلالة دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين في الدارين هذا الكتاب ليس مخصصا لإسعاد البشرية في الآخرة فقط لا والله بل لإسعادها في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانية ومن قال المسلمون أشقى الناس اليوم وقبل اليوم قلنا نعم لأنهم حولوا القرآن إلى القبور وإلى الموتى فجزاهم الله ذلك وقوله للمتقين المتقون أي لعذاب الله بطاعته وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهي هدى لمن للمتقين من هم أولا بنوا فلان أو فلان المتقون الذين يتقون عذاب الله بوقاية يجعلونها ما هذه الوقاية بما يتقى الله بما يتقى عذابه قولوا بطاعته فقط بفعل ما أمر وترك ما نهى وحرمه هل يتقى الله بشيء غير هذا والله لا لشيء وهذه الوقاية تقين من عذاب الدنيا وخزيها وعذاب الآخة وخزيها إذن تلك كانت شرح الكلمات في التفسير والآن معنى هذه الآية الكريمة يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا فخما عظيما لما لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحي الله وكتابه بحال من الأحوال وذلك لإعجازه وما يحمله من هداء ونور لأهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما إلى سبل السلام والسعادة والكمال القرآن لا ريب فيه قد يقول قال الناس كلهم شاكون وموتابون هو ما قال لا يشك فيه قال هو في حد ذاته لا يتحمل الريب على سبيل المثال من منكم يشك في هذا المسجد أنه مسجد الرسول هل يقبل الشك ما يقبل الشك أبدا أنه مسجد الرسول لمعرفة الناس به الشمس أو القمر تحمل الشك وريب في من يقول هذا ماه بالشمس أو هذا ماه بالقمر أي لا ريب فيه فهذا الكتاب في حد ذاته لا يحمل الريب أبدا ولا الشك وإن شك الناس لظلمة نفوسهم أو لأغراضهم المادية أو لأهوائهم أمر آخر أما هو في حد ذاته لا يحمل الريب أبدا لا يتطرق إليه الشك بحال وقوله تعالى وَيُقِيمُونَ الصَّلَاءَ أن يُدِيمُونَ أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ مع مراعاة مع مراعاة شرائطها إذا ما راعوا شروط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وسط العرى لا تنصح ومؤداء أركانها كفرائض الصلاة وسننها ونوافلها الراتبة معا هؤلاء هم المقيمون للصلاة هؤلاء الذين إذن قوله يؤمنون بالغيب لكن هداية الآيات ما درست كيف نتجاوزها إذن ترحنا الآية وفهمنا مراد الله منها في هذه الآية هداية تستفاد تأخذ تقتبس منها نور إله فما هذه الهداية الموجودة في هذه الآية الكريمة أولا تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله تقوية الإيمان بالله وكتابه ورسوله ثانيا الحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم الحث والحظ على طلب الهداية منين من الكتاب الكريم لأن الله قال ذلك كتاب لا ريب فيه هدى ثالثا بيان فضيلة التقوى وأهلها بيان فضيلة التقوى وأهلها منين استنبطنا هذا ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما قال للفاجئين أو الفاسقين لا يجدون فيه هداية هذا النور خاص بالمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذن هذه الفضائل هذه الأنوار القرآنية الكريمة من حازها فلاحظ الذين يؤمنون بالغيب هذه صفة ويقيمون الصلاة صفة ثانية ومما رزقناهم ينفقون صفة ثالثة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة رابعة وبالآخرة هم يقنون خامسة هؤلاء أصحاب هذه الصفات الذين حققوا الإيمان أولئك الشرفاء أهل المراتب العالي والمنازل الرفيعة على هدى من ربهم على هدى من ربهم لمما قال فيه هدى من ربهم لأن على تزل على الاستعلاء والتمكن كقولك ركبت على الفرص متوكم متوكم منهم فعلى هدى من ربهم أي متمكنون من الهداية وحسبهم أنهم هم المفلحون وقوله ومما رزقناهم ينفقون أي من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم وتصدقهم عن الفقراء والمساكين فقوله ومما رزقناهم ينفقون من تبعيضية لا ينفقون كل ما يملكون ولكن منه من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون وذلك بإخراجهم أولا لزكاة أموالهم وثانيا بإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم إذ النفق هنا واجبا وبتصدقهم على الفقراء والمساكين وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول وهو الكتاب والسنة لأن السنة وحي ثاني فأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا كلها مستمدة من القرآن الكريم وبعضها وحي خاص يوحى به إليه يلقيه الله تعالى في رعيه فلهذا الكتاب الوحي الأول والسنة الوحي الثاني يؤمنون بما أنزل إليك أن يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول وهو الكتاب والسنة والتي سمها الله الحكمة وما أنزل من قبلك ويصدقون بما أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبلك كالترات والإنجيل والزبور وغيرها وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أي وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متأيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكمال إيمانهم وعظم اتقائهم وقول أولئك علىه دم ربهم الإشارة إلى أصحاب الصفات القمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاة وأولئك هم المفلحون الإشارة إلى أصحاب الهداية الكاملة والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون أي الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار معنى الآيات ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالإيمان بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار الآخرة وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمانين وفي الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة من النار هداية الآيات أولا دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل هداية والفلاة ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخراهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نراجع الآيات السابقة إذ ما وفيناها حقها ولا تدبرناها كما ينبغي أن نتدبرها ولعل السر في ذلك اتباعنا للمكتوب وهذا غير مجدي لأننا نريد أن نكتسب علما ونورا ونريد أن نقف على عواتنا فنسأل الله أن يصطعها وأن نقف على تخلفنا وتأخرنا عن مسابقة السابقين على الله يدفع بنا لنسبق والله يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون قول ربنا ذلك الكتاب لا ريب هذا تعظيم تعظيم وتفخيم لشأن القرآن العظيم هل عظمناه هل أعلينا من شأنه ورفعنا من قدره أو ما زلنا نقرأه على الموتى ونكتبه نكتبه حروزا يعلقها المرضى على أنفسهم هل دخل هذا الكتاب المحاكم وأصبح مصدر التشريع وإصدار الأحكام الإلهية سألوني أجبكم لقد هجر كتاب من عشرات بلها من قرون عديدة إلا ما رحم الله لا يتحاكم إليه اثنان ولا يجتم على تلاوتي وتدبه اثنان فهو مهجور ومن يوم أن هجر الكتاب انقطع الصلة هذه الأمة بربها وهي تتخبط تتخبط تخبط المجنون ما عرفت الطريق بعد لأن القرآن هو الروح وهو النور فهل تتم حياة بدون روح لا والله هل تتم هدايا إلى خير إلى شعادة إلى كمال بدون نور والله ما كان هذا الكتاب فيه هدى للمتقين ما الهدى ما الهدى يهد إلى أين بأوجز عبارة إلى العز والكمال إلى السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة فهل سعد المؤمنون والمؤمنات هل كملوا هل كملوا نعم يوم ما تمسكوا به سعدوا وكملوا والتاريخ شاهد ولا ينكر هذا إلا مجاحد ومكابر كررنا هذا القول والله ما عرفت البشرية منذ أن كانت أمة أكمل ولا أطهر ولا أرحم ولا أعدل ولا أصف ولا أطهر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى سادوا العالم وأعضاء المعمورة وأنقذوها من وهد ما تتصورنا بعلوم الكون والذرغ والهيدوجين بالفلسفة والمنطق بالآداب بعلوم التقنية والصناعة أسأل من يجيبني والله ما هو إلا الوحي الإلهي قال الله قال الكتاب والحكمة وإن جاهل المسلمون هذا فقد عرفه أعداؤهم عرفوا كيف فازت هذه الأمة وسعدت وارتقت ألا إنه القرآن والسنة فصرفوها عنهما إلى الآن صرفا كاملا إلا ما رحم الله وما زال المسلمون ما أفاقوا والقائلون بالصحوة ما رأينا آثارها نعم وجود عوامل أسباب توفات كانت غير موجودة معدومة من ذلك الاتصال المباشر أصبح العالم كبلد واحد الطائرات الإداعات وما يبث في أمواج الأثير حول العالم إلى بلد واحد الصحف والكتب أصبحت في يدي كل من هب ودب ذي أصبحت ذات تأثير أوجدت نوع من الإفاقة ثم الدعوة التي نهض بها رجال كان لها أثارها لكن وضع المسلمين ما زال كما هو فما هو السبب لا سبب إلا الإعراض عن الكتاب والسنة فقط عن الروح والنور الله يقول فيه هدى لمن للمتقين نعم مثلا إناء فيه لبن عذب مغذي إذا لم يشرب الشارب ينتقل إليه الغذاء والذي والشبع لمجرد أن في الإناء لبن الجواب لا قصع من الثريط بين يديه آكل ولم يأكل هل يشبع يتغذى الجواب لا القرآن والله لهدى وفيه هدى إذا لم يؤمن به الإنسان ويقرأه ويتعرف إلى ما فيه ويعمل بما فيه لن يجد هدايا أبدا ولن ينتقل فيه هدى فيه غذاء ولكن لمن يتناوله فلهذا قال تعالى للمتقين الذين يخافون عذاب الله ونقمه ويخافون غضبه وصخطه هؤلاء الذين خافوا من الله أسرعوا إلى طاعته هؤلاء هم الذين يقرؤون القرآن ويتفهمون معانيه وما فيه ويعملون به لأنهم طالبون الوقاية يجرون وراء النجاح أما المعرض الذي لا يخاف الله ولا يخشاه ولا يفك في عذاب ولا شقاء ولا حرمان ولا خسران ما يقرأ القرآن المتقين وذكر تعالى صفات ينبغي أن تكون لنا وأن نكون متصفين بها ما تمر هكذا مرور الرياح أولا معاشر المستمرين عرفتم وتقرر عندكم أن ولاية الله متوقفة على الإيمان والتقوى من فكر هذا التفكير من تساءل هل نحن مؤمنون هات القرآن نستعرضه هل يقرر إيماننا ويثبته أم يدفعنا بعيدا كأننا غير مؤمنين ما هو الإيمان ثانيا التقوى ما هي التقوى كيف تتق العذاب بما تجعل بينك وبينه وقايا عذاب الله ما يتقى بالأسفار العالية ولا بالجيوش الجرارة ولا بالسلاح القوي ولا بالشعب القوية عذاب الله ما يتقى إلا بالإسلام إليه إسلام القلوب والوجوه للطراح بين يديه بهذا يتقى الله أنواع الوقايا التي تعرفونها تقي من الحر والبرد والجوع والعطس والمرض والموت لا تنفع لا يتقى بها الله الله يتقى بالإسلام إليه أسلم تسلم أعطي قلبك لله فلا يدور ولا يتقلب إلا طلبا لرضى الله عز وجل والتقوى فعل طاعة وترك مكروه فعل الطاعات وترك المكروه هذه هي التقوى بها يتقى الله عز وجل هؤلاء المتقون قال تعالى في صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ومعنى هذا أنه أراد أن يقول المتقون كيف أصبحوا متقينا لأنهم يؤمنون فالإيمان بالغيب وهو ما غاب عن حواسك فلا العين تبصر ولا الأذن تسمع ولا اللسان ينطق ولا الجواع تحس أو تشعر غيب كوجود الله عز وجل وجود عالم الشقاء والخصران النار إيمان بغيب إيمان بدار السلام وما فيه من نعيم مقيم غيب وإن كانت الأدلة والبراهين تغلب ما هو مشاهدة نعم الذي يقرأ كتاب الله ويتدبر فيه ويتأمل فيه سنق يصبح يرى عالم الغيب كعالم الشهادة أو أشد الملائكة عالم غيب الجن عالم غيب المهم أن العبد إذا دخل في الإسلام ينبغي أن يصدق الله تعالى واسوله في كل ما يخبران به ولا ترد على الله ولا على رسول خبرا أبدا ذلكم الإيمان بالغيب وأعلم أن ما أخبر الله تعالى به وأخبر رسوله وصح الخبر عنه يستحيل أن يكون على خلاف ما أخبر الله مستحيل فالإيمان ركن الولاية والإيمان كله إيمان بالغيب إذن في القرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وهذا هو الإيمان بأركانه الست أركان الإيمان ستة أركان إن سقط ركن إنهار البناء ونهدم ولم يبق إيمان وقد جاءت مبينة في كتاب الله وبينا حديث جبريل الصحيح في هذا المسجد إذ جاء جبريل عليه السلام في صورة دحيا بن خليف الكلبي وكان من رجالات العرب وساداتهم جاء والرسول صلى الله عليه وسلم جالس جلوسنا هذا وأمامه أصحابه وإذا بر جل يأتي ويشق الصفوف ويدن حتى يجلس بين يدي رسول الله صلى الله وسلم ويضع يديه على ركبته ويسند ركبته إلى ركبته بمعنى يعلم كيف تتلقى العلم ما وأنت تلتفت أو نايم هكذا وأخذ يسأله فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارات الساعة والشيء قال ما الإيمان أخبرني عن الإيمان قال قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره هذا الإيمان قال صدقت صدقت قالت الصحابة فعاجبنا لو يسأل ويصدق إذن هو أعلم أم ماذا قال صدقت إذن معنا أنه عالم بالموضوع إيه نعم فعجبنا لو يسأل ويصدق هذا الإيمان إذا امتلأ به القلب وشعت أنواره وخرجت على اللسان والسمع والبصر أصبه عبد الله أشبه بالملائكة في طهره وصفائه وكماله إذن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما هو إقام الصلاة عباد الله ما هو إقام الصلاة عباد الله إقام الصلاة أن تؤدى على النحو على النهج على الخطة التي وضعها الشاية من ذلك أنها تؤدى في أوقاتها المنطظمة المحددة فلا يحل تقديم لها ولا تأخير أن تستوفي أن تستوفي شروطها الطهار الظاهر والباطنة سطر العرى استقبال القبلة وأن تؤدي على نحو ما أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أداها على نحو ما علمه جبريل إياها إذ نازل جبريل وصلى برسول الله حول الكعبة يومين كاملين لما فُعِذَت في السماء ونزل رسول بها من يعلمه كيف يركع كيف يزجد كيف يقوم كيف يقرع نازل جبريل يومين علمه كيفيتها وحدد له أوقاتها فالصلاة إذا لم تؤد على النحو الذي شرع الله وبين رسوله لا تثمر ولا تنتج ولا تولد الطاقة النورانية ومن أراد أن يقف على الحقاق يقف يجد آلاف ملائي المسلمين يصلون ويتعاطون كبائر الذنوب والآثام يخرجون من المسجد فيلاغون في أعراض بعضهم الماء يخرجون من المسجد ويتعاطون المحرمات والخبائر أين آثار الصلاة إذا صلاة باطلة باطلة لا تساوي فلسة ولا درهمة لأنها ما أنتجت ما ولدت النور وقرأوا قول الله عز وجل وأقم الصلاة لو سائل قال لي يا الله لقال تعالى مبينا الحكم في ذلك والعل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمؤكا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أستاذ الحكم ومعلمها يقول من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له إي والله لا صلاة له ما أنتجت معنى باطلة ما سبب بطلانها ما أداها كما بيناها رسول الله ما أنتجت الطاقة اختل تركيبها ما أدت ثمرتها أمر معقول وكثيرا ما نقول يصلي المصلي أمام فقه الفقه يقول يا فلا صلاتك باطلة ليما يا عم أو يا شيخ لأنك ما خشعت فيها رأيتك تلعب أعيد صلى قاد صلاتك باطلة ليما لأنك ما اطمئن تلا في وكوع ولا سجود ولا قيام ولا اعتدال الله أكبر الله ما أنتج باطلة وهكذا ما معنى باطلة الفقه ما يعرف إلا باطلة باطلة فاسلت ونحن نعرف أنها ما ولدت النور ما أنتجت الطاقة اختل تركيبها اختل أداؤها ما أنتجت فلهذا يخرج من المسجد ليعاقر الخمر الحجيج إذن ما قال يصلون قال مقيمين صلى يقيمون صلى وقد قررنا هذا عشرات السنين والحمد لله رب العالمين وقلنا والله الذي لا إلى غيره لو أن أهل قرية أو مدين أو إقليم أقاموا الصلاة لاستغنوا عن البوليس والشرط فإذا لم يقيموا الصلاة والله ما ينفعهم بوليس ولا دارك ولا شرط لابد من الخبث والشرط والفساد وظلم والعباد وقلت لهم هيا نتحقق فنذهب إلى مدير الشرطة المسؤول عن الأمن في المدينة ونقول من فضلك أعطنا قائمة بالمخالفين أو المعتكبين لجريمة هاتي يا فلان أحصد ما في الدفتر قال عندنا خمسمائة جريمة تركبت في هذا الأسبوع أو هذا الشهر هذا لعن أباه هذا سرق جاره هذا غن مع مرت فلان هذا تعرفون الذنوب فأنا أقول إن وجدنا نسبة المقيمين للصلاة في ذلك العدد تتجاوز خمسة في المئة اذبعوني نتحدى دائما وأبدا والله ما يوجد بل خمسة وتسعين من تارك الصلاة ومن العابثين بها خمسة وتسعين في المئة وتفضلوا أمامكم العالم الإسلامي زوروا الشرط وسألوهم يعطوكم قائمة بالمجرمين إن وجدتم خمسة أكثر من خمسة في المئة لأن الشذوذ ياقى ولا حكم له خمسة في المئة من مقيم الصلاة لكم أن تدبعوا ولا تكفر جربوا في وحدها كافية وإلى لا لماذا نلزم المسلمين بإقام الصلاة لماذا نفرض عليهم ما فرض الله لماذا نمنعهم من أن يتجولوا في الشوارع والصلاة قائمة لما من طالهم باسم الله فلا يتخلف عنه إلا ذو عذر كمرض الخوف قال أخلي من شاء يصلي ومن شاء يغني فامتلعت الدنيا بالخبث وعم الكون بشره الفساد ونحن شبه أحياء أو أموات الذين يقيمون الصلاة يا عباد الله عرفتم كيف يقيمون ميعاد لقاء مع الله تعالى حدد الله له موعده مولاك سيدك ربك ينتظ في بيته وأنت تغني وتلعب وتقول هو مسلم إذن تشاهدون العالم الإسلامي ولا لا ما في إلا هذه الدياء يأمر أهلها بالصلاة ومع هذا فيها رد الفعل والمكة والكيد حتى ما يبقى من يقول قوم صلي ثم آثار ويقام الصلاة في هذه الدولة من ينكر والله لقد تحقق طور وأمن ما تحقق إلا في القرون الثلاثة التي ذكرنا هذه الكلمة الهابطون والصاقطون والمثلي ينقبضون يتألمون لماذا تتألم أنا أقسم بالله ما تحقق أمن ولا طهر في هذه الدياء على دولة عبد العزيز ما تحقق في أي بلاد أي إقليم إلا القرون الثلاثة ما السبب أقام الصلاة إجباليا والعدو يعمل ليلة نهارة ويهون من شأن الأمر بالمعوف وإقامة الصلاة حتى ما يبقى هذا النور إذن عربتم إقام الصلاة وإلى لا إقام الصلاة مواعيد منتظمة مع رب الأرض والسماء يقف عبد الله بين يديه يتكلم معه يناجيه يا ربا وهو بين يديه هذا النداء هذا اللقاء ينساه عبد الله بعدما يخرج ما ينساه لكن الذي يدخل وهو غير شاعر لماذا دخل يكبر ويهل الله يدي مع من هو يتكلم فلهذا ما تنتج له الطاقة المطلوب لا الصيف الثالث ومما رزقناهم ينفقون انظر الصلاة والزكاة الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة الدنيا تحتاج الى الزكاة والآخة تحتاج الى الصلاة نحن ما أمرنا ان نموت من يعبد الله ما أمرنا ان نذل ونهون حتى نمنع من عبادة الله الدنيا والآخرة نعمل لهما معا وان كنا نؤثر الآخرة عن الأولى لأنها خير وأبقى إن كان ولا بد فإننا نعطي للدنيا ما تتطلبه من أجل أن نحفظ وجودنا لنعبد ربنا فالإنفاق مقابل إقام الصلاة الصلاة إذا أهملت إذا تركت إذا ضيئت إذا عبث بها العابثون هبطت الأمة ولصقت بالأرض الزكاة إذا منعت ما أصبح للأمة قدرة على أن تظهر أو تتحرك والآن من أندونيسا إلى المغرب إلى موريتانيا كم دولة عندكم ثلاث وأربع دولة هل جبيت فيها الزكاة كما كانت تجب على عهد رسول الله أسألكم سألوا الحكام المسؤولين والوزراء والوزراء المال والاقتصاد والدولة لما ما يجبون الزكاة نسأل في غن معهم في حاجة نعم لو كان تحتك الذهب وفوق الذهب ذي عبادة ذي طاعة كالصيام والصلاة يجب أن تجب الزكاة هل جبيت في الشرق والغرب والله ما جبيت إلا هنا فقط ليما فقط هذه تفهمكم أن هناك من يديعنا ويتصرف فينا حتى ننصق بالأرض ولم يصبح لنا وجود بين الشعوب والأمم عافوا هذا باليقين أن الزكاة وجبايتها تعفع من شأن الأمة وتعزها ولا تذلها فأهمل هذه القاعدة كما أهمل إقام الصلاة الشعوب الإسلامية أدخل وخرج من شاء يصلي ومن شاء لا يصلي بل يصخرون من المصلين ويستهزئون بهم وخاصة في الدوائر والمناطق الرافعة ونقول مسلمون وننتظر الكمال والإسعاد ومما رزقناهم ينفقون يشمل الزكاة وغيرها تريدون الوجه الحقيقي أهل القرية أهل القرية يجتمعون خمس مرات في بيت ربهم أصبحوا متعارفين ما من وحد الله ويعف الثاني ما بينهم مجهول كلهم معلوم معروف لهم أهل القرية في مسجدهم صندوق لجباية الزكاة والصدقات والكفارات والصدقات التي يتملق بها المؤمنون إلى ربهم توضع في هذا الصندوق عند المحباب صندوق من حديد واللصوص ما إننا لصوص أهل القرية كلهم أولياء الله أم أن يأتي لص من القرية ثانية ما يستطيع نور الإيمان يمزق بطن ما يقو على أن يدخل المسجد وإن قلتم ها أنتم فعلتم حراس على بيوت المال والبنك نحن بيت الله ما يحتاج لأن هذا البيت كخلية النحل طول الليل هذا راكر وهذا ساجد هذا المال والله الذي لا إله غير لا يفيظ على أهل القرية يتسع لفقراء ويسد حاجتهم وخلتهم ويفير وما خرجنا أبدا عن مبدأ ومما رزقناهم ينفقون كيف إذن يوجد بينهم لس وشارق وكذاب ويحرب الباطل ويستلف ولا يهد السلف ولا 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 كيف يمكن ما يمكن لأنهم عرفوا الله اجتمعوا في بيتي طول حياتهم يتلقون الكتاب والحكمة أصبحوا كلهم علماء حكما أولياء ولا تسأل عن مظاهر السرف والطرف والبرق لا توجد بينهم أبدا ماذا يصنعون بهذا المال فار يحولون إلى جهات أخرى ما بينهم من يمد يده أبدا ولا تبدو عورته أو لا يجد ما يكنه ويصطره متراحمون متعاونون لأنهم جماع يتهيأون للنزول في السماء السابعة عرفتم صفات هؤلاء الذين يجدون في القرآن الهدى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقون رابعا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك معنى هذا أنهم علماء عقلاء ورفاء آمنوا بالوحي الإلهي سواء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو على موسى أو على عيسى أو على داود أو على إبراهيم يؤمنون بالوحي الإلهي وهنا أدخل الله أهل الكتاب في حضيرة الإسلام والمسلمين يؤمنون بما أنزل إليك وهم نحن الذين ما سبق أن أعطانا الله كتابا والذين يؤمنون من قبل من اليهود والنصار يؤمنون بالقرآن وبالتوراة والإنجيل وبالآخرة هم يوقنون مستوى عالي وبالآخرة ما المراد من الآخرة عجوز بقى من هي هذه الآخرة إنها الحياة الآخرة هذه الحياة تسمى الأولى لأنها سبقت الثانية هذه الأولى والآخرة الحياة الآخرة لما تنتهي هذه الحياة بموتنا وانتها 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 وتحويل إلى سديم وبخار هناك حياة أخرى وراء هذه تسمى الدار الآخرة والحياة الآخرة وتسمى الآخرة وبالآخرة هم يوقنون اليقين أكثر من إيمان علم طاغ وعلت أنواره فأصبح يقينا يارضى العبد أن يمزق يقتل يصلب ما يستطع أن ينكره أبدا وبالآخرة بكل ما فيها من الحشر والنشر وتطايع الصفة الصحف والميزان والصراط ودخول الجنة ودخول النار هذا كل حال الآخرة وبالآخرة هم يوقنون ما قال يؤمنون يوقنون يقين النفس تهدأ تستقر ما يبقى قلق ولا اضطراب أبدا ولا شك ولا اضطراب ولا يقين كامل وبالآخرة هم هل نحن منهم اسمع البيان الأخير أولئك أين هم أكمل الخالق وأعلىهم وأصفهم أشار إليهم بلام البعد ما هم هابطين مثلنا أولئك هم أولئك على هدى من ربهم أصبح الهدى كالفرص وهم راكبون عليه بمعنى لا يتزعزعون لا يتضعزعون أبدا على هدى من ربهم لا يمكن أن ينحازوا أو يهبطوا ويسقطوا متمكنين لأن إيمانهم بلغيب قامهم للصلاة فاقهم جعلهم متمكنين من عقيدتهم إذن هؤلاء على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون غيرهم لا فلاحة أولئك هم وحدهم المفلحون وما عداهم الخاسرون هل تعرفون الفلاح ولا لا مأخوذ من فلاح الأرض يفلح إذا شق الفلاح فسره تعالى بالفوز قد أفلح من زكاه وفسره في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا إعلان فيه من يقول لا 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 إلا نحن ما نموت هل استطاعت البلشفية الحمرة روسيا أن تتعدى هذا وتقول لا عندنا قدر على أن لا يموت الرئيس مات السالين وإلى لا مات ليلين وإلى لا مات خوتشوف وإلى لا ماتوا كيف يموتون هذه الصناعة هذا التطور هذا الوقي يموتون لأن حكم الله صدر كل نفس ذائقة الموت والموت يذاق وإلى لا سوف تذوقون آلام مرارا ما تستطيع أن تدركها بأي شعور عندك أو إعزاز والنازعات غرقا والناشطات نشطا تعرفون قطعة القماش الحريرية إذا أخذتها وألقيت على شجرة السدر شجرة السدر ذات الشوك وجذبتها كل خيط يلصق هذا أهوى من نزعه مع أن أولياء الله المؤمنين المتقين كالسقايا تسيل من كقطرة الماء من السقايا والنازعات غرقا والناشطات نشطا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعانيها ويقول إن للموت لسكات ويضع يده في ركوة ماء ويمس على وجهه فاللحظات لخيرا ويقول إن للموت لسكات اللهم فالرفيق الأعلى وفاض تروحه وهو ينظر إليها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نقول أيتها الشغيلة أيها العمال اعملوا لا تطالبوا بالأجر اليوم لأن الأجر متى يستلمها العامل عند نهاية العمل وإلى لا إذا كانت مياومة في آخر المساء إذا كانت مشاهرة نهاية الشهر إذا كانت معاومة في نهاية العام وإلى لا لم تطالبون بالأجر مع الله في يومها كملوا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من عمل خيرا أو عمل شر الأجر يتسلم ما هنا هذه دار عمل اعمل ستين عاما ومئة وألف سنة ولا تطالب بالأجر أبدا لأن الأجر ما هنا أنت عامل وإلى لا قالوا ما نعمل ولا نأخذ أجر تضحكون على من على من أدار الكون كله وأوجد الحكمة ودين تضحكوا عليه نعمل وما نأخذ أجر وإنما توفون أجوركم يوم القيامة اسمع اسمع هذا البيان العجيب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لا دينا ولا درام لا ذهب ولا فضة الأجر هو هذا الذي يزحزح عن النار بعيدا ويدخل الجنة هذا الذي أفلح وباز هذا هو الفوز وفي فوز أعظم هذا أن تنجو من مرهوبك ومخوفك وقلقك وحيرتك وتستقر في دار السلام اللهم اجعل من أهلها وقوله تعالى في آية الليلة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ سَوَاءٌ عليهم أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِعُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لِمَا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوى ولهم عذاب من هؤلاء والله ما نده لعلنا منهم العياذ بلا من أولا كفروا هذه البلية هذه المعنى جاءتهم من كفرهم إن الذين كفروا ما معنى كفروا لم يؤمنوا جاحدوا كذبوا ما صدقوا لا بتوحيد الله ولا بنبوة رسول الله ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هؤلاء كفروا هم صنفان صنف ما توغلوا في الكفر والعناد والتكذيب والجداء واللجاء واللجاج والخصومة هؤلاء في الإمكان يؤمنون واصل أنت أيها الداعي دعوتك ولا تلتفت لا يمينا ولا شمالا امضي في طريق الدعوة واعلم أن الذين تواجههم بالدعوة إنهم صنفان صنف حرموا الإيمان عملوا 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 حتى ما أصبح فيهم بقية تقبل الإيمان لو وضعت بين أيديهم ما شئت من المعجزات ما يؤمن يصخرون ويمحكون وآخرون لا كفروا حقا ولكن ما توغلوا في الكفر ما ضربوا في طريقه السنين ما فعلوا عجائب الذنوب الآثام هؤلاء مستعدون لأن يقبلوا الدعوة ويدخلوا في الإسلام لكن نوع آخر هم الذين قال تعالى فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم خوفتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنهم وليس معنى هذا أطرق دعوتهم يا رسولنا لا فقط حتى لا تكرب ولا تحزن ولا تتألم إذا واجهوك بالعناد والمكابة والتكذيب وأنت معهم ليلة نهارا تنذرهم وتخوفهم وهم يزدادون في طغيانهم طغيانا هؤلاء يستوي إنذارك لهم وعدمهم اعرف هذا النوع حتى ما تحزن ولا تترك الدعوة واصلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقد عرفنا منهم أبا لهب أبا جهل الوليد ابن المغيرة العاصي بن وايل فلان وفلان ماتوا على الكفر كم دعاهم أصول الله كم أنذرهم عشر سنوات أكثر وهم مصيرون هؤلاء قال تعالى سبب هذا الإعرام وعدم الإيمان أن الله ختم على قلوبهم الختم ما هو ختم الغلاف البريد أصل الختم كان يكون بطين بالحديد بكذا على الكيس على الإناء حتى ما يدخله شيء ولآن ختم على الظرب حتى ما يفتح لكن الأصل إناء في عسل في زيت في مال يختم بيصب عليه نوع من الرصاص نوع من النحاس كذا حتى ما يدخل إليه شيء هذا الختم ختم الله على قلوبهم على سمعهم فهم لا يسمعون نعم ألف الأغاني والباطل والهرج والعبث والسخريات إذن ما يسمعون الحق ولا يبصرونه أبدا أم مجرد الذين ألفوا الباطل وتمرنوا عليه وعاشوه تستطيع أن تردهم من الحق والخير فقدوا هذه الحاجة ما أصبحوا يتلذدون إلا بسمع الباطل لكثرة المران والرياضة سنوات عديدة ما أصبحوا يسمعون شيء يسمو حقه معه كأنما ختم على أسم ما يدخل أبدا الكلام الطيب يضحكون ويسخرون والأبصى وختم الله على سمعهم لا لا ختم الله على قلوبهم أولا حتى ما ينفذ لينعوه الإيمان لما ختم الله ظلمهم وهم غافلون ختم أمنعهم لا والله إنما هي سنة في من يألف الباطل والشر يألف 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 حتى يمتل قلبه ويطبع بطابع ما يقبل المعروه ذي سنة الله لأن الله ختم على قلبه وعلى السمع كذلك يسمع الشر والفساد والخبات ويضحك ويعبث سنين يصبح ما يقبل الهدى أما الأبصار عليها غشاوة بياض يسموه تعرفون البياض للعينين به بياض ما يبسر ذيك هي الغشاوة لأنه ما أصبح يفك ولا ينظر في الحياة أبدا ما يعف إلا شهوته وأطماعه وغرائزه وما يدو أن يصر إليه من أمور الدنيا هنا محطة يجيب إن أردنا أن ننجو من هذه الفتنة أن نفتح قلوبنا لذكر الله وأن نروض هذه القلوب لتصغيها وتسمع كلمات الهدعى وتنفر من كلمات الظلال رياضة دائمة خشية أن نصاب بهذه الفتنة ويصف قلب أحدنا لا يرتاح لذكر الله أبدا لا يرتاح إلا إذا ذكرت الباطل والشر والفساد إذن هذه القلوب لابد من رعايتها لابد من رياضتها حتى تسلم من أن ينزل بها ختم كهذا فنهلك ثانيا أسماعنا نروضها على سماع الخير والمعروف والهدى ونجنب سماع الباطل أي باطل الكذب الأغاني ماذا نقول تعرفون كل ما لا يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك فهو لغو وباطل وأولياء الله عن اللغو معرضون ما عندنا أبدا وقت ظرف لا يران الله تعالى فيه عاملين على وضاء إذن أسماعنا نحفظها من أن تسمع الباطل ونعود إلى محنة وهي محنة أن يوجد في بيتي من يدعي أنه مسلم ومؤمن وفي مدينة رسوله ندخل إلى بيتي نجد مرأ عاهرة تغني وهو يسمع ومرته وأولاده يسمعون فتيان وفتيات يشاهدون عاهرة أو كافرة ترقص وتغني في بيتي كيف يسلم قلبه هذا من يضمن أنه يموت على الإيمان أمر عجب هناك دش له آلة التقط قريب من المسجد كتبنا إلى صاحب المنزل كتاب لو كان في قلب إيمان يغم عليه لكن ما تحرك أبدا باقي الدش هكذا أمام رسول الله أتحداك يا محمد أتظنون لو كان رسول الله ما يرضى لكم بهذا أسألكم بالله يرضى أن تسمع يتغني في بيتك يسمح ابنك وهو يتقزز أو يتألم تسمح ماتك تشاهد ماتك رجل يعبث كيف يمكن هذا ذي واحدة من عشرات ولكن هؤلاء والله العظيم لا يخشى أن يموت على سور خاتمة تعرفون سور خاتمة يموت وهو غافل لا يدري أو يغني أو استجارة في يده ما عرف الله ولا ذكره لأن هذا الختم الإلهي كما قلت لكم وحسب سنته ما وفجأ الإنسان يصلي يقتمر على حاشا لله ولكن لاستمرار على المعصية ومواصلتها يوما بعد يوم عام بعد عام يأتي الختم الإلهي يصبح يتقزز من كلمة الله وهم يتقززون إذن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم يعني أفرادا بأعيانهم علمهم الله ورسول ما يعلمهم ولكن يهون على رسولهم من الكرب والحزن إذا ما استجابوا له لأن الله سابق أن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم ويشارى ولهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة والله أسأل أن يقين هذا العذاب وها نحن مع صورة البقرة الصورة الحاوية لألف خبر وألف أمر وألف نهي هذه الصورة كان الأصحاب وردوان الله عليهم إذا حفظها أحدهم ولوه القضاء والحكم وهذه الصورة لا تقع على الموتى لطولها وقد عرفتم أنها إحدى 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 صورتين تضللان صاحبهما يوم القيامة صورة البقرة وسورة آل عمان الزهراوين هذه الصورة مفتتحة بقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه ودرسنا الآيات الأولى وخلاصتها من باب تذكير الناس وتعليم غير العالمين أن القرآن الكريم لا ريب ولا شك فيه فإن كان هناك شك أو ريب في نفس أحد فليس السبب هو القرآن إذ القرآن لوضوحه وبيانه وسلامة ما يحمله من الهدى والنور لا يتطرق إليه الشك ولا ريب بحاله والقرآن يحمل هدى ولكن للمتقين الذين آمنوا بالله ولقائه آمنوا بالله وكتابه ورسوله لهم في القرآن نور هداية إذا هم اتقوا ربهم خافوا فأطاعوا ففعلوا الأوامر وتجنبوا النواعي هؤلاء يخبر تعالى أن لهم في القرآن هدى ووصفهم بصفات نسأل الله أن تكون عندنا ونحن من أهلها فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فيدخل مؤمن اليهود ومؤمن النصارى في حضرة المؤمنين المتقين هؤلاء قضى الله تعالى وحكم بأنهم هم المفلحون أولئك السامون الأعلون على هدى من ربهم متمكنين من ذلك الهدى كأنما اتخذوا سفينة نجاة وأولئك هم لا سواهم لا غيرهم المفلحون أي الفائزون أي الناجون من النار الداخلون للجنة دار الأبرار لو سئلت ما المراد من الفلاح والفوز الذي يذكر الله في القرآن قل له أما سمعت الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا البيان من صورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز هذا صنف من الناس مؤمنون متقون من العرب ومن العجم من المشركين ومن أهل الكتابين آمنوا واتقوا واستقاموا فحكم الله لهم بالفلاح يأتي صنف آخر وهم الكافرون فقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذا الصنف من الناس يشمل الأبيض والأسود العابي والعجم وهم والعياذ بالله تعالى قد كفروا كفروا بمعنى جحدوا غطوا ستعوا أو كفروا عنادا ومكابرة عرفوا وجحدوا وهم المكذبون فهؤلاء المكذبون الجاحدون المعاندون المكابرون منهم من هو متهي مستعد لأن يقبل الهداية متى عربت عليه ومنهم أفراد يقلون أو يكثرون ويوجدون في كل زمان وما كان هؤلاء ضابوا بسهم عظيم وتوغلوا في الجحود والعناد والمكابرة والفسق والفجور فمضت فيهم سنة الله فختم الله على قلوبه فما أصبحوا يفقهون أو يعقلون أو يفهمون أبدا حدثهم عن الله عن لقاء الله حدثهم عن الإيخة عن المود عن الرحم لكفرتي فسقهم وفجورهم وضلالهم وشركهم أصبحوا لا يسمعون الخير وأصبحوا أيضا لا لا يسمعون ولا يعقلون أو يفهمون إذ ختم الله على قلوبهم لا يدخلها نور ولا وعي ولا فهم ولا إدار وعلى سمعهم لا يسمعون لداء القير أبدا وجعل تعالى على أبصارهم غشاوة ستر بياض كالذي يصيب العينين صاحب لا يشاهد شيء أعمى فهؤلاء قضى الله تعالى بحكمه عليهم بكفرهم وعدم إيمانهم وبخلود في دار الشقاء ولهم عذاب عظيم لأنهم كفاء فالدرجة الأولى منهم من كفاء عنادا ومكابا ومنهم من كفاء تقليدا ولكن توغل وضرب بسهم كبير في باب الكفر والضلال ما أصبح يقبل الهداية من صورة ياسين يقول تعالى أأنذرتهم لا يؤمنون لا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذيهم لا يؤمنون إنما تنذي من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أي المؤمن الحي القابل للهداية أما من تراكمت عليه ذنوبه وآثامه وجرائمه وموبقاته ما أصبح قابلا للهداية فلا تكرب يا رسول الله ولا تحزن لم يقل له لا تدعوهم لا تنذيهم لأن هذا غيب والرسول لا يعلم الغيب ما يفرق بين أبي جهل وبين أبي طالب فمهمته أن ينذر وأن يبلغ ولكن لما يشعب بالألم في نفسه والحزن من أجل أنهم أعرضوا وعاندوا وكذا يخفف الله تعالى عنه بمثل قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذهم لا يؤمن فهو على نفسك إذن هؤلاء هم الكافر هم الكافرون هذا القسم الثاني من أقسام البشر الثلاثة والآن مع القسم الثالث ولا رابع له وهو قسم المنافقين فالناس صنف ثلاثة أصناع مؤمنون متقون كافرون فاجرون منافقون يأتون الأعمال الصالحة وينطقون بالشهادتين ويصومون أمام المسلمين ويجاهدون وهم مرضى قلوبهم مظلمة يظهرون الإسلام بالنطق والعمل ويبطنون الكفر والإلحاد في قلوبهم هؤلاء هم المنافقون قال تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون قرأس بي وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هؤلاء المنافقون والسياق فيهم إلى كذا آية لأنهم أخطر ما يكونون على المجتمع الإسلامي الكافر كافر واضح صريح ادعوه رغبه أنذره خوفه إن كان قد توغل في الشر الفساد سوف لا يسمع نداك ولا يقبل دعوتك وإن كان ما زال ما توغل في الفساد ما عنده منافع في كفره يحاضر عليه هذا يتدي ولكن المنافق يخاف أن يقتل بيننا إذا أعلن عن كفره يقتل أو يتوب يحافظ على ماله على شخصيته في المجتمع ماذا يصنع يتزيى بزي المؤمنين ويأتي ما يأتون من الأعمال الظاهرة كالصلاة والنفاق والجهاد وهو مظلم النفس خبيض هذا هو المنافع ومن التعاليم المحمدية وأنتم تعرفون من هو محمد رسول الله هذا أستاذ الحكمة ومعلم أعطانا بطاقة نحن بوصفنا رجال الدولة كلنا تبات كل مؤمن يجب أن يحمي دولة الإسلام وأن يحافظ على راية لا إله الله محمد رسول الله وأن يحافظ على الطهر والصفاء والأمن والذخاء في ديار المسلمين أعطانا بطاقة سرية لا لعلنية ما هي اسمعوا أيها المجاهدون آية المنافق ثلاثة احفظوها وبها تعرفون المنافق بينكم القرآن ما نزل بآيات يسمين فلان 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 لأن النفاق ليس أيام الصحابة فقط إلى اليوم فماذا يسمي إذن ليعطي الخبر العام قال آية المنافق ثلاث الأول إذا حدث كذب أنتم تعيشون في مجتمع يوجد فيه منافقون كيف نعرفهم حتى نتقيهم أو حتى ننذرهم أو نرغبهم كاشف الرسول صلى الله عليه وسلم استثارانهم بهذه البطاقة المحمدية إذا كنت تحدث جارك أو من معك في العمل أو في السفر أو في المسجد ويكذبك كل ما يحدثك يكذبك لأنه يريد أذيتك يريد أذاك وإرهاعك وتعالك فهو كل ما أخبرك كذبك إذا جربت عليه المرلول والثانية والثالث هذا هو ألقي القبض عليه هذا منافق ثانيا إذا وعد أخلف يعيدك غدا إن شاء الله الساعة الثانية عشرة بباب الكوما فأنت تمشي بحسب إيمانك وتجلس في ظل الجدار أو الشجرة وهو في بيته مع أولاده ويقول خله في الشمس يتلذذ بهذا جربت عليه المرلول زيد ثانيا تواعدتم على أنكم تسافران غدا الساعة الواحد ليلا أين الملاقات اللقاء عندك هذا فتذهب أنت أيها المؤمن وتجلس تنتظر وونايم مع زوجتي وأولاده وفرحان مصر خليه يتعذب وهكذا إذا جربت المرلول والثاني والثالث هذا هو مبطن للكفري في نفسه ما آمن بالله ولا بالنقائه منافق والثالث وإذا أتوا من آخان هذه أوضح إذا أمنته على فلس على عرض على كلمة والمغلول يخون زيده مرة ثانية يخون ثالثة لو وضعت عنده كل قوتك في جيبه وقلت حتى أعود لما ترجع يقول لعلك واهم ما أنا الذي أعطيتني أبدا أظن أنك متوهم أما أنا فلا يا ابني ما وضعت عندي شيء أبدا وهكذا كل ما أتمنته خانك فإذا جرب المغلول والثاني والثالث والرابع عرفنا أنه يتعمد الخيانة لأنه يكره المؤمنين ويبغضهم ويود خسارهم مالك فصلوا على رسول الله عندكم هذه البطاقة ولا لا تعرفون المواطن يحمل النور في قلبه نور الإيمان بالله واللقاء وإلى مجرد صور فقط خالية لأن المؤمن بحق ما يكذب إذا حدث ولا يخلف إذا واحد ولا يخون إذا أتمن قد يحدث مرة في دهره لكن يتكرر هذا ولا والله ما يكون إلا إذا كان قلب ميت ظلام كامل ظلام الكفر والعياذ بالله والشيك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنظهم لا يؤمنون والعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ما حدد موعده يكون في الدنيا ويكون في الآخرة هل المنافقون أيام الصحابة سعداء والله لأشقيها عذاب الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة لا تسأل وأيما مجتمع طاها يوجد فيهم منافقون إلا وهم في خزي وعذاب تهم وعظيم أيضا أما عذاب الآخرة لا تسأل ومن الناس ناس من الناس ناس من أين اشتقى لفظ الناس هذا إما من الناس ينوس إذا تحرك وإما من نسي إذا ينس أو من الأنس الكل هذا محتمل ولا معنى الاشتقاق ولا حاجة إليه عرفنا منهم الناس الآدميون منهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر والله يشهد لعلمه بقلوبهم وما في نفوسهم بأنهم غير مؤمنين فقال تعالى وما هم بمؤمنين قلت في أول الكلمة لا تظن أن هذا خاص بالمنافقين على عهد رسول الله سلم اللفظ يدل على العموم إلى يوم القيامة من الناس ناس شأنهم كذا وكذا وكذا لأن المنافقين جاوقت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن قرضوا ما بقي منافق في المدينة كلهم دخلوا في رحمة الله وماتوا وهلكوا لكن البشرية هي البشرية وهداية الله هداية الله وفي كل زمان ومكان يوجد منافقون يقولون آمنا بالله بألسنتهم أشهد أن لا إله الله كان ابن أبي رئيس المنافقين يدخل على رسول فروضة ويقول والله إني لأشهد أنك رسول الله وأنزل الله فيه قرآن إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لا كالبون اتخذوا أيمانهم جنا يجتنون ويتقون ويستطرون بها فقط حتى تحفظ أموالهم ودماؤهم لأقل لأكثر أما الإيمان ما أحل قلوبهم ولا دخلهم يقول آمن بالله وباليوم الآخر هنا عرفت دارسون والسامعون والسامعات أن الإيمان بالله اليوم الآخر هو أصل الإيمان إذا حصل أي ضعف انهار البناء وما بقي إيمان الإيمان بالله ربا لا رب سواه إلها معبودا بحق لا معبودا بحق غيره موجودا عالما قديرا رحيما ذا صفات علا وأسمى حسنا الإيمان بالله إذا وجد في قلب العبدي هان عليه أن يلاقي ما يلاقي في الحياة وأصبح أهلا للكمال متهيئ إذا ضعف الإيمان وخافة وهبط إذا انطف أصبح حجر شر الخلقي والإيمان بلقاء الله بيوم القيامة بالبعث والجزاء والدار والآخرة هذا الذي يكيف حياة الإنسان متى قوي إيمان العبد بأنه سيلاقي الله وجها لوجه وسيسأله ويستنطقه وسيحاسبه وسيجزيه بعمله الخير بالخير والشار بالشار متى كانت هذه العقيدة صاحبها يستطيع أن يصوم الدهر يستطيع أن يرابط عشرات سنين يستطيع أن يخرج من ماله يستطيع يستطيع لقوة هذا النور في قلبه أما الذي لا يومي بحساب ولا جزاء ولا حياة أخرى ولا لقاء سبحان الله كيف هذا يصبح هذا كمال إنسان كيف يأكله قلب رقيق كيف توجد له عاطفة كيف توجد له رحمة والله ما هو إلا شر من الثعابين والحياة ونعم دائما نقول الذي لا يوجد في قلبه إيمان بالبعث الآخر والحياة الآخرة والجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم إذا لم يوجد هذا في قلب العبد والله لأن تنام إلى جنب أسد ذيب ثعبا وقد تسلم وتقوم في الصباح وأنت بعافية وإذا نمت إلى هذا المخلوق وحتاج إليك وحتاج إليك إلى دامك امتص إلى لحمك أكله إذ ما في ما يمن عبدا إذا لم يوم عبد الله أو أمط الله بلق الله والدار الآخرة لا يوثق فيه ولا يصدق ولا يؤتمن ولا ولا لأنه الشرب الخليقة ماذا تقولون في هذا العلم وكنا نعجب أيام الاشتراكية في بلاد العرب ويتمدحون بها ويتمنطقون وأصواتهم عالية وينظرون إلى هذا الشيخ المسكين بنظر استهزار سخرية والعياذ بالله والحمد لله قضى الله على الاشتراكية وعلى الشيوع وأساسها إن حربا ضار في بلاد الروس اللهم أنهي وجودهم ولا ياذب الله ويتمنطقون القيم لا يقول الدين الإسلام لا القيم القيم الإنسانية ونحن نعجب قيم شخص ما يوم بالله ولا باللقاء تكون له قيم ويحافظ عليها ويدعو لها هذه كلمة باطلة كلمة تجيل وتضليل أي قيم هذه يعرض عن مصدر القيم ومنبعه وهو شر الله وتعالم الله وهداية الله في كتاب وحكمة رسوله ويقول القيم هي تقي وجربناهم وعرفناهم أخبت الناس وشرهم إذن أقول الإيمان أركانه ستة الإيمان بالله الإيمان بملائكته بكتبه برسوله باليوم الآخر بالقضاء بالقضاء والقضاء ولكن الركيز المتين الإيمان بالله باليوم الآخر من آمن بالله آمن بكتابه أؤمن بالله ربا وإله نكفر بكتابه ما هو معقول من آمن بالله وعرف الله يكذبه في أنه أرسل رسولا ما هو معقول يكذبه في قضاء وقضاء وتدبئ لخلق ما هو معقول لكن قد يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث الآخر فمن هنا لو نتتبع القرآن نقف على هذه الحقيقة يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله لمن الآخر ذلك لمن كان يؤمن بالله إلى من الآخر حتى النساء في قضية الحيض إن كنا يؤمن بالله إلى من الآخر ما يجحدنا الحيض أحببت أن تركز على أن المحرك القوي الدافع للإنسان الموجه له هو الإيمان بالله ولقاء الله فمن ضعف إيمانه بالله أو بلقائه أو بلقائه هبط فإن انطمس النور وكفر بالله وبيوم القيامة أصبح شرع الخليط كما قلت لكم لا تأمنوا أبدا إذ فارق تمام الفراق من شيء اسمه رحمة أو إنسانية والتمنطق بالإنسانية والقيام كله راء وباطل وانكشفت سوئاتهم وعرفاهم البشر كذب فلهذا قال تعالى ومن الناس ومن الناس ناس شأنهم كذا وكذا أي من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ولما إذن يقولون آمنا قال يخادعون الله والذين آمنوا وهل يستطيعون مخادعة الله الله يعلم أسرارهم نياتا وخواطرهم وهو خالق أعمالهم كيف ولكن الجهل كفروا بالله فيفهمون هذا الفهم يخادعون الله والذين آمنوا قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم والخداع هو أن تظهر الشيء النافع وتخفي الظهر من أجل أن تخدع به غيرك هذا هو الخداع هذا المخادر يريك أمامك زيتون تبات ليغرر بك وإذا يحصع حتى تبيت أجائع إذن فهم يرون الله والمؤمن أنهم مؤمنون يشهدون الصلاة ويخرجون إلى الجهاد مع رسول الله وما هم بمؤمن لما تفعلنا نخاذعهم سوف تنتهي هذه الدولة سوف يموت محمد ونعود إلى ما كنا هي أيام فقط وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون من أين لهم الشعور من أين لهم الإحساس لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفطرون ولا يعقلون كيف إذن يشعرون بأنهم يخادعون الله وهو خادعهم ما يشعرون هنا مسألة علمية نحاول أن نحفظها إن شاء الله ما هي السؤال ما هو الإيمان أهل العلم يقولون الإيمان عقد بالجنان بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان هذه الكلمة واضحة وهشة الإيمان ما الإيمان عقد بالجنان عقيدة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان اعتقد الحق اعتقد وجود الله واعتقد علم الله وقدرة الله ورحمة الله وحكمة الله اعتقد أن هذا القرآن كتاب الله وأن من نزل عليه رسول الله اعتقد اعتقد أنه مجزي بعمله ومحاسب به إما نعيم وإما جحيم اعتقد هذا فليترجم بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعتقد الحق إذن وعربنا عليه ودلل بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذن اعتقد الحق وعربنا عليه ودلل بماذا بالشهادة بالنطق نطق ما أبقى الإمام في قلبه صرع بأنه لا إله إلا الله محمد رسول فآم إذن بكل ما أمر الله بالإيمان به ثم ودلل على صحة دعواه بأركانه بأنصام وصلى وجاهد وصاب وتجنب ما حرم الله فإن هو اعتقد الحق وعب أن ينطق بالشهادتين فهو كافر وإن عرف ولكن ما دام لم يعرب على إيمانه بالنطق بالشهادتين فهو كافر قطعا أو يصح إيمان عبد ما ينطق بالشهادتين وإن قال أنا عارف عرفت أنا مؤمن ولم يقل أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو كافر فإن اعتقد الحق ونطق وعربا بالشهادتين وأباء يدلل بالأعمال الصالحة وترك المحرمات فهو فاسق اعتقد الحق ودلل أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يحرم ما حرم الله ولم يحل ما أحل الله ولم ينهر بما أوجب الله فماذا تقول الفاسق لأن عقيدة سليمة وأعرب عنها ودلل لكن سلوك أركانه ما استقام إذا فاسق يبقى المنافق من هو الذي يعتقد الباطل ولا يعرض عليه ولا يدلل بل يدلل على الحق فيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدلل بالصلاة والجهاد وكذا وهو إذا منافق لأنه ما يحمل الإمام في قلبه ما هو بموم فقط من الخوف يشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفعل ما يفعل المؤمنون من صلاة وجهاد وزكاة واجتنب ما يجتنب المؤمنون من المحارمات المبقات هذا منافق لأنه أبطن الكفراء غطاه غشاه في صندوق قلبه وأظهر ما يدل على أنه موم فهو منافق إذن الذي نقول المؤمن الحق هو الذي يعتقد الحق ويعرب عليه بالنطف ويدلل على صحتي بالأعمال هذا المؤمن فإن اعتقد الحق ولم ينطق ولم يعرب على أنه يعتقد الحق هذا ما نقول فيه كافر كافر ما أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله كافر فإن هو اعتقد الباطل وعرب عليه بالشهادتين ودل بالأعمال الصالحة هذا منافق منافق لأنه أبطن الكفة وغشة وغطا وما أضعه لمنافع ومصالح دنيوية حفاظ على مركزه على ماله على وجوده في المجتمع الإسلامي وقد يوجد الفساق عندنا مؤمن ولكن رعيف الإيمان ما أنا نسى مؤمن وعربا على إيمانه بالشهادتين بل يؤذن وفي كل صلاة أشهد أن لا إلى الله وأشهد أنه محمد رسول الله ولكن يرتكي بالمعاصي ويترك الواجبات فهذا ماذا يسمونه الفاسق إذن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من حكم عليهم بعدم الإيمان الله أما أنا أو أنت أو الطبيب أو الشيخ ما يستطيع القلوب من يعلم الله فقط فشهادة الله نام أما نحن نقول فلان منافق ما نستطيع إلا إذا دللت بما أعطينا من برهنا جربته يوم كذا يوم كذا يوم كذا وهو يكذب 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 جربته في الوعود يخالفها ويخلفها وآآآآآ جربته أيضا في الأمانة خاننا خانة دولة إذن هذا منافق نأترك أولي القاضي يحكم عليه أما إذا ما استعملنا هذه الآلة التي أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول في شخص منافق لأنه يبطن الكفو ما ندري أنا طلعت على قلبي شققت صده حتى لو شققت ما تعلم هذا لا يعلم إلا الله فلهذا عاش المنافقون ومع هذا ما فضحهم الله وهم يخادعونه فستر عليهم حتى يرد موارد العذاب الأبدي أو يخرج من فتنة النفاق إلى نور الإيمان ولو شاء لأنزل يا أيه الذين آمنوا إن ابن أبي وإن فلان وفلان وفلان سلسل هؤلاء منافقون كافر لأجهز عليهم رسول الله والمؤمنون وذبحوا واستراحوا لكن الله رب الرؤوف الرحيم علم أن كثير منهم سيعودون وكم وكم من عايد عاد إلى قضى وحكم أزلا بأنه من أصحاب الشقاء والعياذ بالله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قلنا هذا لله وإلى لا يخادعون الله والذين آمنوا كيف يخادعون يظهرون لو أنهم مؤمنون به يغتسلون ويصلون ويجاهدون مع المؤمنين هذا خداع وإلى إذ يرون الله شيئا ما هم يمؤمن به الخداع أن تري الشخص ما يحب وتخفي وتجعد عنه ما يكره من أجل أن تتمكن منه فلهذا الغش والخداع محرمان بين المسلمين وما يخادعون إلا أنفسهم لأن من اعتكب سيئا هو الذي يجزى بها أما الله عز وجل ماذا يفعلون معه هذا إن قلنا المخادع على بابها وإن قلنا هذا من خادع يخدع فقط فرغنا من هذا التعليم مثل قاتلت يطلق هذا النفذ ولا يرد به المفاعل عاقبت اللصة فهل عاقبت اللصة هو عاقب وأنت تعاقب عاقبت اللصة بمعنى عاقبت كذلك المريض عالج المريض هذه مفاعلة هو يعالج وأنت تعالج الجواب لا إذن يخدعون الله يخدعون بمعنى يخدعون والله منزع وبعيد عن خدائهم ولا يصي إليه شيء وإن قلنا علموا خاد على بابها لأن الله عز وجل أيضا خاد عم سترى وما فضحهم ولا سمعهم بأسمائهم إلعين في نظائهم خدعوا الله أظهروا له الإيمان فهو يحسبهم مؤمنين والله خالق إيمان وخال قلوب كيف ما يعرف ما تنفع ما ينفع خدعهم لله إذن ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هنا قال تعالى في قلوبهم مرض ما هذا المرض خفقان يعني هذه الأمراض التي يعالج الإنسان منها في القلب المادية خفقان في القلب انسداد في المال هل الله يعني هذا الجواب لا في قلوبهم مرض الشك والشرك والنفاق والكذب والحسد والبغض وما إلى ذلك من أمام مستقصلة لا تعالج إلا بالأدوية والعقاق والنافعة مرض الكفر الإيمان يذهبه مرض النفاق الصدق يبرزه ويعالجه مرض الحسد الإيمان بقسمة الله عز وجل يبعده وهكذا هذه الأمراض شأنها خطير وإذا تأصلت في المجتمع يا ويحاو ما يسعد ولا يكمل وكل مننا مطالب بتطهير قلبه وتصفير به وقد كررنا هذا القول نعيده المجتمع الإسلامي من المدينة النبوية إلى أندوليسيا المجتمع الإسلامي يوجد فيه أمراض كثيرة أمراض القلوب أي الحسد البغض الشح الكبر توجد أمراض ما علاجها مستشفيات موجودة مستشفيات لعلاج الأمراض المادية لتعالج بالأدوية لكن هذه القلوب لا تعالج إلا بالكتاب والحكمة بنور الله سبحان وتعالى فالطريقة الحقيقية هي أن يجتمع أهل القرية في جامعهم الذي يجمعهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم من المغرب إلى العشاء وذلك كل ليلة وطول العام بل وطول الحياة هذا نظام حياتهم يتلقون الكتاب والحكمة كل يوم النساء والأطفال والرجال يوما فيوما فهذا الذي يعالج تلك الأمراض والله ما يبقي شكا ولا نفاق ولا يبقي اغتياب ولا حسد ولا بغضا ولا يبقي بخلا ولا شحا ولا ولا إذ العلاج الوحيد الكتاب والحكمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ولا تسأل عن فوائد ذلك المجتمع وما يهتم له لكن بالنسبة إلى علاج أمراض القلوب ما تعالج إلا بالكتاب والحكمة كيف نستطيع لابد أن نقدم قلوبنا للمربي لابد أن نجلس بين يديه كما جلس أصحاب رسول الله من المؤمنين والممنات بين يدي رسول الله فزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة فإما أن ندخل هذا المستشفى الربان الإلهي نعالج قلوبنا طول العام وطول الحياة لأن الطوايا تطرأ والأحداث تتكرر وعراض الحياة واضحة لكن يوميا أهل القرية في جامعهم أهل الحي في المدينة في جامعهم خالفوا الإنس والجنة وأقبلوا في صق على ربهم هذا هو العلاج هل يمكي علاج آخر لا وجود نعم يوجد أفراد يجتمعون حول شيخ يزكيهم ويربيهم لكن أفراد غير أمة كاملة غير أهل القرية بنساء وأطفالها وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم إلى الآن ما لاحث رايات في الأفق وبلغنا أن أهل القرية في الأفق وبلغنا أن أهل القرية الفلانية قد اجتمعوا بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من المغرب إلى العيشة وواصلوا الاجتماع والآن مضى عليهم ستة أشهر قلت لكم والله لا نحجهم ونزور ديارهم لنشاهد أنوارهم ما حصل بعد هل هناك من مانع الحكومة لا والله أبدا ولا يوجد حكومة في بلاد المسلمين تمنع هذا قط إذا عارفته وعارفت بل والله لا يأتي شيخ القارية والمسؤولون يجلسون معه لما ما نفعل ما نستطيع لما ما نستطيع الجواب لأن الله كتب علينا هذا الهبوض لنبقى دائما في شقا وتعاسى وآلامه إذن القلوب تحتاج إلى علاج وإلى لا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض نعم المرض ذا ما يعالج يزداد وإلى لا عندما يظهر المرض في الجسم بادر إلى الطبيب بادر إلى الحمية والدواء فإن أنت تساهلت وما باليت أو خلي يستعصر المرض ويستشري والطبي يقول فات الحال ما أصبح قابل للعلاج وهذا الذي قدمنا في الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذيهم لماذا تأصل المرض فيهم تمكن من قلوبهم فكذلك النفاق فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم الأليم تعرفون العذاب ما العذاب يا راضي العذاب ألم يزيل عذوبة الحياة جوع عطش برد حر إهانة ضرب الصياط تغليل بالأغلال يذهب عذوبة الحياة تعرفون العذاب ما به تذهب عذوبة الحياة والأليم الموجع وهذا أيضا لهم في الدنيا وفي الآخرة أهل المنافقون أسعد في الدنيا يبيتون في كرب ويظلون في آخر ولا تسأل إذا ماتوا ماذا يلحقهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بسبب ماذا بما كانوا يكذبون أي بسبب كذبهم على الله وعلى رسول وعلى المؤمنين إذ يزعمون أنهم مؤمنون ويتمنطقون ويشهدون وهم ليسوا بمؤمنين كذبوا وإن لا ما هو الكذب هو خلاف الظهر يقول خلاف الحق عند الشيء يقول والله ما عندي كذب فلان سافر وهو في بيت كذب إذن يدعون أنهم مؤمنون وما هم بموت فهم كذبون إذن هذه التربية العجيبة عرفتم الكذب ولا لا يكذبون هل يصح من مؤمن كذب والله ما وهل مؤمن عرف الله ولقاه يكذب أي من ممكن في العام العامين إبراهيم أضمن كذب أربع مرات ثلاث مرات في أكثر من مئة وعشرين سنة وما هو بكذب حقيقة تورية فكون المؤمن كل يوم يكذب فهذا ما هو بمؤمن فافهموا هذا واسألوا الله أن يثبتنا وإياكم نسمع الآيات من شرح الكتاب شرح الكلمات ومن الناس أي من بعض الناس من يقول آمن بالله أي صدقنا بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه وباليوم الآخر وإذا أردنا صدقنا بالبعث والجزاء يوم القيامة يخادعون الله بإظهارهم الإيمان وإخفائهم الكفر وما يخدعون إلا أنفسهم أي إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين وما يشعون أي لا يعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وألم أيضا ألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم فزادهم الله مرضا أي شكا ونفاقا وألما وخوفا حسب سنة الله في أن السيئة لا تعقب لا سيئة هذه سنة مطاردة مدى موجد المرض يزداد عذاب أليم قال موجع شديد الوقع على النفس مناسبة الآية لما قبلها وبيان معناها قال لما ذكر تعالى المؤمنين الكاملين في إيمانهم وذكر مقابلهم وهم الكافرون البالغون في الكفر منتهى ذكر المنافقين وهم المؤمنون في الظاهر الكافرون في الباطن وهم شر من الكافرين البالغين في الكفر أشد أخبر تعالى أن فريق من الناس وهم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم ويضمعون الكفر في قلوبهم يخادعون الله والمؤمنين بهذا النفاق ولما كانت عاقبة خداعهم عائدة عليهم كانوا بذلك خادعين أنفسهم لا غيرهم ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يدون به كما أخبر تعالى أن في قلوبهم مرضا وهو الشك والنفاق والخوف وأنه زادهم مرضا عقوب لهم في الدنيا وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم والعياذ بالله من هداية الآيات التحذير لنا من الكذب والنفاق والخداع وأن عاقبة الخداع تعود على صاحبها كما أن السيئة لا يتولد عنها إلا سيئة مثلها إن السياق الكريم ما زال في كشف عورات المنافقين وإظهار ما هم عليه من الخبث والنفاق ونشير إلى ما سبق وهو أن الناس ثلاثة أصناف مؤمنون أتقيا كافرون مشركون منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والطائفة الناجية الكامل السعيدة هي طائفة المؤمنين المتقين الذين قال تعالى فيهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار إيمان وتقوى وإنفاق في سبيل الله عز وجل وإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به من الكتب ورسل والدار الآخر وما فيها من حساب وعقاب جزاء هؤلاء هم المفلحون وهم الذين يجدون في القرآن الكريم الهداية ويهتدون بها وينتفعون الفريق الثاني الكفار أي الجاحدون لله تعالى في وحدانيته في ألوهيته في أسماء في صفاته في عباداته وكل كافر مشرك وكل كافر ظالم خلاصة القول أن من لم يؤمن بالله ولقائه وما أمر الله تعالى بالإيمان به من شأن الغيب هذا هو الكافر بمعنى الجاعد المكذب وقد يكون كافر كفر عناد والعياذ بالله هذا الصنف من الكفار علم الله أن منهم من يموت على كفره يصر على الجحود والمكاب والتكذيب حتى يموت على كفره فيخلد في عذاب النار والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول له ربه تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم علمنا أنه ليس من حق أحد أن يقول إذن من ينذر رسول الله صلى الله سلم إذا لم ينذر الذين كفروا من ينذر علمنا أن الله عز وجل أخبره بأن بين الكافرين أفرادا ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعمية أبصار فلا يدخلون فيه رحمة إذن فواصل دعوتك وإن ذارك للناس وإن أصر الناس على الكفر لا تحزن لأن منهم من كتب الله أزلا شقوته وشقاءهم عذابه ولعلي ما أفصحت وأريد أن يفهم السامعون والسامعين لا يقول النقائل إذن لما الإنذار والتخويف والترغيب والترغيب ما دام قد حكم الله بشقائهم وموتهم عن الكفر نقول لا تقل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الله تعالى إن أبا لهب إن عمب فلان إن فلان لو أنزل تعالى فيهم قرآن بأسماعهم ما كان رسول يتعب ولا يشقى ولا يأتيهم إلى أبوابهم ولا يطالبهم لكن الله عز وجل أماه بأن ينذر ويبلغ ويدعو فلما رأوا ناسا مصررين معاندين مكابعين هون عليه تعالى ذلك وقال لا تأسف عليهم كتب الله شقوتهم أزلا ثم ذكرنا ولا ننسى أنهم ما ولدوا كفار معاندين وإنما ولدوا على الفطرة ثم أخذت الشياطين تزين لهم الباطل وتحسن لهم إذن فكفروا وأشركوا ثم تعمدوا حرب الرسول والإسلام وأخذوا يتوغلون في الفتنة ويسعون فيها ليلة نهارا يستهزئون يسخارون يكذبون يعاندون فما زال كذلك والنور ينطمس والفطرة تفسد شيئا شيئا فشيئا حتى ختم على قلوبهم ختم ما أصبح يجد الإيمان منفذ إلى قلوبهم ختم كامل عليها وعلى أسماعهم ما يسمعون ما أصبحوا يرتاحون لسماء الحق يسمع كل شيء إلا إذا ذكرت لا إله إلى الله أو محمد رسول الله أو الإسلام ما يقوى وقد جاء من صورة هود قول الله تعالى وكانوا لا يستطيعون السماء أيام الطفولة والصبا والطلب كنا نعجب كيف ما يستطيعون السماء كيف له أذن يسمع ما يقدر كيف ما يستطيع ما وجدنا من نسأل فبقي في أذهالنا العجب كيف ما يستطيعون السماء وتمضي الأيام وبلغنا أشدنا وعاصرنا الأحداث والمشاكل فتحقق ذلك فأصبحنا لا نقدر على سماع هذا الكلام والله ما أستطيعه شاء الله أن نسافر من المدينة إلى الديار المغربية بطريق البر إذن فركبنا السيارة من القاهرة إلى تونس في طريقنا ليلا في الأراضي الليبية سمعنا صوت العرب عنده صوت خاص أكاذيب أو أباطيل أو أكاذيب حقائق فسمعت لأول مرة أن الملك سعود تغمض الله برحمته مرة بموكب من مواكبه وإذا ببدوية على حمار فآمار فاختطفوه له والله لا إله إلى الله كيف يقال هذا الكلام كيف يسمع لأي صالح هذا الكلام فمن ثم ما أصبحت والله العظيم أطيق سماع صوت العرب وأنتم تعرفون إذا أبغضت إنسانا أو إنسانا كما يقولون ما ترتاح لكلامه يجعلون أصابعهم في آذانهم ليما ما يقضيون أن يسمعوا كلام الحق آمنا بالله إذن له سامع وما يستطيع له بصر وعليه غشاوة بياض ما يبصر ما سبب هذا المشي خطوة فخطوة فخطوة في الظلال في الخبث في الشر في الفساد حتى يأتي الطبع والختم وحينئذ يصبح لا يعقل ولا يفهم ولا يفكر فما هي إذن زبدة هذا أن تحاشى الإصرار والاستمرار في الباطل فإنه يقودك إلى أن تصبح تنكر الحق هذا هذه الثمر التي يجني أهل القرآن من أذنب ذنبا وقع فيه فليعجل بالتوبة إلى الله حتى يمحى ذلك الأطر ويزول أما الاستدامة والاستماع يؤدي به إلى أن يفقد حاسة السمع والبصر والعقل ما يصبح ما يعقل والآيات تكشف هذه الحقيقة وبسم الله مع الصنف الثاني المنافقون من هم المنافقون قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن يعلنون عن إيمانهم آمنت بالله وبلقائه أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد رسول الله والله يحكم بعدم إيمانهم لأنه خالق طبائهم وغارز غرائز هو الذي يقلب القلوب فعلم أنهم ما هم بمؤمنين يقولون مؤمنون مسلمون آمنا كذا في المجامع في المحافل بين الناس وما هم بمؤمنين ما اعتقدوا عقيدة الحق أنه لا إله إلى الله وأن محمدا رسول الله وأن هذا الكلام كلام الله وأن لقاء الله حق وأن الساعة آتية لا رب فيها ما اعتقدوا ما صدقوا ما استساغوا أبدا إذن فارتهم الظروف التي يعيشون فيها حيث ظهر الإسلام على وأصبح له دولة في المدينة وهم منافقون من المشركين ومن اليهود ومنافق اليهود أكثر إذن فهاهدى تعالى يكشف استطار عنهم من أجل علاجهم علهم نعم هل نفعهم هذا إيه نفعهم ما مات الرسول صلى الله وسلم وهي عشر سنوات فقط ما بقي منافق في المدينة ما سبب ذهابهم منهم من مات عدد قليل وأكثر عرفوا الحق واتبعوا بواسطة ماذا هذه الدعوة ربانية هذه الآيات القرآنية ومن الناس ناش ما يسميهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إذن لما يقولون هذا يخادعون الله والذين آمنوا يظهرون الإيمان باللسان وبالأركان أما العقد والجنان فارغ فيه العكس فيه الكفر ما آمنوا أبدا بلقاء الله ولا بأن هذا رسول الله ولا أن هذا كلام الله إذن يخادعون الله يظهرون له وللمؤمنين أنهم مؤمنون وهو يخادعهم هو أيضا ما أنزل قرآنا إن فلانا وفلو فلان منافقون كافرون ساثر عليهم ما فضحهم حتى يمضي أمو الله وحكمه فيهم قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم لو كانوا يحسون ويعقلون ويفهمون ما يرضون بالنفاق إما أن يصرحوا بكفرهم ويلتحقوا بالكافرين أو يقاتلوا وإن تحطموا وخسئوا أو يؤمنوا ويسلموا لكن فاقدوا الشعور الحي الحق النافع الإحساس الحقيقي ما عندهم وسببه ظلمة الجهل إنهم جهال وأكثرهم مقلدون أتباع لعواصاء الفتنة من شياطين المنافقين من العرب واليهود في المدينة وزادهم بيانا فقال تعالى في قلوبهم مرض مرض الشك والشرك والنفاق والحسد والكبر تيك العلل والأسقام إذا تجمعت في القلب حالت بين العبد وبين الاستقام على منهج الله إذا فزادهم الله هذه الجملة ليست الدعائية بل هي الواقع لماذا المرض إذا لم يعالج ويترك وتزيد أسبابه عوامله يزيد 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 حتى يهلك صاحبه فزادهم الله مرضا حسب سنته في أن من يصاب بمرض في جسم أو قلب إذا لم يعالج فيبر ويشفى واستمر على استعمال عوامل المرض وأسبابه ينمو فيجداد المرض فزادهم الله مرضا حسب سنته أكل ملعقة ثم مات فإذا زاد ملعقة أخرى وثالث وربعة أهلات وتوعدهم علهم يرجعون إلى الحق ويثوبون إلى الصواب فأخبى وأن لهم عذاب أليم موجع يذهب بعذوبة حياتهم لم يستعذبوا طعاما ولا شراب ولا مناما ولا نكاح ولا راح أبدا عذاب من شأنه أن يذهباتك العذوبة فلهذا يسمى العذاب الأليم الموجع الذي يحمل الألم الشديد وعل تعالى لأنه يريد هدايتهم فقال بما كانوا يكذبوا أي بسبب كذبهم على الله وعلى المؤمنين وعلى رسول الله عرفتم المنافق إذا حدث كذب فهذه فهذه صفاتهم إذن ذاك التكذيب ذلك الكذب كان حائلا بينه بين قبول دعوة الحق والاندماج في جماعة المسلمين يصرفون أنفسهم عما طلب إليهم من الهدى بالكذب فكانت النتيجة هذا الوعيد الشديد ولهم عذاب أليم بماذا بسبب ماذا بتكذيبهم قول يكذبون ويكذبون ثم قال تعالى عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من القائل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ننظر أن هناك رؤاصاء النفاق يوجدون في حي بني فلان في بني فلان هؤلاء لهم صلاة بالمشركين في مكة وفي غيريا ويعملون على تأليبهم على رسول الله والمسلمين إذن فشخص مومن صادق الإيمان وأخوه أو أبوه أو عمه أو جاره يشاهد فيه مظاهر الاستهزاء والتلاعب عدب الإيمان فينصح له يا فلان لا تفسد في الأرض هذه الأرض أرض الطهر كيف توالي الكافرين كيف تخلو بهم وتتحدث معهم كيف تواكلهم ما حالك ما شأنك ما أنت بمؤمن يردون عليهم إنما نحن مصلعون لما نحن ما ندري هل هل الدعوة تنتصر غدا تنكسر ويحكمنا الفلانيون الفلانيون كيف يكون موقفنا وموقف أولادنا ونسائنا فنحن نريد أن نعمل عملا يجدينا وينفعنا فاتصالنا بفلان فلان فلان ربما يقع ما يحوجنا إليهم فنحن في هذا مصلحون ولسنا بمفسدين ليس الرسول هو الذي يقول له ماذا هذا يقوله المؤمنون لبعضهم ممن له أخر وقريب من المنافقين لا تفسدوا في الأرض والإفساد في الأرض معاشر المستمعين والمستمعات لا يكون بحفاء الأرض أو إصطاط المباني أو هدم الجبال الإفساد في الأرض يكون بمعصية الله ورسوله ارتكاب المعاصي غشيان المحرمات وترك الواجبات والله لهو الفساد مرة أخرى جاء فيه غير ما موضع ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فالفساد فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله وترك ما أجب الله وفعل ما حرم الله هذا هو المفسد في الأرض فهذا القرآن فهذا القرآن عجب جملك ولا تفسدوا في الأرض كيف يفسدون فيها موالاتهم للكافرين ولرؤساء النفاق يتسبب عنه ماذا ترك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يتسبب عنه الإصرار على الكفر وزيادة النفاق المنافقين وهذا فساد في المدينة وإلى هو الفساد بعينه لكن بعبارة موجزة العجب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وهل هذا الآن موجود ما أكثر رصا والزعماء والفنيون وأرباب العلوم وواوا يعتقدون أن هذه البنوك ورباء هذا مما تفسق إليه الأمة وتحتاج إليه هذا إصلاح مو فساد أبدا يفتحون مصانع الخمر ويصنعون الخمور ويصدعون ويبيعون ويدعون أن حياة الأمة متوقفة على هذا تريدون أن تلصق الأمة بالأرض أو تمد يديها للكفار إذن فيستبيحون الربا صنعا وشوبا وبيعا يصرفون المؤمنين عن تعاليم الله ورسوله ويضعون خططان في مناهج التعليم حتى أصبح في العالم الإسلامي حصة الدين حصة وحصتين في الأسبوع باستثناء هذه المملكة فيأخذ الطالب الشهادة الأول والثاني والثالثة وهو ما عرف معنى لا إله إلى الله ويدعون أنهم في هذا مصلحون كيف يوتق الشعب كيف يخفج من دائرة التخلف إذا لم نحفظ ونعمل ونقع ونتعلم دعونا من كلمة دين عبدوا الله كما شئتم إذن فأفسدوا مناهج التربية والتعليم في العالم الإسلامي تحت هذا الشعب نحن مصلحون نريد رقي الشعب وتحركه وتحره لا النصوق بالأرض والهبوط فهمتم هذا وإلى لا لأن هذا القرآن ما نزل لثلاث أيام فقط أو لأيام المدينة عشر سنوات هذا كتاب لهداية الإلهية إلى يوم القيامة فكثير من المعاصي الكبيرة والجرائم أوقعوا فيها أمة الإسلام تحت هذا الشعاب نحن مصلحون أنتم تتصورون أننا نفسد بل نحن نصلح وهذا لصالح الأمة وصالح الشعب يبقى أهلهم على علم منهم من يعرف أن هذا العمل ضد شرع الله وقوانينه ومنهم المقلدون الجامدون يقلدون غيرهم ويقولون ما لا يلم قال تعالى ألا اسمع أحضر مشاعرك حواسك الأمر العظيم فهي فهي تقال عند إلقاء الأخبار لاستعداد النفوس قبولها وأخذها فاسمع ماذا قال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ هذه الكلمة قال علي بن أبي طالب أو أبو بكر ما قال حتى رسول الله هذه قال لها الله وربهم ورب كل شيء ومن يكون الأعلم بهم أقصى من أنفسهم أَلَا إِنَّمْ هُمْ المفسدون المفسدون لأي شيء إذا عرفنا الإصلاح بما يكون نعرف الفساد بما يكون أصل الفساد هو ما يفقد الشيء ثمرته الطيبة فسد الطعام فسد الخبز فسد هذه الفاكئة بمعنى طار عليها ما أفقدنا طعمها ولذة ومنفعتها فأصبحت لا تجد ولا تنفع إذن فالعمل بشرع الله وقوانينه لإسعاد الإنسان في هذه الدنيا وفي الدارة الآقرة إذا أعرضنا عن ذلك القانون وأهملناه تركناه واستبدلنا به غيره معنى هذا أننا نعمل على الفساد ونحن آل مفسدون ولا تتردد إذن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون لمما يشعون ما تتحاسيسون تجمدت تلبدت ما يذكرون الله ولا يناجون ولا يقفون ساعة بين يديه ولا يقرؤون كتابه ولا يذكرون لقاءه ولم يطلبوا حبه ولا معرفته من أين لهم العلم والمعرفة والشعور فقدوا حتى شعور كالبهائم عرفتم هذه من المخبر يرحمكم الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون كل من أراد أن يعطل شارع الله يبطل الصيام الصلاة الزكاة يبطل الحجاب يبطل مثلا الأمن يبطل كذا معناه أنه يفسد في البلاد وهو لا يشع بذلك وكل من يعمل على أن يعبد الله في القاية في البلد في الإقليم بما شع بعد معرفة لا إلى محمد رسول الله فهو عامل بإصلاح البلاد وهو من المصلحين والصالحين من أراد أن يحول المسلمين إلى أن يصبحوا كالكافرين حتى في الزي والذوق الفطع والطعم معنى والله لا يفسد بمعاويل الفساد ويدمر البلاد ثم قال تعالى أيضا وإذا قيل لهم من القايل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المنافق اليهودي يقول له أخوه ممن آمن آمن كما آمن عبد الله بن السلام أنت أعلم منه أنت أعرف منه بدين الله يقول نومك ما آمن السفهاء ما أصابنا أصابتنا الجنون كيف نوم الإيمان فلان فلان فيعدون هذه الدعوة على إخوانهم بهذه الجملة ذكر الله والله حرفيا قالوا وإذا قيل أمن كما آمن الناس قالوا أنوم كما آمن السفهاء أكشف النقاب وإلى نحن ماشيين إلى الضار الآخرة أقسم لكم بالله إن كثيرين من العرب والمسلمين إذا قلم لم ما تحجب بناتكم ونساكم كما في السعودية قلوا المتخلفين هي هي ولا لا لما ما تجبون الزكاة في صالح دعك من هذه المسائلة الرجعية الضرائب سدت ما سد وهي أقوى وأكثر نفعا وعطن الزكاة لما ما تصومون مع السعودية ها صامت قلتك دعنا من المتخلفين وراجعيين نحن عدنا آلات عندنا مراصد عندنا كيف نمشي ورام والله كما تسمعون لما تطبقون حدود الله طب حدودنا نقطع اليد نترك المواطن يعيش آكل بيد وعده كيف يشتغل كيف يعمل هاي السعودية السعودين دعنا من هؤلاء الرجعيين جامدين سوف يأتي يوم يوفيقون ويخرجون من هذه الورطة فهمتم وإلا ما فهمتم والله إني لعلى علم ما هو كلام ما هو السبب جهر ما بكوا ليلة بين يدي الله ما جلسوا في حجور الصالحين ولا تربوا بين أيديهم كيف يعلمون كيف يشعرون كيف يوقنون ما هي أسباب ذلك من مدرسة مدنية أو عسكرية أصبح جنرال وإلا وزير كيف يعرف الله كيف يخشى الله قد تتحدث معه وتذكر ما يذوق لكلامك طعما أبدا بل يتهمك بالقصور أنت هابت إن جام لك يقول الظروف ما العلاج يا شيخ العلاج أن نتوب إلى الله أن الطريح بين يدي الله آمنا به ربا يملك كل شيء ويدير ويدير الكون كله أطرحنا بين يديها رفعنا أعزنا أكرمنا سودنا وقد فعل أيام لا فلسفة ولا كذب ولا غلاء وإنما قال الله قال رسوله رفع الله تلك الأجيال الثلاثة إلى سماء الكمال البشري وقد قلت وحلفت ما اكتحلت عين الوجود بأمة أعدل وأرحم وأطهر وأعز أقوى وأكمل من تلك الأمة التي ما كانت تعرف إلا قال الله قال رسوله أنتم مصدقية وإلا لا راجعوا التاريخ الحقيقي مو المزور إذن هيا نجرب ما استطعنا والله لو أن أهل قارية في العالم الإسلام قارية سكان وثلاث ألاف إلى أربع ألاف خمس ألاف هذه القرى الصغيرة أليس كذلك اتخذنا حقل تجربة اسمحوا لنا أن نجرب هل صحيح هذا النوع الإله يهدي هذا روح الإله يحيي حتى نعرف الحقيقة ويتعانق أهل القارية وبسم الله فقط أهل القارية وجاءوا بنساء مؤطالهم ورجالهم إلى بيت ربهم إلى المسجد الجامع ويجلسون جلوسنا هذا والنساء الستائر ومكبرة الصوت عندهم والأولاد في صفوف بين النساء ورجاله في آداب وليل آية وليل حديثة يوم آية ويوم حديث العام الأول والثاني والثالث يا شيخ كثير والله ما هي إلا سنة ما نحتاج إلى سنين سنة فقط يذوقون طعم الإسلام يعيفون لذة الإيمان تتجل فيهم حقائق منها أن لا يبقى بينهم من يفكر في أن يزني بمرأة أخيه أو بنته أو لا يبقى فيهم من ياتي بالحشيشة ويوردها ويبيعها لأفراد القرية لم يبقى بينهم من يمد لسانه فيسب أو يشتم أخاه لم يبقى بينهم من يترف أو يسرف وحوله فقراء ما شبعوا لم يبقى بينهم من يحجر بيت الله أو يقال فلان ما يصلي أو مرت لا تصلي كل هذه المظاهر تنتهي كيف هذا يا شيخ كيف ألم سمى الله ألم يسمي الله كتابه روحا أما سمه نورا فالذي حيي وأنار الله الطريق أمامه تقول كيف يسعد أو كيف يكمل ما هو معقول هذا أبدا الذي يأكل تقول كيف يشبع يشرب الماء تقول كيف يرتوي تتعطر سنن الله أنت هذا فقط ما استطاع المسلمون يفعلون لعل هذه الدعوة ما بلغتهم أنا أعرف أنها ما بلغت هذا الصوت جديد كتاب المسجد وبيت المسلم كم عنده من سنة سنة وبعض الأشهر تبهتم لو طبقنا هذا في قرية من قرآن في العالم الإسلامي لا شاهدنا أنوار كتاب لا يهدي رسولي وعرفنا كيف نتقاسم آلامنا وأسعاد لنا إذن ما دمنا هكذا لما نلوم الحكام لما ما طبقوا الشريعة لما ما نفذوا كتاب الله نلوم في الهرى ما هم أهل مثلنا هل عرفوا كما عرفت أنا وأعرضوا أو لا يحرقون بالنار ما عرف جلسوا بين يديهم أسألكم بالله تعرفون الزعيم رئيس وزير كذا جلس مجلسكم هذا سنتين ثلاثة تعالى من الهدى هاتي أتحدىك فلو جلس هذا لكان باصيس نور في تلك الوزارة لا يسمع عنه إلى الهدى ولا يعرف عنه إلى الخير وإن كان في حدوث ضيقة لأنه وحده عوامنا ظلال فجار فاسدون أفسد من الحكام ما السمب ما عرفنا أجيبوا أهل جل ما عرفوا الله حتى يحبوه ما عرفوا الله حتى يخافوه ما عرفوا محاب الله حتى يتملق بها إليه ما عرفوا مكاره أو يسمعون فقط كلاما هنا وهناك ما استقر في أثانهم ولا أنر قلوبهم كيف تريد منهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ما من السفاء أصحاب العقول الخفيفة التي ما تحسن التصرف ولا التدبير كالمرأة في المال والولد ولا توثوا السفاء أموالكم من هم المرأة والولد قالوا اسكت أعطي المرأة الآن ذوقوها المرأة الآن تتحكم التي في يدها المال الله يقول ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معرفا نحن في حاجة إلى ربانيا إلا أن نكون أولي الله إذا رفعنا كفنا إلى الله ما رد خائبا نريد أن نشعر بسعادة وطوصفا وتصبح الآخر أحب إلينا من أوساخ الدنيا قال تعالى قالا إنهم هم السبعة ولكن لا يعلمون سبحان الله ولكن لا يعلمون مع أنهم ساسة لأمطي الصلاة بقريش في الصلاة بالكافرين حتى برهم والشام أليس كذلك ومع هذا قال ما يعلمون ما عندهم علم حقيقي يقيني ما عرفوا الله ولا ما عرفوا ما عند الله ولا آمنوا بلقاء الله من أين يأتيهم العلم ألا إنهم هم السفاء لألذين قالوا لهم أنتم سفاء أو نوم كما يومن السفاء ولكن لا يعلمون وضاب الله مثلا وتلك الأمثال نظبها للناس وما يعقلها إلا العالمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم لا 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 يستوون وقرب زدني علما قالوا نعم العلم علم الهندسة والفيزياء والتقنية وعلم وعلم تلك الصناعات ما نجمع الأمة كلها بنساء وأطفالها على مواد كهذه ولا يجح من إلا خمسة في المئة نختار عشر عشرين مئة شاب ونغمسه في مادة من هذه المواد يتخرج تقني أما نجعل مواد الهدى والنور من الابتداء إلى الجامعة كلها المادة أين الروح وأين الإسلام عرفتم ما إلا والله العظيم إن المادة التي تدرسونها أربع سنوات في روسيا أو بريطانيا هذه المواد المادية والله العظيم ليتعلمها المؤمنون أصحاب النور في أربعين يوما مرأت هذه الأيام زوروني جزاهم الأخيرة مدينة الصناعية عندنا زادها الله قوة وتجولنا فيها قال وانظر هذا الفريق انظر هذه المهنة في أيديهم قال قالوا لنا يحتاج إلى أربع سنوات حتى يتعلموها أولادكم أو أفرادكم قالوا والله تعلموها في أربعة أشهر وهم الذين أمامك لتعرف أني أتكلم على علم آت مريض آطيب أجمع لكميات بنت كم أكثر ما يكون ثلاث أشهر ويوم ممرضة وتدرس لها عشرين عام ممرضة كيف ومات تطيع الله ولا أصوله ولا تحسين العمل أليس كذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن ناس فلان فلان قالوا أنهم كما آمن الصفهاء قال تعالى ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لو علموا أنهم صفهاء لا رشد ولا بصير ولا علم ولا هدى ما وقبوا هذا الموقف ما علموا نقرأ الآن الكتاب الذي قلناه استفدتم وإلما عرفتم الحياة ما هي هذا كتاب الله شرح الكلمات الفساد في الأرض ما هو الكفر وارتكاب المعاصي فيها ما الفساد في الأرض يا شيخ الكفر وارتكاب المعاصي فيها بترك الواجبات وفعل المحرمات من الغش إلى الخداع إلى اللواط إلى الجرائم هذا هو الفساد في الأرض الإصلاح في الأرض ما هو بالفؤوس والحرافات بكيف الإصلاح قال يكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح بالإيمان الصحيح الذي إن عرضناه على الكتاب وقع عليه أنت مؤمن الإيمان الصحيح والعمل الصالح أي عمل صالح كل ما شرع الله لنا أن نقوله أن نعمله طول حياتنا فهو العمل الصالح وما عداه فاسد مع ترك الشرك والمعاصي لو نؤمن ونعمل صالحات ونحن ناتي الشرك وناتي المعاصي ما يتحقق ما وصل أحالا لابد من التخلي أولا عن هذه المصيمة ويشرك في عبادة الله والذنوب المعاصي وبعد الإيمان والعمل الصالح ينير الحياة ما معنى لا يشعون قال لا يدرون ولا يعلمون ما معنى السفهاء قال جمع سفيه وهو خفيف العقلي لا يحسن التصرف والتدبير كالسفهاء الذين عندهم ما يعرفون كيف يتصرفون عام عامين أنفق كل الذي عنده هذه المفردات معنى الآيات قال يخبر تعالى عن المنافقين من هم المنافقون أبناء الإسلام الذين يبطنون يخفون الكفراء ويظهرون الإيمان لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وقلبه يقول لا إله والحياة ما الدع الذين يخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا قال لهم أحد المؤمنين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة اليهود والكافرين أردوا عليه قائلين إنما نحن مصلحون وشرحنا هذا وبينا لكم قال إنما نحن مصلحون في زعمهم فأبطل الله تعالى هذا الزعم وقرر أنهم هم وحدهم المفسدون لا من عرضوا بهم من المؤمنين كعبد الله بن سلام وغيره بل هم المفسدون دافع الله عن أوليائه إلا أنهم لا يعلمون ذلك لما لاستلاء الكفر على قلوبهم ما يعلمون أنهم مفسدون ولا أن المؤمنين مصلحون بسبب ما هو أن الكفر استولى على قلوبهم غشاه وغطاه ما أصبحوا يعلمون ولا يفهمون كما أخبر تعالى عنهم بأنهم إذا قال لهم أحد المؤمنين أصدقوا في إيمانكم وآمن إيمان فلان فلان مثل عبد الله بن سلام ردوا قائلين أن أؤمن إيمان السفهاء تعيفون عن عبد الله بن سلام شيء هذا حضر اليهود في المدينة ورزقه الله كان يرتقي متى يأتي محمد المدينة من يوم ما سمع به في مكة وهو ينتظر ما إن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاءه وطرح عليه ثلاث أسئلة فقط فآمن ولما آمن وحسن إيمان وإسلامه قال للرسول تعال نمتحن اليهود جلسني وراء الباب وراء الستارة واسألهم عني جاء كبار اليهود علماء ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا أعلمنا أشرفنا نعمة فقال لهم عبد الله بن سلام إني أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كلام ما يقال ولهذا قال الرسول إنهم قوم بهت اليهود قوم بهت هذا عبد الله بن سلام بشر الرسول بالجنة رأى رؤية أن السلسلة نزلت من السماء فيها حلقة فأخذ فيها وتمسلك فعبر له وصلهم بأنك على الإسلام وتموت عليه فأبشر بالجنة قال ردوا قائلين أنوا من إيمان السفهاء الذين لا رشد لهم ولا بصير فرد الله تعالى عليهم دعواهم وأثبت السفه لهم ونفاه عن المؤمنين الصادقين ووصفهم بالجهل وعدم العلم وهو كذلك إذن هذه الآية لها هداية ما هداية الآية قال أولا ذن للدعاء الكاذب وهو لا يكون غالبا إلا من صفات المنافقين هذه الآيات تهدينا تبصرنا تعلمنا بأن للدعاء الكاذب الذي يدعي بما ليس له بما لا عنده من أي شيء هذا الكاذب صاحبه يتصب بصفات المنافقين فلهذا ما ندعي الدعاء الكاذب نحن أهل الصدق لا نعرف إلا الصدق تعرفون قبل لما هزمتنا إصالي كم مرة ما كنا نقول قواتنا الضاربة زيد كلام نتعجب منه وإذا بجماعة اليهود في ليلا من ليالي سلبوهم كل شيء أين قواتنا الضاربة في الأرض هذا لإدعاء الكاذب باطل إعرف منزلتك وقدرت ما عند القوة اتصل بالعرش بتراكعا ساجدا يمدك بالقوة أما أنت تنكى وتغبض عينيك وتظل في المعاصي والجوائم وتقول قوانا الضاربة في الأرض نافعت ما نافعت والآن لو لا الله ثم وجود مؤمنين ومؤمنات في العالم الإسلامي لكانت الفرصة متاحة لليهود والنصارى أن يسودوننا أسوأ سيئة تبعتم ولن ما استطيع أن ندفعهم لما لأن الله غير راضي عنا إذن يصلطهم كما صلطهم أمس صلطهم وإلى لا ما حكمونا ما سادونا أين ممالك الهند ممالك إسلامية ما هي ألف مئة ألف ملايين وضعت بيطانة تحت رجليا أين ملايين المسلمين في أندونيسيا هولند العجوز وضعت تحت رجليا أين أبطال المغرب الإسلامي أين أذلوهم وكسروا وحطموهم أين 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 فعل الله ما فعل هو الذي فعل ما هي بريطان ولا فرنسا والله لو كنا أولياءه لو اجتمعوا كلهم ما نالوا من على الفسق والفجور وينصرنا الله والله لو لا لطف الله ورحمته ووجود مؤمنين ومؤمنات يبكون بين يديه لكانت الفرصة متاحة لليهود ولغيرهم أرى الهزيم مرة يا شيخ لماذا تقول هذا توبوا أقبلوا على ربكم تجردوا له وادخلوا بيوته وتقلوا عن معاصيه وأنتم سادة الدنيا ياركع لكم العالم ويسجد إذن أولا ذنب للدعاء الكاذب وهو لا يكون غالبا إلا من صفات المنافقين ثانيا الإصلاح في الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله والإفساد فيه يكون بمعاصية الله ورسوله ثالثا العاملون بالفساد في الأرض يرون دائما إفسادهم بأنه صلاة وليس بصلاة إن ليلتنا هذه ليلة القرآن العظيم ليلة الروح الإله والنور الربان وذلكم أن القرآن روح ولا حياة بدون روح وأن القرآن نور ولا هداية بدون نور والله كما تسمعون قال تعالى في كون القرآن روحا به تتم الحياة قال عز من قائل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وها نحن نشاهد الواقع فالبشرية فالشرق أو الغرب إذا لم تقبل على هذا الإسلام وتأخذ كتابه وتقرأه وتفهم ما يحمله وتعمل بما فيه والله ما سعدت ولا كاملت وحياتها حياة البهائم لا فرق بينها وبين البهائم بل هي شر وقرأوا قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة أولئك هم شر البريئة والبرية الخليقة بمعنى المخلوقة من شر الخليقة القرادة الخنازير الكلاب الذئاب السباع القطاط لا 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 المخلوقة الذين كفروا بربهم وأعرضوا عن ذكره وكتابه ومن أراد أن يستقصي الخبر أيخلقك ويرزقك ويهبك حياتك ثم تنكره وتقفر به وتتعمد في سر والفجور والعصيان عن أمره هذا ينبغي أن يطحن طحن ونام أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فمن هنا قال القرآن الكريم الروح لله والنور رباني وهب الله تعالى هذه الأمة هذا القرآن هذه الروح وهب النور واحتال عليها خصوم وأعداء من أهل الشرك والكفر فزحزحوها وأبعدوها وتركوها تعيش في أغلب أحوالها كما يعيشون بل بلغ بنا السحر والكيد والمكر حتى أصبحنا نتعشق حياة الكاثرين ونتسابق إليها وألقانا من تشبه وأصبح مثلهم أليس هذا واقعا يا بني الإسلام فكيف إذن ألمخ يجمنا ذي الفتنة كيف نعود ما هناك سحر ولا طاقات ولا قدرات ولا ولا ما هناك إلا أن نحقق إيماننا أنت مؤمن إينا مؤمن صادق الإيمان قال نعم إذن فهيا بنا إلى مصدر قوتنا هيا بنا إلى الروح وإلى النور لنحيا ونهتدي إلى الكمال والإسعاد وناتي إلى بيت ربنا سواء كنا في رؤوس الجبال أو في السفاح السحاف في السفوح والوهاد كنا في المدن أو القراء في الباد أو الحاضر أردنا أن نقبل على الله ليقبل علينا فيكرمنا ويسعدنا نجتمع بنسائنا وأطفالنا ومسؤولينا في بيت ربنا كل ليلة من المغرب إلى العيشة طول الحياة الكفار المشركون المجوس الدنيويون إذا فرغوا من العمل ذهبوا إلى المراقس والمقاصف والملاهي والملاعب ودور الباطل يروحون على أنفسهم كما يزعمون ويخففون آلام النفس والتعب وأين يذهب المسلمون أين يذهبون يجب أن يذهبوا إلى بيت ربهم فيجتمعون ويتلقون الكتاب والحكمة قال الله قال رسوله ما تمضي سنة ولا سنتان وثلاثة إلا وقد تغير والله وضع المسلمين وتغيرت نفسياتهم وآمالهم وأطماعهم واتجاهاتهم وعادت كلها إلى اتجاه واحد أن يرضى الله عز وجل ويكرمنا ويسعدنا فلم يبقى زينة ولا خمر ولا حشيشة ولا كذب ولا كبر ولا رياء ولا عجب ولا نفاق ولا تلصص ولا خيانة ولا ظلم ولا اهتداء ما يبقى من هذا شيء فأن العلاج قوي روح الله ونروه وحينئذ تدين الدنيا كلها لنا وتقضى بين أيدينا لسمونا وارتفاعنا والله لو أن أهل إقلم أو بلد حققوا هذا المبدأ لكان يأتي الكفاء ويشاهدون الأنوار ويسلمون بالمشاهدة وخاصة في هذا الظرف العالمي الذي أصبح الصوت يسمع كل إنسان والمنظر يشاهد كل إنسان وتطير من الشرق الغار في يومك وقد طفت بالعالم لو يدخلون فقط على أهل قارية زي واحد سمت واحد نظام واحد طهر كامل صفا إيخا محبة نظام وعمل تظهرهم يا شيخ ما الدليل ما الدليل في خمسة وعشرين سنة فقط اتسعت رقعة العالم الإسلامي من وراء نهر السند إلى الأندلس خمسة وعشرين آمن أجبر الناس بالحديد على الإسلام لا والله لا إكره في الدين لا يوجد مسلم واحد بالعصي والضرب حتى آمن أو بالتجويع والله ما كان كيف دخلوا في الإسلام لأنهم شاهدوا الربانية شاهدوا الأنوار ستلألى شاهدوا الصفا الرحم والإيخا العدل والصدق إذن فانبهروا ودخلوا في الإسلام هل صح هذا وإلى لا من يستطيع أن يرده إلا مكابر معاند دخلوا لما شاهدوا أنوار الله في عباده كانوا يتلصصون يجرمون يسرقون يكذبون يتكبرون وشاهدوا العدل الرحمة الإخاء الطهر الصفا من يرفض هذا وبالمناسبة خل نقول بكينا مرات ومسحنا دموعنا وسكتنا وقلنا لا تبكي أمها بضع من يرفعها سوى الله وقلنا هذه الجاليات الموجودة في أمريكا القارة بكامل قارة أوروبا في اليابان في الصين في كل مكان الجاليات هذه الجاليات هذه الجاليات لو نظمت لهم لجنة عليا عالمية إسلامية وجمعت لهم الدينة والدرهم من المسلمين ضريبة الإسلام علي وعليك كل يوم إريال وكانت ميزانية ثم وضعت خارطة لتلك الجاليات هنا مسجد هنا مدرسة هنا جماعة من المسلمين هنا كذا ثم قدم لهم أئمة هداء ودعاة نور على حساب اللجنة وأعطوا الكتاب ووحدوه كتاب واحد لا مذهبية ولا طرقية ولا انتظام في حال من الحوال مسلم فقط وأخذت تلك الجاليات تلتئم وتتجمع والنور يغمرها فلم يبقى هرج ولا مرج لا شر ولا فساد ولا باطل ما يمضي خمسة وعشرون سنة عليهم وهم في تلك الأنواع إلا وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا وجماعة من مانع من هذا من الذي يمكن أن يقوم بهذا رابطة العالم الإسلامي تصدق تصدق وتزور العالم الإسلامي وتكون هذه الجماعة وتوحد الإمام الداعي والكتاب الذي يدرس ما تمضي فترى إلا والنصار بالذات يدخلون في دين الله ومن قال كيف نعم الآن دخل من النصار آلاف عشرات مئات آلاف مع أن الدعوة ماهي بشيء وإذا شاهدون يضحكون مسلم يسرق ويدخلون السجن مسلم يشعر بالخمر مسلم يفجع ويزني مسلم علق صليب كيف هذا الإسلام وقد فتح الله البلاد بدل ما نغزو وترص بواخرنا الحربية في المواني وندخل قال لا 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 البلاد مفتوحة ادخلوا لكن كتب الله هذا الهبوط لماذا ما يكون هذا أليس واجبا على المسلمين أن يدخلوا أن يدخلوا الكفار في دين الله هجوبا من ينقذهم من يهديهم من المسؤول المسلمون أهل القرآن في أيديهم وإلى لا إذن هم المسؤولون لو كان لابد من سلاح وقتال نقول حتى نتجمع وحتى نقوى وحتى أما الآن لا بالمال فقط والكلمة الطيبة وتحكيم الكتاب والسنة وإذا بالإسلام ينمو ومع هذا فينما من كان يحلم أن فرنسا يوجد فيها ثلاثمائة مسجد من كان يحلم أن بريطانيا عدوة الإسلام رقم واحد يوجد فيها مئات المساجد وعلى هذا فقيس سمعتم هذه بلغوها ما نستطيع إذن نعود إلى النواة الأولى كتاب المسجد وبيت المسلم هيا يا علماء يا بصر يا طلاب العلم كل واحد يجمع أهل القرية في جامعها ومسجدها ويأخذ في تربيتها وتطهيرها غضن الطرف عن الخلافات والصراعات والحزبية والجماعات مؤمنون مسلمون في بيت الله استنار تلك القرية واستنار ذلك البلد شيئا فشيئا وإذا النور يغمرها أو ننتظر ماذا عيسى عليه السلام إذا نزل ابن ماريم انتهى الإسلام وغير الإسلام المسلم مسلم الكابر الكابر آية من آيات قرب الساعة وبسم الله ما زال السياق الكريم في بيان عورات المنافقين الصواب في علاج ماذ المنافقين رجاء يشفر ويبرأ من سقمهم ويدخل في رحمة ربهم أشير إلى ما سبق وهو أن الآيات التي ندرسها صنفت البشرية ثلاث أصنف مؤمنون متقون وهم المفلحون وانظ إليهم وهم متمكنون من هداية الله أولئك على هدى من ربهم الذي متمكن من هداية الله يسرق يحسد يبغض يغتاب وينمم يفجع ويقتل كيف الهداية هذه على هدى من ربهم هؤلاء هم المفلحون سواء كانوا من البيض أو الصفر أو الحمر العجب العرب بل حتى من الجن ألف لام ذلك الكتاب الآيب فيه هدى لمن للمتقين من هم الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقوا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فدخل اليهود والنصارى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء أسلموا لله القلوب والوجود منهم الكافر واليهود والنصاني والعرب والعجم هذا صنف السعداء وصنف آخر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لما لأنهم توغلوا في الكفر غابوا في الفساد والشر فطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون ولا يفقون وبين تعالى العل فقال قد ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا نور القرآن ولا حكمة محمد صلى الله عليه وسلم مغلقة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ما يسمعون أبدا يدخلون أصابهم في أذانهم حتى لا يسمعوا الأذان وعلى أبصارهم غشا وغطا أسود ما يشاهدون آية من آيات الله هؤلاء لا يؤمنون هؤلاء أصحاب أهل الجحيم والخصوان أما الكافرون الذين ما انتهوا إلى هذا المستوى هم الذين يدخلون في رحمة الله ويسلمون قبل أن يأتي الطبع والختم الصنف الثالث وهم المنافقون قال تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس ناس عرفهم الله ناس من أخص الناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وقد عرفتم أن ركيزة الإيمان التي بها يقوى العبد على أن يفعل ويترك هو تحقيق الإيمان بالله وبالقاء الله عرفتم الإيمان بالرسالة بيوم القضى والإيمان بالكتب هذا هين لكن الإيمان بالله ربا وإله لا إله غيره يعلم ظاهرك وباطنك بيده أمرك حياتك مماتك سعادتك شقاءك بيده إن شاء أخذ أنفاسك وأماتك وإن شاء أبقى وحياك الذي لا يملك معه كائن ظرر في الكون هذا الإيمان بالله ثم الإيمان بلقائه وجها لوجه في ساحة فصل القضاء فمن آمن بالدار الآخر وما يتم ويجري فيها من حساب دقيق وجزاء عظيم إما نعيم مقيم وإما جحيم وعذاب أليم هذا رقم إذا ضعف هذا الإيمان في النفس صاحبه ما يستطيع حتى يبصق في المزبلة يعجز هنا نضك هذه الحقيقة قوي يا عبد الله إيمانك بربك تعرف إليه اسأل عنه تصفح كتابه اسمع ما يقول القرآن في صفاته حتى تكتسب نورا عظيما يتولد منه حبك لله وخوفك من الله فمتى أصبح الآدمي يحب الله أكثر من حبه لنفسه وماله وولده والناس أجمعين وأصبح يرهبه ويخافه أصبح يستطيع أن يغض باصله يستطيع أن ينطق بالكلمة الطيبة دون الخبيطة يستطيع أن يموت جوعا ولا يمد يده يستطيع أن يعيش أربعين سنة عذبا ولا يفك في زن ولا باطل قوة الإيمان حب الله والخوف منه الإيمان بيوم القيامة وما يجري فيه إذا نماه العبد وزاده بالنظف الملكوت بالنظف الكتاب بسماع كلام الله كلما يقو هذا الإيمان يصبر عبد الله قشة إبرة ما يدخل إلى بيته وحرام أبدا ما يستطيع أن يسب مؤمن أو يشتمه فضلا على أن يذبحه ويمزق بطونه كما يفعلون هذا هو الركن الرقين في أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وباليوم الآخر قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كيف ما استقر هذا الإيمان في قلوب ولا صدق الرسول ولا كتاب ولا آمن إذن كيف قال يخادعون الله وهو خادعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون هؤلاء هم المنافقون المنافق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مكة ما في أنفاق المدينة فيها يهود وفيها عرب مشركون قلوبهم ميتاء ضمائرهم ممزقاء يحبون الدنيا ويحبون المال والسلطان فلما وجدوا نور الإسلام غش البلاد غطها ماذا يفعلون أظهر الإيمان فقط بألسنتهم أما قلوبهم ليس فيها ضر من إيمان فينافقون ويقول نحن مؤمنون عبد الله بن أبي كان يدخل الروضة ويعلن والله إنك لا رسول الله حتى يزيل التهم من حوله والله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله والله يعلم إنك لا رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا وإيمانهم جنة وقايا فقط هؤلاء عالجهم القرآن فأذهب تلك الأمراض من نفوسهم من يوم إلى آخر من عام إلى آخر ما قبضا رسول الله وفي المدينة وفي المدينة منافق انتهوا علاج وإلى لا هذا هو القرآن هذا هو الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اسمع ما يقول عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرض يعني سرطان خفقان مرض القلب هذا مرض حب الدنيا والشهوات والأطماع الكاذباء مرض الشرك والكفر وحب الباطل هذا أخطى من الأمراض العادية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا نعم سنة الله إذا استشرد دا ينتشر في الجسم مدى موجد المرض كل يوم يزدادون مرضا جديدا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون عرفتم العلة بما كانوا يكذبون على الله ورسول المؤمنين بدعوة أنهم مؤمنون وبما كانوا يكذبون في بطونهم لله ورسوله منهم من يكذب ومنهم من يكبر والقرآن جمع المعايي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض أي لا ترتكب المعاصي مؤمن وتشرب الخمر سرا مؤمن وتغتاب أبي بك وفلان وفلان مؤمن وتؤخر الصلاة ما لك لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لسنا بمفسدين فعن كذا وكذا من أجل الإصلاح لأنهم يبيتون مع الزملاء يتآمرون على الحق ودعوته فإذا قلم هذا يقول نحن مصلحون هذا من أجل إصلاح ألا إنهم هم المفسدون هذا البيان ممن من الله ألا إنهم هم المفسدون من هم المفسدون اليوم وغدا الذين يعملون بمعاصي الله والله العظيم لهم مفسدون وما من نعمة تزول إلا بعصيانهم وفسقهم وبجوعهم فهمتم هذا ولا لا فلهذا نقول للمسلمين يا عباد الله لا ينجيكم من نقم الله وعذابه وسلب نعمه إلا أن تعطصموا بحبله ما ترضى أبدا في بيتك فاسق ولا جارك فاسق ولا مع فاسق اعمل على تطهير القرية والحي والبلاد وبهذا تستطيع أن تفرح بنعمة الله ولا تزول فالذين يعملون بالمعاصي دعوني مع واحد منهم أنا في حيرة ما فهمت أنا بقرة هنا مقابل المسجد النبال بيت متهشم ما هو عمارة فيه دش فيه عرض طول كذا فما استسغنا هذا أمام الرسول أمام مسجده في طريق المؤمنين وأم تعامل ذلك الدش ليما ما بلغه أنه حرام صدرات صدرات الفتية من كبار العلماء من أعلم أهل الأرض ولا فخرة سمحت الشيخ عبد العزيز قرأت موى أن الدش حرام ليما لأنه يورث مفاسد عظام كاتبنا له رسالة وكلما مررنا الدش منصور قلنا له أنت تتحدى رسول الله رغم أنفك يا محمد أنت كنت تغضب للصورة أنا آتي بصور الكفار العوار في بيت أمامك هذا يبقى له إيمان أو وجود أنت يا محمد تغضي طريب لما تشاهد الصورة لأن المصور يغاضب ربك عز وجل وتقول لعايشة أخرجي أبعدي عني هذه فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة وأنت تتحدى رسول الله لأنه ميت تصورتم هذا وإلا ثم يحضر عندنا كما نتكلم على علم إذا كان يستفيد ريال واحد في اليوم نقول معذر فقير ياكل بريال والله ما يفيد ريال ولا في العام لو كان يهذب أخلاقه وأخلاق بناته ومرأته وأولاده فيسمون ويرتقون ويصبحون أصفيا نقول نعم آل هذه والله ما يزيد إلا دمارا فقط لعل الشيخ واهم إن النظر فقط تدخل على النفس وعلى القلب ظلم قد يهلك معها إذا ما ندري لم إلا إذا أراد الله أن يزيل هذه النعمة هذه أسبابها فننتحر بأيدينا ما يحضرون الدروس ما يطلبون العلم ما يسألون بهائم وإلا وإلا ماذا نحن عشنا على مبدأ لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه هل سأل أهل العلم وقال لا بأس كيف يقولون لا بأس ما هي النتيجة إلا أنه يطرق الصلاة ما هي النتيجة إلا أنه يحب الزنا والفجور ما هي النتيجة إلا أن تصاب بيته بالخراب والدمار كيف إلا أنه يتحدى رسول الله هذا الواضح ما هي العلم على النفاق إيمان صوري فقط مؤمن مسلم تعال نستعرض إيمانك على ضوء ونور كتاب السنة وانظر أنت المؤمن وإلى لا إذن هذه الآياء ما يخاص بتك الجماعة على عهد الرسول هذه آيات هداية للبشر إلى يوم القيامة نماذج حية وباقها وإذا قيل لهم آمن كما آمن الناس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين وإذا قيل لهم آمن كما وإذا قيل لهم آمن كما آمن فلان فأنت مؤمن لما فلان ما يفعل كذا وكذا آمن إيمانه قالوا أنوم كما آمن السفهاء هؤلاء رجعيون متخلفون متأخرون منهم هذا الشيخ الذي يتمنطق ويتمجدق في المسجد النبوي ويسمع له البهاليل الأمم راقت وطارت في السماء وحلقت في كذا وهو يرجع بنا إلى الوراء يقول الصوى حرام كذا والله لهذا منطق أنوم كما آمن السفهاء قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ما السفير خفيف الإرادة قليل العلم الذي يتخبط في أودي الشرع الفسادي ويظن أنه متوق ناجح خفة العقل والعلم وقلة العلم هي مع ناصر السفهاء إذن يقول تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنها معكم إنما نحن مستهزئون فقط هذه الحلقة موجودة الآن أيضا ولا تنقطع يبقى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا جمعهم مجلس فيه طلبة علم فيه نحن مؤمنون آمنا وإذا خلوا إلى من شياطين من هؤلاء الشياطين الشيطان إنسي أو جني من بعد عن الخير وساحاته كلها وانغمس في الشر بكله سواء كان من الآدميين أو من الجن مأخوض من شاطن الحبل في البير بعد فكل من بعد عن الخير وما أصبح لا يمين إلى الخير ولا يدع إليه ولا يفكر فيه وأصبح همه الشر ما هو الشر مرض يعني الشر الذنوب والمعاصي والجرائم شر وإلا خير الذي يقتاب مون مزق عرض هذا خير الذي يفج بموت أخي وإلى بنتي يفسد على هذا خير ما هو الشر إذن إذا خلوا إلى شياطينهم الذين لا خير فيهم ولا يفكرون في الخير ولا يعملون على إيجاده ولا على العيش فيه بل يكرهون رؤيته هؤلاء إذ اجتمعوا قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون أنت كنت مع الجماعة الفلانين قال نعم ولكن الظهوف فقط الظهوف فقط وإلى نحن كما عاهدتمونا على المبدأ مؤتزمون وإنما هذه الظهوف جلسنا معهم قلنا مثل ما يقولون ونصغر منهم هل يقع هذا اليوم والله لا يقع عنا لماذا لأن القضية قضية إيمان وكفر فقط فإذا ذهب الإيمان واضمح الله أو ما آمن من أول ما عرف الإيمان هل سأل عن الله أو عن لقائه إذن فالوضع هو وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس لا من الجن في شياطين الجن يعقدون جمع اجتماع يعني لا إخوانهم في بيوتهم في مجالسهم الخاصة في البساتين في كذا إذا خلوا إليهم أي أفضوا إليهم ما قال خلوا بهم ذهبوا إليهم فلي عد بإله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ماذا قال تعالى لهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان مهم يا ويلهم يستهزئون بأولياء الله فيطرقهم الله وهو القائل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحاب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحاب يستهزئون بأوليائه ويسكت يعاملهم بالمثل إلا أن استهزاء الله كما هي ذاته وصفاته لا نشبه بالصفات المحدثين وأخلاق الهابطين إذن ويمدهم تعف المذكف يغمسهم يدفعهم في بحر الظلال والظلام في طغيانهم يعماهون العماه يكون للقلوب والعماه يكون للعيون وعمى القلب أخصى من عما العين يمدهم في طغيانهم طغيان ما طغيان هذا من يفسر الطغيان هو العصيان عدم الطاعة لله والرسول وللمؤمنين هذا هو الطغيان مجاوزة حدهم بدل أن يؤمنوا ويستقيموا ينهج منهج الله كساء المؤمنين يحتالون ويفكرون ويعدون العدد ويتصلون باليهود والنصارى في الشرق والغرب مؤامرات يعملون ثم يقول تعالى أولئك البعداء من ساحة الإيمان والمؤمنين أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى أعطوا الهدى وسسلموا الظلالة الهدى هو الإيمان بالله ولقائه والاستقام على منهجه نهوضا بالتكاليف ابتعادا عن المحرمات والمنهيات هذا هو الهدى باعوه بالكفر والعياذ بالله وبغض الإيمان والمؤمنين وحرب الإيمان والمؤمنين في الخلوات والجلوات هذا بيع يصلح هذا هذه التجارة اشتروا الظلالة لا بالهدى أعوذ بالله كالذي يشتري الموت بالحياة يعطي الحياة ليأخذ الموت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذا التعقيب من عنقب العليم الخبير خالق كل شيء ما ننطق حتى يأذن لي فأنطق هذا الذي أخبر بهذا القبر هذا التوقيع الأخير فما ربحت تجارتهم أو ربحت والله عاشوا على عدى الرسول في ذل وكرب وهم وغم حتى أسلموا والذين ماتوا على همهم وكرب ومصائبهم إلى جهنم لا يعفون السعادة أبدا لكن الآن الذي نأسف له ما عندنا دعوة في قرآن ومجتمعاتنا تعالج أمراض المنافقين أمراض العلمانيين أمراض الشهوانيين ما في علاج ذي المحنة أيام كان الرسول موجود القرآن ينزل والمؤمنون ينقلون هذا تنزل آية ما تبيت إلى في كل بيت عجب ينزل خبار تجد في كل بيوت المدينة فهذه هي المحنة التي كيف تعالج فلهذا قلنا ما فيه إلا كتاب المسجد وبيت المسجد لعل الشيء مصاب بشيء من والله إني لعلى عقل كامل والحمد لله ووالله لن يرتفع لهذه الأمة أرايا ولا شن إلا إذا عادت من جديد إلى العلم بمعرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره ونهضت بذلك ما الطريق المدارس والكليات دلوني على بلد إسلام ما فيه مدارس كليات حتى بلد فقير هل أجدد ذلك شيئا أن نفعت فقط كل ما تقول خيما لا شيء لكن إذا أردنا أن يحبنا الله وأن نكون أولياء الله وأن يهب أعداءنا ويفزعهم بنا عندما نرجع رجع الحق لا كما كان رسول الله أهل القارية في المسجد بانتظام لا يتقلب واحد إلا مريض ولا مرأة إلا حيض ونفساء من المغرب للعشاء يتلقون الكتاب والحكمة أنوار الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم عام عامين والدنيا كلها أنوار وينتهي الفقر والبلاء والمحاين والجرائم تمهي سنة الله القرآن روح وإلى لا حايب القرآن نور إلا لا اهتدوا من من العلماء من يفك هذا التفكير وكن الأمر إليكم يا علماء يا طلاب العلم دلون على قارية جمعتم أهلها فنزورها لله تعالى دلون على بلد نسافر لنشاهد هذا النور نأتي بالخفاء يشاهدون انظروا إلى الإسلام كيف تتلى أنواره انظروا للعدل والصفاء ورحمة والطولخاء ما استطعنا تكليف عظيم هذا بدل ما تلهو وتلعبوا بين المغرب العشاء اجتمعوا في بيت الله ابكوا فقط ما تقاون فقط البكاء والنحي بين يدي الله حتى يرفع هذا البلد ما نستطيع إذن ما الذي نستطيع ما رد الأمر إلى الله إنا لله وإنا إلى يراجعون الآن أسمعكم ما في التفسير الذي بعيدكم شرحوا الكلمات لقوا اللقاء والملاقات المواجهة وجها لوجه آمنوا الإيمان الشرعي التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم عن الله وأهلهم المؤمنون بعق خلوا إلى شياطين خلوا بالخلوب الشيء لانفراد به شياطينهم الشياطين كل بعيد عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنسان أو جن هذا هو الشيطان والمراد بهم هنا رؤساءهم في الشر والفساد يستهزئون الاستهزاء الاستخفاف والاستخار بالمرأة الطغيان مجاوزة الحد في الأمر والإسراف فيه هذا ارتفع إذا طغى العامة للقلب كالعمال البصر عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والظلال اشتروا بمعنى استبدلوا بالهداء الضلال أي تركوا الإيمان وأخذوا الكفر تجارتهم التجارة دفع رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه أو ما يربح إذا باعه والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم وهو الإيمان لشراء الكفر آملين أن يربحوا عزا وغنا في الدنيا فخسروا ولم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم المهتدي السالك سبيلا قاصدا تصل به إلى ما يريده في أقرب وقت وبلا عناء والظل خلاف المهتدي وهو السالك سبيلا غير قاصدا فلا تصل به إلى مرادي حتى يهذك قبل الوصول والعياذ بالله ذي شرح الكلمات قال معنى الآيات ما زالت الآيات تخبر عن المنافقين وتصف أحوالهم إذ إذ أخبر تعالى عنهم في الآية الأولى التي هي الآية الرابع عشر أخبر أنهم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين آمنوا في مكان ما أخبرهم بأنهم مؤمنون بالله والرسول وما جاء به من الدين وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة والضلال فلاموهم عما ادعوهم من الإيمان قالوا لهم إنا ماكم على دينكم وما آمن أبدا وإنما وإنما أظهرنا الإيمان استهزاء وسقرية بمحمد وأصحابه كما أخبر في الآية الثانية أنه تعالى يستهزئ بهم معاملة اللهم بالمثل جزاء وفاق ويزيدهم حسب سنته في أن السيئة لتسيئة يزيدهم في طغيانهم لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم وضلال عقولهم كما أخبر في الآية السادسة عشر أن أولئك البعاداء في الظلال قد استبدلوا الإيمان بالكفر والإخلاص بالنفاق فلذلك لا تربح تجارتهم ولا يهتدون إلى سبيل ربع أو نجح في حال من الحوال هذا معنى الآيتين وأما الهداية هداية الآيات أولا التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهم في ملاقاتهم هذا بوجه وهذا بوجه وملاقاتهم يلاقي هذا بوجه وهذا بوجه يحذرنا الله من هذا وفي الحديث الشريف شراركم ذو الوجهين يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إن شاء الله لا يكون بيننا واحد من هذا النور ثالثا إن من الناس شياطين يدعون إلى الكفر والمعاصي ويعمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أعيد فأقول من هداية الآية إنها تخبر أن من الناس شياطين يدعون إلى الكفر والمعاصي ويعمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ينهون عن الصلاة أبدا كيف تغلق دكانك أنتا وتصلي أليس هذا نهي عن المعروف الذين يهربون الحشيش والمسكرات ويبيعون في مدينة الرسول أليسهم الذين يوردون الصور الخلعة ويبيعونها أليسهم ثالثا بيان نقم الله وإنزالها بأعدائه عز وجل طال الزمان أو قصر والله أسأل يعافينا ويحفظ ديارنا من هذه المحنة إنه ولي ذلك والقاد عليه وها نحن مع قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بكافرين يكاد البلق أو يخطف أبصار كلما أضاء لهم مشفه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا السياق الكريم نراجع فيه ما سبق أن درسناه ووقفنا عليه وفهمناه إن شاء الله ربنا فعرفنا أن هناك ثلاثة فرق فرقة المؤمنين الصادقين في إيمانهم والذين بشرهم الله بالفلاح والفوج أي بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار والفريق الثاني هم الكفار وهم صنفان صنف توغل في الكفر والظلم والشر والفساد فطبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجاءت الغشاو على أبصارهم فهم والعياذ بالله آيسون من رحمة الله لهم عذاب وعظم وصنف آخر لم يتوغل في الكفر والشر والفساد فهم مستعدون لقبول الإيمان والاستقام على منهج الرحمن وبذلك يفوزون مع الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة لما قلنا هذا لأن الآية الكريمة تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والعل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشار ولهم عذاب عظيم هذا نوع من الكافرين توغلوا في الكفر وضربوا فيه حتى ختم على قلوبهم فمن أين يدخل الإيمان أنذرهم أو لا تنذرهم خوف أو لا تخوف أغلق الباب بسببهم هم أما الله تعالى فحاشا والفريق الثالث هم المنافقون المنافقون هم الذين يبطنون الكفر ويخفونه في قلوبهم في صدورهم وينطقون بالإسلام والإيمان بألسنتهم وجوارهم هؤلاء هم شر الخلق هم المنافقون أذاهم وضررهم على الإسلام والمسلمين أكثر من ضرر الكافرين الصرحاء البين كفرهم إذن والنكث الآيات التي نزلت فيهم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم لما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم آمن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون وقفا بمكان فسادهم أيها المستمعون بارتكاب معاصي الله ورسوله خذوا هذه قاعدة ثابلة المفسد في الأرض هو الذي يعصي الله تعالى فيها بترك ما أوجب الله وارتكاب ما حرم الله والمصلح في الأرض والصالح منه الذي يعبد الله تعالى فيها بما شرع فالإصلاح والصلاح يبقيان على النعمة والفساد والإفساد هما سبب زوالها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بارتكاب الذنوب والمعاصي قالوا إنما نحن مصلحون لأنهم يبررون تلك الذنوب قد تكون اتصال بالكافرين باليهود يقول من أجل الدفع عن البلاد والعباد قال تعالى ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفحاء ومعنى هذا أنهم يدعون المعرفة ويدعون العلم فإذا قال لهم مؤمن من أقاربهم أو من من شاهد يتخبطون في ظلالهم آمنوا كما آمن فلان وفلان المؤمن ما يرتكب هذه الذنوب ولا يغشى هذه الكباية يقولون أنوم كما آمن السفراء إيمان الرجعيين والمتخلفين وواء كما سمعنا لأن هذه الآيات وإن نزلت في المدينة لعلاج المنافقين من اليهود والعب إلا أنها عام خالدة ببقاء هذه البشرية فتطبق على كل منافق ومنافقة في أي زمان وجد أو في أي مكان كان لأنها آيات الهداء الإلهية فإذا قوئت على الناس وفهموها ينتفع بها الكثيرون ممن في قلوبهم مار فهي خالدة بخلود هذه البشرية إلى أن تنتهي فلهذا تتنوع الأساليب والعبارات والمعنى وأهل قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا في مجلس من المجالس في خلوم الخلوات وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس لا من الجن من هو الشيطان الذي لا خير فيه وكله شر وكل سلوكه وكل قول وعمله يدعو إلى الشر هذا هو الشيطان لأن إبليس لعن وأبلس من الخير كله ذريته لا خير فيهم البتة فأيما إنس أو جني ينسلخ من الخير ويصبح حمه تفكيره قوله عمله سلوك كله في أودية الشر أصبه شيطانا وإن كان اسمه خالد أو إبراهيم فالخلو إلى شياطين هو أن يتصلوا بأصحاب المؤامرات والبعض قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون فقط بأولئك المغفلين الرجعيين من المؤمنين قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا مرور يعاملهم بالمثل يستهزئون بالمؤمنين الله عز وجل يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان مع مؤون فلا يفيق ولا يستفيق إلى جهنم ثم قال تعالى أولئك أي البعداء أشار إليهم بلا من البعد هنا لبعدهم عن ساحات الخير والفضيل والكمال والنعيم في دار السلام أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى اشتروا الضلال بالهدى أعطوا الهدى الذي هو الإيمان والاستقام على دين الله والصعاض عنها الكفر والشرك والعياذ بالله اشتروا الضلالة بالهدى إذن فكيف تجارة ماذا رابح فما ربحت تجارة وما كانوا مهتدين الذي يعطي الإيمان الاستقام على منهج الحق ويستبدل بذلك الشرك النفاق الكفر فيصبح شر البرية والخليقة هذا ربحت تجارة خسرت خسران أبدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين في سلوكهم أو في بيعهم وشرائهم ما اهتدوا إلى سبيل نجاتهم وفوزهم وهنا ضاب الله تعالى لهم مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا والمثل في الحقيقة الصيف من الصفات والمثل يضرب من أجل تقريب المعاني إلى أذهان المستمرين والذين يتلى عليهم كلام الله فالمثل الأول يقول تعالى مثلهم في ماذا في خسران في ضلال في حيرتهم في تخبط في مصير كمثل الذي استوقد نارا جاء بالحطب وأشعل النار من أجل أن ينتفع بها فيرى الحي إذا جاءت والنص إذا هاجم يرى ما هو في حاجة إلى رؤيته لأن الضلع صعب كمثل الذي استوقد نارا فلما اتقدت واشتعلت وعضاءت ما حولهم ذهب الله بالنور جاءت العاص فأطفأتها مطى الغزير أطفأها وبقوا في الظلام هذا مثل المنافقين الذين يؤمنون ثم ينتكسون ويعودون إلى الكفر يظهرون الإيمان كأنهم مؤمنون وهم في ظلام الكفر والشرك والعياذ بالله مثلوم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترك هم في ظلمات لا يبصعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مصيب عظيم هذا تصور أن أناسا في خلاء والظلام دامس لا يعرفون كيف يتحركون فاجاءوا بحطب وأوقدوا نارهم فاتقدت والصنارة المنطقة فجأة يذهب الله بنورهم ويبقون في ذلك المكان صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم ما يسمعون لو ناداهم منادي أن تعالوا هنا النجاة هنا الطريق ما يسمعون بكم لو أرادوا أن ينادوا من بعيد ألا من ينقذنا ألا من يدلنا على الطريق ما يتكلمون عمي لو كان هنا لكم أبصى ممكن يشاهدون حركة ينادون أو يصرخون إذن خذلوا تماما القدلان فلهذا لا يرجعون إلى سبيل النجاة وطريق السلام والسهداء وهذا مثل لبعضهم يتناسب مع كل فريق مثلهم في اجنفاقهم وكفرهم وترددهم ورجوعهم إلى الباطل بعد مشاهدة الحق المثل الذي يتلاء مع واقعهم هو هذا كمثال الذي استوقد نارا لأجل الانتفاع بها فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم عمي فهم لا يرجعون لو بقيت لهم أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم ينطقون ممكن يخرجون من الفتنة لكن فقدوا كل ذلك وهذا معناه أنهم كفوا وتوغلوا في الكفر كأولئك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم وعلى أبصار هذا النوع لا يرجعون فهم لا يرجعون هذا المثل النار والماء بعده في قول الله تعالى أو كصيب من السماء الصيب المطر الذي يصب يقال فيه الصيب ويقال فيه المطر كصيب من السماء فيه ظلمات ووعد وبرق مطر مصحوب بالظلام ظلام السحاب ظلم الليل وفيه راعد قاصف وبرق يخطف الأبصار حال من أصعب الحوال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آدان من الصواعق أصوات الصواعق تفزعهم تكاد تقتلع قلوبهم فلهذا يدخلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعهم صوت ضع لماذا قال حذر الموت خوفا من موت يحاولون أن لا يموت بالصواعق التي تنزل وأنتم تعرفون الصواعق أعادنا الله وإياكم منها قطعة من النار تسطط على منزل تهدمه على جماعة بيدهم وتحرقهم حذر الموت والله محيط بالكافرين لا مهرب من أين ينجون والله قد أحاط بهم إذن هذا المنظر لا يطاق وهي نعيد الآية الكريمة أو كصيب أي مثلهم كصيب أي مطر من السماء من فوق إذن في ذلك الصيب أو ذلك المطر ظلمات ورعد وبارق يجعلون أصابع في آذانهم حذر الموت يجعلون أصابع في آذانهم من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين محيط بالكافرين اليوم وقبل اليوم ما قال والله محيط بهم سجل عليهم الكفة وليكون اللفظ عاما إلى يوم القيامة والله محيط بكل شيء الملكوت كله في يدي إذا كانت الأرض يجعلها في كف والسماوات مطويات في آخر إذن بقي من هو خارج عن قدرة الله وإحاطة بالخلق والله من وراء محيط والله محيط بكل شيء إذن فمن أين النجاة تأتي من المعرض قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد يقرب البرق أن يخطف أبصارهم وهذا تشاهدون عند البرق كلما أضاء لهم مشوف لما يضئ البرق يمشو خطوات لما ينتهي يقفون كلما أضاء لهم مشوف وإذا أظلم عليهم قاموا ووقفوا فلاحظ هنا القرآن الكريم آيات تنزي صباح مساء ويوما بعد يوم وكل يوم تلك الآيات يتلام مع هذا المثل إذا نزلت الآيات تندد بالمنافقين والكافرين وتنزي وتخوف يكادون يصحقون نزلت الآيات فيها انفتاح وانفراج ما تعرضت لهم ما أشو في إيمانهم وواصلوا يوم ويومين تنزل الآيات تعبهم يقفون هذا مثل الآيات القرآنية النازلة من السماء مع أنوار الله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آمنا بالله إن الله على كل شيء قدير ما فعلت هذه الآيات في ذلك المجتمع طهرته نقته صفته مات من مات على النفاق أفراد معدودون ومن عداهم دقلوا فيه رحمة الله وأسلموا وهم في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم عولجوا بهذا النوع الإلهي فلهذا أيما مجتمع قل عدد أو كطر عرب أو عجم مصاب بهذه الأمراض علاجه بهذا القرآن الكريم لو أن أهل القرية أو الحي يجتمعون طول السنة والآيات تتلك أنها تنزل يوما بعد يوم لابد وأن تطور قلوبهم وأن تزكو نفوسهم وأن تتغي طباعهم وتتبدل مفاهيمهم وأذواقهم لأنها سنة الله ما أنزل هذا الكتاب إلا للشفاء والدواء والعلاج وتطهير القلوب والنفوس ولكن إذا ترك المؤمنون أو المسلمون لاجتماع على كتاب الله ما أصبحوا يسمعون آيه ولا يتل عليهم هذا كلام الإلهي تزداد ظلمات نفوسهم ويصبح حالهم كالمثل الأخير إذا فرج الله عنهم غم أو كرب فرحوا حمد الله جاء الظلام الكرب والعياد بالله انتكسوا نعيد هذين المثلين متأملين متدبرين هذان المثالان مائي وناري ضابهم الله للمنافقين الذين توغلوا في الكفر والشرك والنفاق والذين بين بين يترددون يمشون خطوة ويقفون لمما يواصلون المشي لأنهم مرتبطون بنياتهم وأفكارهم وعقائدهم وصلاتهم برؤساء من الشياطين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون صم بكم عمي فهم لا يعجعون هذا ينطبق تمام الانطباع على من أصيب بالإلحاد على من أصيب والعياذ بالله تعالى بالشرك والكفر زين له الشيطان ذلك أغواه دعاة الباطل والشر ففقد نوره من قلبه وبصيرته من نفسه ينطبق عليه هذا المثل تمام الانطباع كمثال الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هل الكفار والمنافقون والمشيكون اليوم يبصرون حقيقة يبصرون ما تبصر البهائم لا هم إلا في بطون وفروجهم هل هذا حقيقة الإبصار لا يشاهد نشيئا يعيشون في الظلام ذهب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم ما يسمعون إقع عليهم القرآن ما يسمعون حي على الصلاة ما يسمعون أن اتقوا الله ما يسمعون الأصم ما يسمعون بكم ما ينطقون بالمعروف ولا بالخير ولا بالفضيلة ولا بالهدى أبدا لا ينطقون إلا بالخبث والعبث والشاو الفساد إذن عمي هل شاهدوا آيات الله في الكون هل نظر أحدهم فقط إلى القمر قال سبحان الله من علق هذا الكوكب في السماء من صخراه ليضيئ لنا ولنعف أعداد أيامنا وأعوامنا هل نظر أحدهم للشمس وفكر في طاقتها الملتهبة من أوجد هذه الشمس لما وجدت لما تطلع وتغيب لما لي ما يبصر قد يتناول عقود العنب لا ينظر كيف كان ولم كان ومن كونه وليما لا سؤال أبدا ما ينظر إلى نفسه فقط ما أنت يا عبد الله ومن أنت من أين أتيت وإلى أين تذهب كيف وكيف وكيف لا يبصرون شأن من على بصره غشاوة من براد ما يبصر شيئا صم بكم عمي فهم لا يرجعون ومن أصيب بالصمم أصبح لا يسمع بالبكم أصبح لا ينطق ولا يسأل بالعامة أصبح لا يبصر كيف يرجع قولوا كيف يعود إلى بيته أو إلى عملي مثل عجب أو مثل آخر مائي كصيب من السماء مطر لكن مصحوب بالرعد والبرق القاطف والرعد القاصف صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أهله كيف يتحركون يجعلون أصابعا في أذانهم من الصراعق خوف الموت الآيات القرآنية تمثل هذا المنظر لما كانت تنزل وكذلك لو أنها تتلى بحق ويسمعها البشر وتبلغهم يصابون بمثل ما أصيب المنافق والله يخافون وترزعد فرائصهم ويعودون إلى الحق فيه ظلمات ورعد وبارق يجعلون أصابعا في أذانهم من الصراعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أينما كانوا حيثما وجدوا وفي كل زمان وما كان الله محيط بهم فإما أن يطهوا ويكملوا وإما أن تنزل بهم نقام الله عز وجل ولا تظن أن أمريكا وأوروبا واليبان والصين سوف يبقون هكذا والله إن يوما لا بد منه ويويهم الله عجائب قدرته أما من ينتسبون إلى الإسلام فقد يعجل الله لهم العقوبات ليويهم آياته لعلهم يوجعون كما قال تعالى من صورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإذا أذاقهم العذاب ما رجعوا استحقوا حينئذ الإبادة الشاملة أما الكفار يبقيهم يملي لهم يزيد في أعمارهم في أولادهم في أموالهم إلى ساعة ما وقرأوا لذلك قول الله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي رعض الله إن الله لا يقل المعاد والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهاب بسمعهم وأبصارهم هؤلاء يرجى لهم العودة وعادوا بخلاف النوع الأول فلهذا دخلوا في الإسلام وقل من مات من المنافقين على النفاق والكفار لأن هذه الآيات تنزل أنوار من السماء وهم عرب ويفهمون لغة القرآن فدخلوا في رحمة الله نساء ورجال وأطفالا وإنما اليهود قل من دخل فيهم منهم في رحمة الله لعل عرفنا ويشعر بأنهم أكملوا الناس وأنهم أبناء الأنبياء وأن لهم شاء ومنزل عند الله غرر بهم وأساءهم فرفضوا الإسلام خشية أن لا يبقى لهم أمل في مملكة بني إسرائيل وإعادة مجدهم كما كانوا أيام الاستقامة على منهج الله على عهد داود وسليمان ومن بعدهم هنا قد يسأل السائل عن الرعد في التفاسير منهم من يقول الرعد هذا صوت ملك والبرق هذا الشهر يتطاير من فمه والله ما ذكر هذا ولا الرسول فسر بهذا التفسير هذا منقول مأثوم من بني إسرائيل الرعد صوت إذا سمعناه ينبغي أن نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة مقيفته بهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمن أيها المؤمنة أيها المؤمنة إذا سمعت صوت الرعد قل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة مقيفته الرعد يسبح أنا من يسبح ما هو الرعد وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه ليس التسبح خاص برعد وإنما لما نسمع هذا الصوت الدوي المتكون من السحب المتراكبا هنا نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة يسبحون من الخوف منه يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يمرون فكيف إذا بالبشرية لما لا تسبح ربها سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة مقيفته فهذا الصوت ليس صوت الملك الملك ما هو ذات كذواتنا حتى يكون له صوت هو هذا الرعد نعم لو نطق ملك من الملائكة فقد يكون له صوت إذا أرادنا أن يسمعنا أسمعنا جبريل كان ينزل في صورة الإنسان ويسمعون كلامه ورسول يفتيه ويجيبه لكن ما دام على هيئته الملكي القاصة لا يمكن أن نسمع له صوت الآن الملائكة معنا ويكتبون سمعنا لما نسمع صوت الرعد فقط ونقول ملك هذا الدوي نتيجة الاحتكاك بالسحب المتراكمة يحدث هذا وأما البرق قد عرف أخيا بالسالب والموجب من الكهربة الاحتكاك بتلك الجزيات يحدث هذا الآن احتكاك بالسلكين هذا سالب موجب يوجد النور نعم يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أن الرعد والباق من فعل الله عز وجل كما كل الكون المخلوقات من فعل الله وخلقه وتدبئه وإذا سمعنا الرعد وصوته نخاف نخشى أن تنزل بنا صاعقة الآن أوجدوا للبلاد التي يكثر فيها الرعد والصواعق آلة يجعلون في أعلى مكان تبعد الكهربة وتسلبها ما تنزل الصاعقة كل ما في الأمر أننا نقول صوت الرعد ليس بصوت ملك ونكذب على الله وعلى الملائكة إذ لو كان صوت ملك ما سكت رسول صلى الله عليه وسلم هذا فعل الله عز وجل نحن الآن نشعل النار في السعف وإلى لا في الحطب نحك الصخر على الصخرة تشتعل النار حجرتين تحكم على بعضهم البعض تشتعل النار هذا الاحتكاك في تلك الأجرام يوجد هذا النور أو النار والواجب الذي نحن أهله إذا سمعنا صوت الرعد نعم نخاف لا بأس من الله عز وجل أن يعاقبنا بذم من ذنوبنا فتنزل صاحق علينا فنفزع إلى الله ماذا نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وتبقى قلوبنا معلقة بربنا هو الذي يدفع المكره عنا هو الذي يقينا العذاب ويحفظنا مما يؤذينا إذ هو مفزعنا وملاذنا بخلاف الكافرين إلى من يفزعون إلى من يلجأون خسران كبير ما عندهم مفزع ولا ملجأ ولا ملاذ فانظروا الفرق بيننا وبينهم نحن أحياء وهم أموات إذا معاشر المستمعين انتهى الحديث عن الفرق الثلاثة ذكاوت لكم قاعدة حاولوا أن تحفظوها وخاص طلبة العلم ما هي لو قلنا ما هو الإيمان الصحيح لنكون من الفرق الأولى الإيمان الصحيح قالت العلماء الإيمان الصحيح هو اعتقاد الحق اعتقاد الحق في القلب والعربن عليه بالنطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والباهن عليه والتدليل بالعمل هذا هو المؤمن المبشر بالجنة المبشر بالفوز والنجاة في الدنيا والآخر اعتقد الحق لا الباطل ما أكثر المعتقدين للباطل ويظنون ويعتقدون أنه حق فنحن نعتقد الحق الذي علمناه الله ورسوله وهو أولا أنه لا إله إلا الله لا عيسى ولا البتول ولا جبريل ولا عبد القادر ولا الملائكة ولا كائن يستحق أن يؤلها بالعبادة إلا الله لما؟ لأنه هو الخالق الرازق المدبئ هل من خالق غير الله؟ والله لا يوجد دلون على من خلق بعوضة إليش في طير شعر في آدم وحيوان ألا له الخلق والأمر فما دام لا خالق ولا رازق ولا مدبر الحياة إلا هو إذا قل لا إله إلا الله اعتقد هذا الحق هذا اعتقاد حق وإلى باطل اعتقاد حق أشهد أن محمد رسول الله هذا الاعتقاد حقه باطل حق كيف هذا كتاب الله أين يثبع قول البشر لولا أن الله تعالى أن أرسله ونبأه كيف يوحي إليه كتابه وهذا الكتاب ما هي رسالة أو صفحة هذا الكتاب قول الآن للإنس والجن يتلاءمون ويجتمعون على أن ياتوا بصورة من مثله أو مجرد كتاب حوى علوم الكون كله الدنيا والآخرة ومن ارتاب أو شك التحدي قائم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا هل فعلوا بعد ألف واربعمائة سنة وزيادة فعلوا ولن يفعلوا حتى لو أرادوا استطاعوا يختم الله على قلوبهم يختم الله على أسنتهم يفقدهم عقولهم ومناطقهم ولن يأتوا ولن تفعلوا إذن هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم حفظه النساء ورجال في صدورهم أربعة عشر قرنة يحمل الهدى والخي والنور والإصراح لم تعي في الدنيا قط كتابا أسمى ولا أعز ولا من هذا الكتاب من ينجي هذا الكتاب أنبتة شجرة أو أمى به البحر وجد في جبل كيف هذا الكتاب البشرية جيل بعد جيل تشهد أن هذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون رسول الله أين يذهب بالعقل البشري نعم عرفوا وأنكروا حتى لا يدخلوا فيه رحمة الله إذن أشهد أن محمدا رسول الله هذا هو اعتقاد الحق وأنك تؤمن وتصدق بكل ما أمرك الله أن تؤمن به وتصدق من شأن الكتب ورسول الملائكة والقضاء والقضاء وكل ما أخبر الله تعالى به صراط على ظهر جهنم تجتازه البشرية آمنا عالم الشقا تحتنا عالم السعادة فوقنا أخبر الله أخبر رسول آمنا اعتقدنا الحق ودللنا ثم برهن البرهن القوية أننا نعبد الله الذي شهدنا له بأنه لا إله إلا هو ونتبع رسوله ونقوم بسنة وشرعه لأنه رسول الله فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وصمنا رمضان وحججنا البيت الحرام وجاهدنا ساعة الجهاد وأمرنا بمعوف ونهينا عن منكر وحرمنا ما حرم الله من الكلمة والنظر وأحللنا ما أحلى الله من ذلك هذا تدليل واضح على صدق اعتقادنا الحق هذا هو المؤمن ثانيا والذي لا يعتقد الحق الذي عرفتم يعرض عليه بأنه يقول لا إله إلا محمد رسول الله وياتي الصالة الزكاة ويفعل ما يعلم المؤمنين وهو لا يعتقد الحق هذا من هو المنافق هذا المنافق الذي أبطن الكفى وأخفاه في نفسه فاعتقد الباطل قطعا وعربا بلسانه ينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين ويصوم من أجل الحفاظ على حياته وعلى ماله ووجوده هذا إيمان المنافقين هذا المنافق والذي يعتقد الحق ولا ينطق به كاليهود وبعض النصار عرفوا أنه لا إله إلا محمد رسول الله يقينا ولكن ما ينطقون إذ لو نطقوا لدقلوا في الإسلام فهذا الذي يعتقد الحق ولا يعب عليه ولا يعب عليه ولا يبينه هذا كاف إذ الدخول في الإسلام يكون بماذا بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على علم إذن الذي يعتقد الحق ويعف الدار الآخر ويعف الصراط والميزان والجنة والنار كاليهود والنصار ويعف أن محمد رسول الله وأن الله الإله الحق ولا ينطق يعني إذا نطق معنى خرج من دينه وملته وعماه أهل وبعد عنه فيوثر الدنيا على الآخر هذا هو الكاف فإن كان لا يعتقد الحق ولا ينطق به ولا يعمل هذا أسوأ كاف يبقى من يعتقد الحق ويعب عنه بالشهادتين ولا يدلل عليه بالأعمال الصالحة هذا ماذا نسميه فاسق هذا هو الفاسق إذن عندنا كافر عندنا مومن وكافر وفاسق الكافر ميؤوس من رحمته المومن مرج سعادته وكماله الفاسق بين بين لا نحكم عليه بخلوط في النار ولا بدخول الجنة نترك إلى الله عز وجل ولكن إذا مات على اعتقاد الحق والعراب عنه انتبهتم نرجو أن ينجو من عذاب الله على الأقل من الخلود في النار إلا أننا ننبه إلى أن الاستمرار والمتابعة للذنوب والآثام قد يصر بالعبد أن يموت على غير الإسلام انتبهوا السيئة تلد سيئة والحية لا تلد إلا حية فالذي واصل الآثام والذنوب يوما بعد يوم عام بعد عام من الجائز أن يختم على قلبه ويموت على سوء الخاتمة فلهذا واجب كل مومن ومومن أن لا يبيت على ذنه إذا أحدث الذنب تابع على الفور وبقاعد عام التوبة تجيب على الفور لا يحل أن تقول إذا جاء الحج أو جاء عمي أتوب أو إذا تزوجت أتوب أو إذا توظفت أتوب كما هي أعمال أو إذا تخرجت من الجامعة أتوب إياك هذا إذا أذنبت ووقعت في الذنب على الفور أستغفر الله وأتوب إليه فإن هذا الإرجاء والتسويب والتاخير قد تكون عاقبة سيئة الذنب على الذنب يصاب الظلم وينكر حتى وجود الله والإسلام والنقر لهذه القاعدة ما سبق أن عرفناه إذ يقول تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب لا من بعيد لما هذا الحذر لما علمتم يوالي المعصية يوالي حتى تصبح تلك المعصية هي مبتغاه ومطلبه وعلى سبيل المثال الذين يدخنون نطرك الآن تدخين انتهينا منه ما بقي من يدخن إلا نادبا وإلا لا الحمد لله نجتمع في مجلس ضيافة وإلا كذا في ستون رجل ما وحد يدخل الحمد لله لكن نضع بمثل بالذين يتعاطون المخدرات الأفيون الكوكاين الحشيشة بلغون أنه إذا أدمن عليها أياما أو أشهر أو أعرام لا يستطيع أن يتركها ما يقضي أبدا والذي يواصل اللواط أو الزنا أو السريقة أو كذا من هذه الكبايا أيضا يخشى عليه أن لا يتوب إذا واصل فترة من الزمن الحذر الحذر كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون نحن ضعفا لسنا بمعصومين كالأنبيا ورسول لكن واجبنا إذا فعلت سيئة على الفر امحوها بكلمة أستغذر الله مع دموعك وعزمك ألا تعود لها يمحى أطارها سنة الله عز وجل إنما التوبة على الله لمن للذين يعملون السوء ما هو السوء الذي يسيء إلى نفوسهم بالظلمة والراحة الكريه والعفن وهو السيئة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما عليما بخلق حكيما في قضاء وشرعه هذا أهل أن يتوب الله عليه بخلاف الذي واصل الذنب واصل واصل أصبح طبعا من طباعه وخلق من أخلاقه ثم يقول تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا توبة إذا شاهدت ملك الموت يقوب منك وأعوان انتهت التوبة فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه سلم من باب الإخباب الواقع إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ ما لم تحشرج في الحلق إذا حشرجت في الصدر وشاهد ملك الموت لم يبقى له توبة تقبل منه ولا تصح وليس معنى هذا أنك تملك أن تؤخر الذنب إلى ساعة الموت بيوم أو بساعة من يملك هذا لا أحد تحت السماء يقول في استطاعة أنا أتوب قبل موت بأسبوع أو بيوم هو يعرف متى يموت فهذا الباب مغلق ما يبقى إلا باب الله وهو كل ما أذنب أحدنا ذنبا على الفور وقع الأرض يبكي بين يدين الله وقام يصلي والآن أسمعكم ما في الكتاب وقد سمعتم قال شرح الكلمات مثلهم أي صيفتهم وحالهم استوقد أي أوقد نارا صم بكم عمي أي لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون الصيب المطر الظلمات أي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر الرعد الصوت القاصف يسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر البرق ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر الصواعق جمع صاعق نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعاني البرق يصيب الله تعالى بها من يشاء حذر الموت أي توقيا للموت لما يجعله صابعه في أذنه خوف قال محيط أي المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته يكاد بمعنى يقرب يخطف أي يأخذ بسرعة أبصارهم جمع بصر وهو العين المبصر هذه المفردات أي الكلمات وهذا شرحه الآن معنى الآيات مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان مع ما هم مبطنون من الكفر مثل كمثل من أوقد نارا للاستضاء بها فلما أضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لأنهم بإيمانهم الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم من القتل والسبيل وبما يضمعون من الكفر إذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون كل شيء حتى أنفسهم هذا المثل تضمنته الآية الأولى وأما الآية الثانية فهي إخبار عن أولئك المنافقين بأنهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا آذانهم تسمع تسمع صوت الحقي ولا ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر آثاره وذلك لتوغلهم في الفساد فلذا هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان بحال من الأحوال وأما الآية الثالثة والرابعة فهما تتضمنان مثلا آخر لهؤلاء المنافقين وصورة المثل العجيبة والمنطبغ على حالهم هي مطر غزير في ظلمات في ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف وهم في وسطه مذعورون خائفون يسدون آذانهم بأنامل أصابعهم حتى لا يسمعوا صوت الصواعق حذرا أن تنخلع قلوبهم فيموتوا ولم يجدوا مقرا ولا مهربا لأن الله تعالى محيط بهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البرق لشدته وصرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمون فإذا أضاء لهم البرق الطريق ما شوا في ضوئه وإذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارا خائفين ولو شاء الله لذهاب بسمعهم وأبصارهم لأنه تعالى على كل شيء قدير هذه حال أولئك المنافقين والقرآن ينزل يذكر الكفر والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد وبالحجج والبينات وهي كالبرق في قوة الإضاءة وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم وإزاحة الستار عنهم فيوخذوا فإذا نزل بآية لا تشير إليهم ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم الظاهر السطح وإذا نزلت بآيات وإذا نزلت بآيات في التهدي في التنديد بباطلهم وما هم عليه وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل لأنهم لذلك أهل وهو على كل شيء قدير هداية الآيات في ثلاثة أرقام من هداية هذه الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذان يستحسن أن يمثل الإنسان لأخيه حتى يفهم يضيب له مثلا ثانيا خيبة سعي أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم ثالثا القرآن تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بماء المطر رابعا شر الكفار المنافقون شر الكفار المنافقون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فقال تعالى يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم عربيكم وعجميكم مؤمنكم وكافعكم منافقكم ومستقيمكم إذ هذا اللفظ يشمل كل إنسان يا أيها الناس يا ذرية آدم يا بني آدم والناس هذا الاسم مشتق من ناس ينوس إذا تحرر وفي معنى الأنس وفي معنى النسيان والقرآن حمال الوجوه يا أيها الناس كل ما عندنا يجب أن نفهم أن نداء الله هذا لكل إنسان يناديهم ليما ليأمرهم أو لينهاهم أو ليوجههم أو ليحذرهم أو ليخوفهم لأنه تعالى عن الله والباطل والعبد يا أيها الناس أعبدوا ربكم خيرا لكم أعبدوا ربكم ما قال أعبدوا الله حتى يقول من هو أعبدوا ربكم أي خالقكم رازقكم مدبر حياتكم الخالق لكل شيء ترونه وتعلمون وتسمعون فهل عبادة خالقي ومولاي وسيدي ومرب ولنعم علي فيها غضاضة أو فيها عيب وانتقاص لا أعبدوا ربكم عرفتم أن الرب هو الخالق الرازق المدبر الحكيم العليم هذا يجب أن يعبد كيف يعبد يطاع فيما يأمو به وفيما ينهى عنه هو ورسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم ما هي العبادة تعرفون الطريق المعبد المذلل تمشي عليه السيارات فالعبد اسم عبد نحن عبيد وإلنا خادم لسيدنا مطيعون لمولانا إذن أذلوا له واخضعوا واخنعوا فلا تترفى يا عبد الله ولا تلو راسك متبرما لا تريد أن تطيع أطيع إذ أنت مخلوق لهذه الحكمة لو سئلت من قبل الفلاسفة والعلماء لماذا خلق هذا الإنسان هم يجهلون يقولون ماذا ليعيش في الحياة الدنيا يأكل يشرب ويلهو ويلعب ذي علة الخلق ماهي بعلا عليه يأكل ويشرب من أجل أن تبقى حياته للعلة التي من أجلها خلق ألا وإنها عبادة الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يعبد في هار الأرض فخلق فخلق وخلق أرزاق وفجر مياه وصلح وأصلح أجواء وهواء وأصبحت كالفندق صالحة للنزول ثم أهبط آدم وزوجه حوى وزوجهما وبارك في نسله فأخذ يلدان البنين والبنات وأصبح أولادهم يعبدون الله ذي هي العلة أما الأكل والشعوب فمن أجل البقاء على الحياة أما الحراثة والصناعة فمن أجل البقاء على الحياة والحياة لما لأن يعبد الله الله فلهذا كثيرا ما تسمعون أن الذي يموت تاركا لعبادة الله كافرا بها يعبد غيره أو لا يعبد سواء هذا جزاؤه أن يخلد في عالم الشقاء ويعيش بالليارات السينية بلا نهاية فإن قلت أجرم فسق كفر مئات سنة مئتين طالعم ألف سنة كيف يعذب من يهارات السنين أين العدل والجواب جريمته أنه ناسف الكون كله السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما والجنة والنار الكل نسفه ودمره كيف كل ما خلق الله في السماوات والأرض من أجله هو وهو من أجل أن يعبد الله فلما أبى أن يعبد كان كمن نسف الكون كله كم تعذبون هذا بلا حساب شخصا أحرق قرية أغرق إقليما جزاء ما هو عشرين سنة سجن أو يموت ما يكفي فكيف بالذي يدمر العالم كله هل فهمتم عني هذه فالظاهر عصى الله فاسق عن أمره كفر بمئة سنة ألف سنة يعذب أبدا عذاب فوق ما نتصو أو ندرك وإن وصفه الله بكتاب وبيّنه ما جريمة هذا جريمته في الحقيقة أنه دمر الكون كله إذ الكون كله خلق من أجل أن يعبد الله فهمتم هذه الحقيقة حتى لا يقول قائل أين العدل في شخص يكفر مئات سنة ويعدب مليارات السنين هذا جريمة أنه ناسف الأكوان كلها والدليل على أنه خلق لعبادة الله قول الله تبارك وتعالى منصورة والذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا لغرض آخر لا لعلا ولا لحكمة تريدون أبدا إلا أن يعبدني فإذا قال العبد لا أعبدك وأعبد عدوك كيف تجازون هذا المخلوق هذا ثم يقول لا أعبدك وهو يأكل طعامه ويشرب شرابه ويتنفس هواءه ويعيش في كنفه وفي رحمته ويقول لا أعبدك ويعبد شجرة أو فرج من فرج النساء كيف هذا ويوضح هذا المعنى حديث قدسي شريف يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر يقول يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقت من أجله هذا واضح بالدلالة يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي ماذا يبغي الله مني أن أذكر وأن أشكر فمن عطل ذكر الله وشكره والعبادات كلها لا تخرج عن الذكر والشكر مطلقا وفي القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن صورة أخرى واستخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إذن يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك هو هذا الخبر صحيح القرآن يشهد له يا أيها الناس عبدوا ربكم أي وحدوه لا تعبدوا معه غيرا كيف تقول هذا يا شيخ الجواب لما نزلت هذه الآياء لا يوجد على الأرض من لا يؤمن بالله ويعبد كل البشرية تؤمن بوجود خالقها ورازقها وربها ولكن تعبد معه غيره أو تركت عبادته وعبدت سواءه أما قانون البلاشفة لا إله هذه صناعة خبيثة يهودية وتبخرت وما عاشت أكثر من سبعين سنة البشرية في كل عصورها بالفطرة بالغريزة تؤمن بالله موجود لكن ما تعرف اسماءه ما تعرف كيف تعبده فطلبت اللياب بجانبه والحماية به فما عرد زين له الشيطان أصنام تماثيل الشمس القمر كذا هذه تشفع لكم عند الله فعبدوا غيره فلهذا إذا قال المفسر وما خلقت الجن والنساء إلا ليعبدوني أي ليوحدوني لأن العبادة موجودة ولكن يعبدون معه وغيره فالمطلوب هو أن يعبد وحده ومن القرآن الكريم قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمتنا رسولا ما هذه رسالة أن يعبد الله واجتنب الطاغوت ما الطاغوت ما عبد من غير الله سواء كان الشيطان أو كان صنما زين زين الشيطان عبادته ولقد بعثنا في كل أمة من القائل يا رحمكم الله الله هل يتطرق إلى هذا كلام النقص أو الخطأ والله كما أخبر ما كانت أمة على سطح هذه الأرض من ذرية آدم إلا بعث فيها رسولا يقول أعبد الله ولا تشرك بي فيها يا أيها الناس اعبدوا وربكم كيف نعبده نطيعه في الأمر والنهي ونحن أذي الله خانعين خاضعين لا كبريا ولا ترفع ولا ولا تسليم لله وطاع نطيعه في الأمر نفعل قال صلوا صلينا قال صوموا صمنا قال تركوا الزناء وربا تركنا ومع هذا لاحظوا مجرد طاعة في ذل أو ذل قد يوجد العبيد يطيعون أسيادهم هل يطاع ولكن يجب أن يكون المطيع معظما لربه محبا له تطيع أن تتكره ليس بعباده تطيعه أن تستهين به كما تطيع المرأة زوجها أو الزوج زوجته ما هي بعباده لابد مع غاية الذل والتعظيم والحب أطيعه افعل ما يأموك واجتنب ما ينهاك وأنت تحبه أعظم حب وتعظم أعظم تعظيم ومنكسر ذليل بين يديه هذه العبادة لو قال قائل أريد أن أعبد ربي كيف أصنع نقول له اسأل أهل العلم عما يأمر الله به فافعله وعما ينهى عنه فاجتنبه الباب مفتوح وآل العلم موجودون وأقرع الباب وأسأل ما الذي يحب ربي أن أفعله يقول لك صلي بعد فترة ما الذي يكره مولاي يكره الكذب لا تكره ولا تزال تسأل وتعلم وتعمل حتى تصبح ولي الله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هل عيسى خلق شيئا أو والدته هل عزي خلق شيئا هذا عند اليهود والنصارى وعند ظلا للمسلمين هل سيد عبدالقاد خلق شيئا الفاطمة أو الحسين خلق شيئا هل البدوي من الذي خلق الله خلقنا فيمنا عظيم علينا كنا غير موجودين منذ مئات سنة ولا يوجد منكم واحد وأوجدنا هذا ما يحمد هذا ما يشكر ما يتملق إليه ما يتزلف ما يحب ولا يعظم لو أن شخصا وهبك أصب عن فقط لحمد توطول دهرك فكيف لو أصبح عينك وأصبح تبسر ومع هذا الشياطين ما تسمح لبني آدم أن يعرف ربهم حتى لا يعبدوه من أجل أن يساكن ويعاشر في دار البوار في جهنم ليما ندخل النار ويدخلون الجنة هذه قولة إبليس إذن فهو الذي يضرب على قلوب حتى لا تتحرك أعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم ليما هذه العباد يا ربي ما العلا لعلكم تتقون من أجل أن تتقوا العذاب والصخط والغضب من سيدكم ومولاكم الله جل جل تعليل واضح اعبدوا أطيعوا حتى تنجوا من عذابه فإن الذين لا يعبدون سيعذب حكم بهذا عبيد خليقة خليقة قضى بهذا من أين لك أن تتكلم أو تهد إذن لعلكم لعلى للترجي بالنسبة إلينا ونحن نقول هذه الإعدادية من أجل أن تعدوا أنفسكم للنجاة من النار ومن غضب الجبار ثم من أجل أن ينير قلوب العباد ويضيئ نفوسهم ويطهرها اسمع ماذا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا إذا غفلت أو أغمطت عينيك وقلت من هو الذي خلقني الذي جعل لكم الأرض فراشا هل علمتم أن البشرية في يوم الأيام جاءت بفؤوسها ومعاودها وأفرشت الأرض وبسطتها ممكن من بسطها ومدها وجعلك الفراش نم هنا وامشي هنا واجلس واقعد وقم من فعل هذا الله ما عندك إلا أن تقول الله يا ابن آدم تقول جدي أبي سيدي فلان مولا فلان هذا كلام بعض يصحر منك إذا قل فلان من بسط هذا البص كالفراش نم واجلس واقعد بل واحرط وزرع وابني وأنشها جعل لاكم أو له هو أو لغيركم لاكم إذن هذه وحدها تجعل نستحي من الله عز وجل جعل لكم لا لغيركم فراشا والسماء بناء والسماء بناء أنت تنظر هذه القبة ولا لا هذه قبة هذه ممسوكة بالعيدان أو الأخشاب والسماء بنظام الجاذبية السماء مبنية والكواك معلقة فيها ملايين لو يشاء الله عز وجل أن تنحل تلك العقود والأنظيم لحظة واحدة ولا حياة في الأرض والسماء بنيناها وزيناها للناظرين من رفع السماء بنو فلان البشري فيهم تعاونت وهي التي رفع السماء من صورة الحج في رفع السماء ولو شاء لأنزلها من يبكر الآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض الله أكبر لا فض فوق ويمسك السماء أن تقع على الأرض إن الله بالناس لا رؤوف رحيم لو أن كوكب واحد ينزل احترق الكون كله ويمسك السماء مخابة أو كرات أن تقع الضرب لو وقعت السماء انتهت الحياة كله كل هذا ما يذكر ابن آدم لأن الشياطين صارف لقلبه عن مثل هذا الذكر فلهذا أبعدوهم عن القرآن الذي يسمع القرآن يذوب ويمسك السماء أن تقع على الأرض إن الله بالناس لا رؤوف والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الآيات في هذا ما أكثرها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم والأجيال إلى آدم كم عددهم والله لا يعرف إلى الله من خلقهم الكل الخالق هو الله جل جلاله لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقوا سخط الله وعذابه لأنكم ضعفا من يقو على الاحتراق بالنار من يقو على الغوبة والبعد في ذلك العالم إن أحدا بلغنا يوضع فيه تابوت من حديد فلا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب ويلقى في ذلك العالم ملايين السنين وهو فيه عذاب كيف والله لو يتفكر المؤمن ويتصور الحقيقة قد يصعب قد يترك الطعام والشراب ويموت قائم يصلي هل مات أحد وهو قائم يصلي ما بلغكم نعم سليمان عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء من ينزل مع المطر قالوا الآن الصناع الحديث المطر الصناعي فاندهشنا لما يتغنى جماعتنا فالصحوف لذا المطر الصناعي قلنا هولي ممكن يسوقون السحاب إما بالصواريخ وإلا المطر الصناعي المطر الصناعي أشادوا بهذا ورأيناه فقط أنا بيه مخروق وترش المطر هذا المطر الصناعي الله يقول وأنزل من السماء لا تسأل كيف تكون الماء مكون ومكون الكون هو الله جل جلاله لا تذهب بعيدا تفكر فقط انظر إلى هذا الماء العذبي الفرات الحلو الذي يتغربل ويتصف ويطهر وينزل من السماء العرب أي دينه التي فعلت سحاراتناهم لن يفعلوا من يفعل هذا وحده وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قلوا ما نحن في حاجة ما نأكل ما نأكل تفاح ولا بطقر ولا بطيق ولا نعبدك يقول هذا عاقل هذا وأنزل لكم من السماء ماء لكم لا لغيركم وإن قلت هذا والبهائم أيضا والبهائم لما خلقها أليس لنا لنشعب اللبن ونأكل اللعم ونكتسي بالصوف والوبغ ونستعمل الشعر لما خلق الله هذه البهائم هو خلقها لنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم كيف يكفر الله والخيل والبغال والحمير لتركبوه وزينا ويخلق ما لا تعلمون ويخلق بصيغة المضارع المقتضية للحدود والتجدد ويخلق ما لا تعلمون أيام نزلت هذه الآية لا أمريكا موجود ولا الصين تفقه واليبان تعرف ولا أرب ولا حيوانات والله يخبر أنه سيخلق من المراكب ما لا يعلمونها الآن حسبنا الطائرات أما القطر الإبل أيذا كنا نصر منها قطار جمل وراء جمل سلسلة لكن والطائرات الآن نطير في السماء كالجن أو الملائكة ومع هذا يعصون الله في السماء ويطيرون ويهبطون ولا يعفون الحمد لله لا لا إله إلا الله إذن الحمد لله طائراتنا نحن أهل هذه الديار فيها ذكر الله على الأقل دعاء السفر لا إله إلا الله طائرات عرب يبيعون الخمر فيه لا إله إلا الله لولا حلم الله عز وجل ورحمته ولكنه حكيم عليم يملل الظالم ولا يهمله وإذا أخذه لم يفلته هذه الكلمة قالها رسول الله سلم على المنبر وهو يخطب الناس قرى قول الله تعالى أولا قال إن الله لا يملي للظالم ما معنى يملي يزيد له في أيامه وفي سلاحه وقوته فإذا أخذه لم يفلته لم يفلته لم يفلته ثم قرى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى من صورة هد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والمراد من القرى العواصم الحواضع لا لا الصلاح الجغرافي الهابط القرآن يريد بالقرية المدينة التي تجمع فيها الناس بكثرة إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم البرب الشعير الذرى التفاح العناب التمر بسبب الماء وإلى لا والما من خلقه من أوجده من أنزله من فتح له قلوب الأرض حتى تداخلت معه وانفعلت وأوجدت هذه الزروع وهذه الأشجار النقية في من يقول غير الله الملاحدة العوو قالوا طبيعة وعرفناها كيف مسغ لا طبيعة ولا ظهور ولا صدفة بكلها تفاعلات شيطانية ممسوخة كفروا بها ما بقي إلا الله أضرب لكم مثلا رجلاني جميلاني طويلاني وقف أمام عبارة من ناطحات السحاب أحد ما قال هذه بناها فلان بن فلان المعمار الفلاني والأخ قال أنت مجنون هذه خلقت موجودة كيف مبنية هذه ما بنها تكذب أنت شاهدت حضرت معهم سمعتم مثالين ما تقول في هذا رجل يستحق الحياة هذا عمارة ناطحة يقول لا 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 هذه موجودة من نفسها لما أقول لنا يا هذا هذه مبنية وبناء وبناء يقول أنت هذا قل لا لا ما نحضر أنت شاهدت من قال قل لا إذن كيف تقول هذا مثال المؤمن والملحد فللحاد هابط وانتهى إذن بناء على ما سمعتم أيها الناس فلا تجعل لله أندادا وأهند التعلم ذي يلفذ لك أعيد البيان يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لصالح لكم هذه العبادة لصالح نوال لا والله العظيم ما شرع الله عباد لعباده إلا من أجل إكمالهم وإسعادهم من أجل غناهم وإعزازهم ومن أجل صحتهم ومن أجل رفاهيتهم ومن أجل طهارتهم وصفاهم لا تنفهم أن الله يأمر بأمر أو ينهى بدون ما يحقق ذلك الأمر العبد مصلحة وفائدة أو ينهى عن شيء بدون ما يدفع عنه ضرر ولا مرض والله ما كان فلهذا 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 لو تفطنت البشرية لو عرف هذا المسلمون لطبقوا شريعة الله في 24 ساعات ليسودهم الطهر والأمن والرخاء والصفاء والحب والولاء ولم يبقى ما ينغس الحياة وليكب صفوها بحال من الأحوال المسلمون كجسم واحد حب وولاء طه وصفاء لا أذى ولا اعتداء ولا ولا كالملائكة في السماء نتيجة ماذا؟ نتيجة عبادة الله تطبيق هذا الدين القيم لكن الشياطين صرفتهم البلاء والهول والنزاع والصراع والشقاء وفي الآخر مثل ذلك إلا من شاء الله لعلكم تتقون ثم زاد في البيان الذي جعل لكم الأرض براسا والسماء بإنهاء وأنزل من السماء مان فأخرج به من الثرارات رزقا لكم أو للجن لكم إذن بعد هذا ماذا تريدون؟ إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء تحبونهم كحب الله وترغبون فيما عندهم كما تصورتم كما يرغب فيما عند الله وتبجلونهم وتجلونهم وتعظمونهم كما ينبغي أن يبجل وأن يرجب ويعظم الله تدعونهم وترفعون أكفكم إليه كما ينبغي أن تفعلوا ذلك لله فلا تجعلوا الله أندادا أندادا تضادونه بها هذا موقف عظيم هذه الفا ما أجملها أي فبناء على الذي عرفتم لا تجعلوا الله أندادا والحال أنكم تعلمون أن الأصنام والقبور والأشجار والأحجار والملائكة والرسل وكل هذه المخلوقات لا تستحقوا العبادة وأنتم تعلمون يدلك على هذا قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون سيد عبدالقاد لا والله ماذا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمار ليقولون اليهود يقولون عز وجل والله ما يقولون النصر يقولون عيسى والله ما يقولون من الله يعلمون وإلى لا يعلمون العرب جهال ظلال مشركون يطلقون علىه بل إله وعلى العزة إله وأما أهل الكتاب عندهم علم يشتحي أن يقول هذا إله أبدا يقول هذا ولي نبي نتقرب به إلى الله عز وجل ووارث المسلمون هذا عنهم فالمسلمون يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت عيسى ولا أمه محمد ولا فاطم ولا حسين لا يستطيع أحد أن يخلق ذبابا أبدا إيمان كامل الله يحي ويميت ولكن كيف عبدهم من طريق للتوسل والاستشفاع فقط نتوسل بهم إلى الله ونستشفع فأعطوهم ما هو لله وتركوا الله بلا شيء وقالوا نحن متوسلون فقط وإليكم مظاهر ذلك التوسل والاستشفاع الذي يقف أمام ولي من الأولياء في قبر أو ضريح أو تابت يقول يا سيد فلا أنا كذا أنا كذا أنا جئت كذا هكذا بهذه الأغفار هذا الكلام ما قاله لله لا في ليل ولا في نهار ماذا بعد هذه العبادة من عبادة الذي يأخذ العجل وإلا الكبش وإلا البقرة إلى الضريح ويذبح هذا لسيدي فلان واسألوا كم ذبحت لله ولا مرة مما هو مضحك ومبكي لتعلم علما يقينيا كان عندنا أحد المؤمنين توفاه الله جالسنا وجلس في الدرس أكثر من عشرين سنة قال قال أنا كنت أذبح لسيدي حمزة وكانوا يذبحون لحمزة بن عبد المطلب الشهيد شهيد أحد رضي الله عنه وعليه السلام أهل المدينة هذا منهم هذا قبل دخول دولة التوحيد ثبتها الله وأطال أيامها قبلها لا تسأل أيام كان الشرك عام في العالم الإسلامي لا توحيدا لكن لما جاء الأمر بالمعرف أن أعلمونك ومحاربة الشرك قال لنا نذهب بالليل في الظلام وندبة حتى نحقق هذه توأت استشفاع توسل بسيدي حمزة ليقضي الله حاجاتنا قلنا له يا حاج مسعود أنت الآن بطلت ما تذبح لسيدي حمزة اذبح لنا طلبة المكاش قال ما نستطيع أنت كنت تذبح كل عام كبش في الخافاء بالليل للشيطان تذبح حاشة حمزة حمزة قال اذبح لي أوصاه ينتبع بهذه الذبيحة حمزة سيد الشهداء لكن أنت تذبح للشيطان والآن عرفت قال والله عرفت لا إله إلا الله الآن لن أذبح عصوة لمخلوق قلنا له إذن هاي يذبح لنا أيضا نحن قال ما نقدر ما عندي نفس إذن ماذا فعلنا جعلنا لله أندادا ومن أراد أن يفهم الند لا الند الند هذا عود هندي هذا عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله تعالى عنه أرضاه الحلقة كهذه وتلك أطهر فيها رسول الله واصحابه وقف من هناك في طرف الحلقة أراد أن يعلم من باب إياك أعني واسمع يا جارة فوقف أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله واسمع أنتم أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقت أن تجعل لله ماذا ندا ليس معناه تجعل ربا كالله عزه من أين أنت ذبابة ما تصنعها المقصود ما تجعل الله شريكا تناد به الله بدل ما ترفع كفيك إلى الله ترفعهم إليه بدل ما تحلب بالله وتعظمه باليمين تحلب بهذا وتعظمه بدل أن تذبح لله تتقرب ليه بقربان تذبح لهذا القبر بدل أن تنذي لله لك يا رب علي أن أفعل كذا إن فعلت لي كذا تقول يا سيدي فلان إذا حصل لي كذا وكذا أعمل لك كذا وكذا الماء تقول يا سيدي عبد القاضي يا سيدي منبوك يا فلان إذا تزوجت بنتي وعزق الله بي زوج صالح أشتري لك كذا كانوا يشتريون الشموع تعرفون الشموع ولا لا يجعلون على الضريح طولا ليلة تشعل تقربا إلى السيد استشفاعا به إلى الله ليقضي الحاجة لا إله إلا الله إذا عرفتم يا بني آدم إلا لا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون البلاء والشقاء والعذاب الأبدي في الآخرة وعذاب الدنيا اعبدوا من الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بنا وأنزل من السماء مان فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إذا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون لو قلت لمن يعبد البدوي البدوي خلق أرازق يحيي لا 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 هذا مخلوق إذا لما تعبده أستشفع به أتوسل أصبحوا يعلمون وإلى وأنتم تعلمون أنهم لا يخلقون ولا يزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يعزون ولا يذلون ولا يعطون ولا يمنعون أموات غير أحياء وما يشعون ما الذي جعل هذه الأمة تقع في هذا الظلال لأنهم خدعوهم وقالوا لهم القرآن لا يفسر الذي يفسر القرآن إذا أصاب أخطأ وإذا أخطأ كفر صوابه خطأ وخطأ كفر إذا ماذا نصنع بالقرآن يقعه على الموت فقط من أندونيسيا إلى موريتانيا إذا مات الميت يأتون بالطلب يقعون عليه إذا كان غنيا طول الليل لكن ألف ألف ريال حتى في سوريا في مكتب يسمى نقابع تعرفون النقابع ولا في مكتب في التليفون إذا توفي لك أبوك أخوك زوجتك دق التليفون نريد طلب الليل عندنا وفات يقول من صحاب مئة ليرة وإلا خمسين يعني هذا الميت غني وإلا فقير إذا كان فقير خمسين ليرة هذا مثال يعني تباهتم أما الواقع والله كما تعرفون القرآن لا يقرأ إلا على الموت ما يجتمع إثماني قط يقول سمعني كلام ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تقدم في السياق الكريم أن البشرية ثلاثة فرق فرقا هداها الله فاهتدت وزكاها الله فزكت وأنعم عليها فهي في نعمه وهي فرقة آمنت بالله ولقائه آمنت بالله ورسوله آمنت بالله وكتابه وجاء هذا القرآن يحمل لها الهدى فهي تعيش على هدى القرآن الكريم وهي التي معنية بقول الله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ودخل في هذا المؤمنون من العرب والمؤمنون من أهل الكتاب اليهود والنصار الجميع يبشرهم الضم فيقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعيد تلاوة الآيات ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة يوقنون هؤلاء هم أهل الكتاب من يهود ونصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم ازعلنا منهم هذا فريق السعداء الأطهاء والأصياء أهل الإيمان واليقين أهل إقام الصلاة والإنفاق مما رزق الله فريق ثاني قال فيهم تعالى إن الذين كغروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذعهم لا يؤمنون لما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هؤلاء توغلوا في الشوء والفساد ضربوا في طوق الضلال حتى ختم على قلوبهم فلم يجد الإيمان منفذا ليدخل إليها إذن جزاؤهم أولئك لهم عذاب عظيم الفريق الثالث فريق المنافقين مؤمنون في الظاهر كافرون في الباطن وهم شر الخليقة مؤمنون في الظاهر يصلون ويرتون الزكاة ويندعي إلى الجهاد خرجوا مع المؤمنين في سبيل الله وقلوبهم لا تؤمن بالله ولا بلقائه لا بالرسول ولا برسالته لا بالكتاب ولا بأنواره وهم أيضا صنفان أو نوعان نوع كالذين عرفناهم من الكافرين انتهوا لا يموتن إلا على النفاق ونوع مذبذبون متهيئون لأن يدخلوا في رحمة الله وقرأوا لذلك أو يسمعوا نقرى الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم آمن وإذا أفصح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّبْهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّبْهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمر أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مرتدين هؤلاء المنافقون غاب الله لهم مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا لأنهم نوعان نوع انتهى أمرهم ونوع متهيئون لقبول الحق والهداية إن شاء الله فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هؤلاء انتهى أمرهم كتلك الفرقة الكافرة حكم الله بأنهم لا يرجعون إلى الحق وطريقه لما أصابهم من العمى عمى القلوب نتيجة التوغل في الشر والظلم والكيد للإسلام والمسلمين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا قرأناه درسناه واكتسبنا أجره وعلمه والمنة لله رب العالمين والآن ماذا تنتظرون الآن نداء عام لأن هذا كتاب كتاب هداية وإصلاح إذن بعدما ذكر تلك الأصناف وما عليه الناس الآن ناداهم نداء رحمة نداء عام فقال تعالى يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم عربيكم وعجميكم مؤمنكم وكافركم منافقكم ومستقيمكم إذ هذا اللفظ يشمل كل إنسان يا أيها الناس يا ذرية آدم يا بني آدم والناس هذا الاسم مشتق من ناس ينوس إذا تحرر وفي معنى الأنس وفي معنى النسيان والقرآن حمال الوجود يا أيها الناس كل ما عندنا يجب أن نفهم أن نداء الله هذا لكل إنسان يناديهم لما ليأمرهم أو لينههم أو ليوجههم أو ليحذرهم أو ليخوذهم لأنه تعالى عن الله والباطل والعبد يا أيها الناس أعبدوا ربكم خيرا لكم أعبدوا ربكم ما قال أعبدوا الله حتى يقول من هو أعبدوا ربكم أي خالقكم رازقكم مدبر حياتكم الخالق لكل شيء ترونه وتعلمون وتسمعون فهل عبادة خالقي ومولاي وسيدي ومرب ولنعم علي فيها غضاضة أو فيها عيب وانتقاص لا أعبدوا ربكم عرفتم أن الرب هو الخالق الرازق المدبر الحكيم العليم هذا يجب أن يعبد كيف يعبد يطاع فيما يأمر به وفيما ينهى عنه هو ورسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم ما هي العبادة تعرفون الطريق المعبد المذلل تمشي عليه السيارات فالعبد اسمه عبد نحن عبيد وإلنا خادم لسيدنا مطيعون لمولانا إذن أذلوا له واخضعوا واخنعوا فلا تترف يا عبد الله ولا تلوراست متبرما لا تريد أن أطيع إذ أنت مخلوق لهذه الحكمة لو سئلت من قبل الفلاسفة والعلماء لما خلق هذا الإنسان هم يجهلون يقولون ماذا ليعيش في الحياة الدنيا يأكل ويشرب ويلهو ويلعب ذي علة الخلق ماهي بإلاهيه يأكل ويشرب من أجل أن تبقى حياته للعلة التي من أجلها خلق ألا وإنها عبادة الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يعبد فيها للأرض فخلقها وخلق أرزاقها وفجر مياها وصلح وأصلح أجواءها وهواءها وأصبحت كالفندق صالحة للنزول ثم أهبط آدم وزوجه حواء وزوجهما وبارك في نسلهما فأخذا يلدان البنين والبنات وأصبح أولادهم يعبدون الله ذي هي العلة أما الأكل والشرب فمن أجل البقاء على الحياة أما الحراثة والصناع فمن أجل البقاء على الحياة والحياة لما لأن يعبد الله فلهذا كثيرا ما تسمعون أن الذي يموت تاركا لعبادة الله كافرا بها يعبد غيره أو لا يعبد سواه هذا جزاء أن يخلد في عالم الشقاء ويعيش بالليارات السنية بلا نهاية فإن قلت لي جاء أجرما فسقا كفر مئات سنة مئتين طالعم ألف سنة كيف يعذب مليارات السنين أين العدل والجواب جريمته أنه ناسف الكون كله السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما والجنة والنار الكل نسف هو دمر كيف كل ما خلق الله في السماوات والأرض من أجله هو وهو من أجل أن يعبد الله فلما أبى أن يعبد كان كمن نسف الكون كله كم تعذبون هذا بلا حساب شخصا أحرق قرية أغرق إقليما جزاء ما هو عشرين سنة سجن أو يموت ما يكفي فكيف بالذي يدمر العالم كله هل فهمتم عني هذه فالظاهر عصى الله فاسق عن أمره كفر بي مئة سنة ألف سنة يعذب أبدا عذاب فوق ما نتصو أو ندرك وإن وصفه الله بكتاب وبينه ما جريمة هذا جريمته في الحقيقة أنه دمر الكون كله إذ الكون كله خلق من أجل أن يعبد الله فهمتم هذه الحقيقة حتى لا يقول قائل أين العدل في شخص يكفر مئة سنة ويعذب مليارات السنين هذا جريمة أنه ناسف الأكوان كلها والدليل على أنه خلق لعبادة الله قول الله تبارك وتعالى منصورة والذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا لغاض آخر لا لعلا ولا لحكمة تريدون أبدا إلا أن يعبدني فإذا قال العبد لا أعبدك وأعبد عدوك كيف تجازون هذا المخلوق هذا ثم يقول لا أعبدك وهو يأكل طعامه ويشرب شرابه ويتنفس هواءه ويعيش في كنفه وفي رحمته ويقول لا أعبدك ويعبد شجرة أو فرج منفرج النساء كيف هذا ويوضح هذا المعنى حديث قدسي شريف يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر يقول يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجله هذا واضح بالدلالة يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي ماذا يبغي الله مني أن أذكر وأن أشكر فمن عطل ذكر الله وشكره والعبادات كلها لا تخرج عن الذكر والشكر مطلقا وفي القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع ومن صورة أخرى واسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع منه إذن يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك هو هذا الخبر صحيح القرآن يشهد له يا أيها الناس عبدوا ربكم أي وحدوه لا تعبدوا معه غيرا كيف تقول هذا يا شيخ الجواب لما نزلت هذه الآياء لا يوجد على الأرض من لا يؤمن بالله ويعبد كل البشرية تؤمن بوجود خالقها ورازقها وربها ولكن تعبد معه غيره أو تركت عبادته وعبدت سواه أما قانون البلاشفة لا إله هذه صناعة خبيثة يهودية وتبخرت وما عاشت أكثر من سبعين سنة البشرية في كل عصور بالفطرة بالغريزة تؤمن بالله موجود لكن ما تعرف اسمه ما تعرف كيف تعبده فطلبت اللياب بجانبه والحماية به فما عردت زين له الشيطان أصنام تماثيل الشمس القمر كذا هذه تشفع لكم عند الله فعبدوا غيره فلهذا إذا قال المفسر وما خلقت الجن والنس إلا ليعبدوني أي ليوحدوني لأن العباد موجودة ولكن يعبدون معه غيره فالمطلوب أن يعبد وحده ومن القرآن الكريم قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمتنا رسولا ما هذه رسالة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما الطاغوت ما عبد من غير الله سواء كان الشيطان أو كان صلما زين الشيطان عبادته ولقد بعثنا في كل أمة من القائل يا رحمكم الله هل يتطرق إلى هذا كلام النقص أو الخطأ والله كما أخبى ما كانت أمة على سطح هذه الأرض من ذرية آدم إلا بعث فيها رسولا يقول أعبد الله ولا تشرك بي شها يا أيها الناس عبدوا وربكم كيف نعبده نطيعه في الأمر والنهي ونحن أذي الله خانعين خاضعين لا كبريا ولا ترفع ولا ولا تسليم لله وطع نطيع في الأمر نفعل قال صلوا صلينا قال صوموا قال تركوا الزناء وربا تركنا ومع هذا ظاحظوا مجرد طاعة في ذل أو ذل قد يوجد العبيد يطيعون أسيادهم هذه الطاعة ولكن يجب أن يكون المطيع معظما لرب محبا محبا له تهبه أعظم أعظم حب وتعظم أعظم تعظيم ومنكسر ذليل بين يديه هذه العبادة لو قال مولايا يكره الكذب لا تجرب ولا تزال تسأل وتعلم وتعمل حتى تصبح ولي الله يا يا أيها ناس عبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم هل عيسى خلق شيئا أو والدته هل عزير خلق شيئا هذا عند اليهود والنصارى وعند ظلال المسلمين هل سيد عبد القادر خلق شيئا الفاطمة أو الحسين خلق شيئا هل البذوي من الذي خلق الله خلقنا فيمن عظيم علينا كنا غير موجودين منذ مئات سنة ولا يوجد منكم واحد وأوجدنا هذا ما يحمد هذا ما يشك ما يتملق إليه ما يتزلف ما يحب ولا يعظم لو أن شخص وهبك أصب عن فقط لحمد توطول دهرك فكيف لو أصلح عينك وأصبح تبسر ومع هذا الشياطين ما تسمح لبني آدم أن يعرف ربهم حتى لا يعبدوه من أجل أن يساكنوهم ويعاشرهم في دار البوار في جهنم لي من ندخل النار ويدخلون الجنة هذه قولة إبليس إذن فهو الذي يضرب على قلوب حتى لا تتحرك أعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لما هذه العبادة يا ربي ما العلا لعلكم تتقون من أجل أن تتقوا العذاب والصخط والغضب من سيدكم ومولاكم الله جل جل تعليل واضح اعبدوا أطيعوا حتى تنجوا من عذابه فإن الذين لا يعبدون سيعذبهم حكم بهذا عبيده خليقة قضى بهذا من أين لك أن تتكلم أن أو ترد إذن لعلكم لعلى للترجي بالنسبة إلينا ونحن نقول هذه الإعدادية من أجل أن تعدوا أنفسكم للنجاة من النار ومن غضب الجبار ثم من أجل أن ينير قلوب العباد ويضيئ نفوسهم ويطهرها اسمع ماذا قال الذي جعل لكم الأرض في راشا إذا غفلت أو أغمطت عينيك وقلت من هو الذي خلقني الذي جعل لكم الأرض في راشا هل علمتم أن البشرية في يوم الأيام جاءت بفؤوسها ومعاولها وأفرشت الأرض وبسطتها ممكن من بسطها ومذها وجعل كالفراس نم هنا وامشي هنا واجلس واقعد وقم من فعل هذا الله ما عندك إلا أن تقول الله يا ابن آدم تقول جدي أبي سيدي فلان مولا فلان هذا كلام بعض يصحر منك إذا قل فلان من بسط هذا البص كالفراس نم واجلس واقعد بل واحرط وزرع وابني وأنشه جعل لكم أو له هو أو لغيركم لكم إذن هذه وحدها تجعل نستحي من الله عز وجل جعل لكم لا لغيركم فراشا والسماء بناء والسماء بناء أنت تنظر هذه القبة ولا لا هذه قبة هذه ممسوكة بالعيدان أو الأخشاب والسماء بنظام الجاذبية السماء مبنية والكواك معلقة فيها ملايين لو يشاء الله عز وجل أن تنحل تلك العقود والأنظيم لحظة واحدة ولا حياة في الأرض والسماء بنيناها وزيناها للناظرين من رفع السماء بني بني فلان البشري فيهم تعاونت وهي التي رفعت السماء منصورة الحج في رفع السماء ولو شاء لأنزلها من يبطر الآية بنيناها 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 مخابة مخابة أو كرات أن تقع الله لو وقعت السماء انتهت الحياة كل هذا ما يذكر ابن آدم لأن الشياطين صارف لقلبه عن مثل هذا الذكر فلهذا أبعدوهم عن القرآن الذي يسمع القرآن يذوب ويمسك السماء أنتق على الأرض إن الله بالناس لا رأوف رحيم والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الآيات في هذا ما أكثرها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من الأمم والأجيال إلى آدم كم عددهم والله لا يعرف إلى الله من خلقهم الكل الخالق هو الله جل جلاله لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقوا صخط الله وعذابه لأنكم ضعفا من يقو على الاحتراق بالنار من يقو على الغوبة والبعد في ذلك العالم إن أحدا بلغنا يوضع فيه تابوت من حديد فلا يسمع ولا يبسر ولا يأكل ولا يشرب ويلقى في ذلك العالم ملايين السنين وهو فيه علام كيف والله لو يتفكر المؤمن ويتصور الحقيقة قد يصعر قد يتعك الطعام أو الشراب ويموت قائم يصلي هل مات أحد وهو قائم يصلي ما بلغكم نعم سليمان عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا من ينزل مع المطر قالوا الآن الصناع الحديث المطر الصناعي فاندهشنا لما يتغن جماعتنا فالصحوف إذا المطر الصناعي قلنا هولي ممكن يسوقون السحاب إما بالصواريخ وإلا المطر الصناعي المطر الصناعي أشادوا بهذا ورأيناه فقط أنا بيب ما خروق وترش الماء هذا المطر الصناعي الله يقول وأنزل من السماء لا تسأل كيف تكون الماء مكون ومكون الكون هو الله جل جلاله لا تذهب بعيد تفكر فقط انظر إلى هذا الماء العذبي الفهات الحلو الذي يتغربل ويتصف ويطه وينزل من السماء الله أي دينه التي فعلت سحاراتناهم لهم فعلوا من يفعل هذا وحده وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قلوا ما نحن في حاجة ما نأكل ما نأكل تفاح ولا بوتقال ولا بطيق ولا نعبدك يقول هذا عاقل هذا وأنزل لكم من السماء ماء لكم لا لغيركم وإن قلت هذا والبهائم أيضا والبهائم لما خلقها أليس لنا لنشعب اللبن ونأكل اللعم ونكتسيب الصوف والوبغ ونستعمل الشعر لما خلق الله هذه البهائم هو خلقها لنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بالشق الأنفس إن ربكم لا رؤوف رحيم كيف يكفر الله والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينا ويخلق ما لا تعلمون ويخلق بصيرة المضارع المقتضية للحدود والتجدد ويخلق ما لا تعلمون أيام نزلت هذه الآية لا أمريكا موجود ولا الصين تفقه واليبان تعرف ولا أرب ولا حيوانات والله يخبر أنه سيخلق من المراكب ما لا يعلمون الآن حسبنا الطائرات أما القطر أي لكنا نصر منها قطار جمل وراء جمل سلسلة لكن والطائرات الآن الآن نطير في السماء كالجن أو الملائكة ومع هذا يعصون الله في السماء ويطيرون ويهبطون ولا يعفون الحمد لله لا إله إلا الله إلا الله لحلم الله عز وجل ورحمده ولكنه حكيم عليم يملل الظالم ولا يهمله وإذا أخذه لم يفلت هذه الكلمة قالها رسول الله على المنبر وهو يخطب الناس قرى قول الله تعالى أولا قال إن الله ليملي للظالم ما معنى يملي يزيد له في أيامه وفي سلاح وقوته فإذا أخذه لم يفلته لم يفلته لم يفلته ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى من صورة هد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والمراد من القرى العواصم الحواضر لا لا الصلاح الجغرافي الهابط القرى يريد بالقرية المدينة التي تجمع فيها الناس بكثرة إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم البلو الشعير الذراء التفاح العناب التمر بسبب الماء وإن لا والماء من خلقه من أوجده من أنزله من فتح له قلوب الأرض حتى تداخلت معه وانفعلت وأوجدت هذه الزروع وهذه الأشهار الناخية في من يقول غير الله الملاحدة العوو قالوا طبيعة وعرفناها كيف مسخت لا طبيعة ولا دورة ولا صدفة بكلها تفاعلات شيطانية ممسوقة كفروا بها ما بقي إلا الله أضرب لكم مثلا رجلاني جميلاني طويلاني وقف أمام عبارة من ناطحات السحاب أحد ما قال هذه بناها فلان ابن فلان والأخ قال أنت مجنون هذه خلقة موجودة كيف مبنية هذه ما بناها تكذب أنت شاهدت حضرت معهم سمعتم المثالين ما تقول في هذا وجل يستحق الحياة هذا عمارة ناطحة يقول لا 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 هذه موجودة من نفسها لما أقول أنا يا هذا هذه مبنية وبناها يقول أنت هذا قل لا أنا من هذا أنت شاهدت من قال قل لا إذن كيف هذا مثال المؤمن والملحد فللحاد هابط وانتهى إذن بناء على ما سمعتم أيها الناس فلا تجعلوا لله أندادا وأهند تعالى ذهي الفر لك أعيد البيان يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لصالحكم هذه العبادة لصالحنا وإلى لا والله العظيم ما شرع الله عباد لعباد إلا من أجل إكمالهم وإسعادهم من أجل غناهم وإعزازهم ومن أجل صحتهم ومن أجل رفاهيتهم ومن أجل طهارتهم وصفاهم لا تنفهم أن الله يأمر بأمر وينهى بدون ما يحقق ذلك الأمر العبد مصلحة وبائدة أو ينهى عن شيء بدون ما يدفع عنه ضرر ولا مرض والله ما كان فلهذا لو تفطنت البشرية لو عرف هذا المسلمون لطبقوا شريعة الله في 24 ساعة ليسودهم الطهر والأمن والرخاء والصفاء والحب والولاء ولم يفق ما ينغس الحياة وليكد صفها بحال من أحوال المسلمون كجسم واحد حب وولاء طه وصفاء لا أذى ولا اعتداء ولا ولا كالملائكة في السماء نتيجة ماذا نتيجة عبادة الله تطبيق هذا الدين القيم لكن الشياطين صرفتهم البلا والهول والنزاع والصراع والشقاء وفي الآخر مثل ذلك إلا من شاء الله لعلكم تتقون ثم زاد في البيان الذي جعل لكم الأرض براشا والسماء بنهاء وأنزل من السماء مان فأخرج به من الثوارات رزقا لكم أو للجن لكم إذن بعد هذا ماذا تريدون إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شراكا تحبونهم كحب الله وترغبون فيما عندهم كما تصورتم كما يوغب فيما عند الله وتبجلونهم وتجلونهم وتعظمونهم كما ينبغي أن يبجل وأن يرجب ويعظم الله تدعونهم وترفعون أكفكم إليه كما ينبغي أن تفعلوا ذلك لله فلا تجعلوا الله أندادا أضادا تضادونه بها هذا موقف عظيم هذا للفا ما أجملها أي فبناء على الذي عرفتم لا تجعلوا له أندادا والحال أنكم تعلمون أن الأصنام والقبور والأشجار والأحجار والملائكة والرسل وكل هذه المخلوقات لا تستحقوا العبادة وأنتم تعلمون يدلك على هذا قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون سيد عبدالقاد لا والله ماذا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمار ليقولون اليهود يقولون عز وجل والله ما يقولون النصر يقولون عيسى والله ما يقولون من الله يعلمون وإلى لا يعلمون العرب جهال ظلال مشركون يطلقون على هبا الإله وعلى العزة إله وأما أهل الكتاب عندهم علم يستحي أن يقول هذا إله أبدا يقول هذا ولي نبي نتقرب به إلى الله عز وجل ووارث المسلمون هذا عنهم فالمسلمون يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحر المميت عيسى ولا أم محمد ولا فاطم ولا حسين لا يستطيع أحد أن يخلق ذبابا أبدا إيمان كامل الله يحر ويميت ولكن كيف عبدهم من طريق للتوسل والاستشفاع فقط نتوسل بهم إلى الله ونستشفع فأعطوهم ما هو لله وتركوا الله بلا شيء وقالوا نحن متوسلون بقى وإليكم مظاهر ذلك التوسل والاستشفاع الذي يقف أمام ولي من الأولياء في قبر أو ضريح أو تابت يقول يا سيد فلاء أنا كذا أنا كذا أنا جئت كذا هكذا بهذه الأنفار هذا الكلام ما قاله لله لا في ليل ولا في نهار ماذا بعد هذه العبادة من عبادة الذي يأخذ العجل وإلا الكبش وإلا البقرة إلى الضريح ويذبح هذا لسيدي فلان واسأل كم ذبحت لله ولا مرة مما هو مضحك ومبكي لتعلم علما يقينيا كان عندنا أحد المؤمنين توصاه الله جالسنا وجلس في الدوس أكثر من عشرين سنة قال أنا كنت أذبح لسيدي حمزة وكانوا يذبحون لحمزة بن عبد المطلب الشهيد شهيد أحد رضي الله عنه وعليه السلام أهل المدينة هذا منهم وهذا قبل دخول دولة التوحيد ثبتها الله وأطال أيامها قبلها لا تسأل أيام كان الشرك عام في العالم الإسلامي لا توحيدا لكن لما جاء الأمر بالمعرف أن يعلمونك ومحاربة الشرك قال لنا نذهب بالليل في الظلام ونذبه حتى نحقق هذه توقت استشفاع توسل بسيدي حمزة ليقضي الله حاجاتنا قلنا له يا حاج مسعود أنت الآن بطلت ما تذبح لسيدي حمزة اذبح لنا طلبة المكاش قال ما نستطيع أنت كنت تذبح كل عام كبش في الخافاء بالليل للشيطان تذبح حاش حمزة حمزة قال اذبح لي أوصاه ينتفع بهذه الذبيحة حمزة سيد الشهداء لكن أنت تذبح للشيطان والآن عافت قال والله عافت لا إله إلا الله الآن لن أذبح عصفه لمخلوق قلنا له إذن هيا اذبح لنا إذن نحن قال ما نقضي ما عندي نفس إذن ماذا فعلنا جعلنا لله أندادا ومن أراد أن يفهم الند لا الند الند هذا عود هندي الند لا الند هذا عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله عنه ورضى الحلقة كهذه وتلك أطهر فيها رسول الله واصحابه وقف من هناك طرف الحلقة أراد أن يعلم من باب إياك أعني واسمع يا جار فوقف أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله واسمع أنتم أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ماذا ندا ليس معناه تجعل ربا كالله عزه من أين أنت ذباب ما تصنعها المقصود ما تجعل الله شريكا تناد به الله بدل ما ترفع كفيك إلى الله ترفعهم إليه بدل ما تحلب بالله وتعظمه باليمين تحلب بهذا وتعظمه بدل أن تذبح لله تتقرب ليه بقربان تذبح لهذا القبر بدل أن تنذي لله لك يا رب علي أن أفعل كذا إن فعلت لي كذا تقول يا سيدي فلان إذا حصل لي كذا وكذا أعمل لك كذا وكذا المال تقول يا سيدي عبد القاد يا سيدي منبوك يا فلان إذا تزوجت بنتي ورزق الله بي زوج صالح أشتري لك كذا كانوا يشتريون الشموع تعرفون الشموع ولا لا يجعلون على الضار طولا لين تشعل تقاربا إلى السيد استشفاعا به إلى الله ليقضي الحاجة لا إله إلا الله إذن عرفتم يا بني آدم ولا لا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلاغاكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون البلاء والشقاء والعذاب الأبدي في الآخرة وعذاب الدنيا اعبدوا من الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بناء وأنزل من السماء مان فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إذن فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون لو قلت لمن يعبد البدوي البدوي خلق أرازق يحيي لا 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 هذا مخلوق إذن لما تعبده أستشفع به أتوسل أصبحوا يعلمون وإن لا وأنتم تعلمون أنهم لا يخلقون ولا يوزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يعزون ولا يذلون ولا يعطون ولا يمنعون أموات غير أحياء وما يشعون ما الذي جعل هذه الأمة تقع في هذا الظلال لأنهم خدعوهم وقالوا لهم القرآن لا يفسر الذي يفسر القرآن إذا أصاب أخطأ وإذا أخطأ كفر صوابه خطأ وخطأ كفر إذا ماذا نصنع بالقرآن يقعوا على الموت فقط من أندونيسيا إلى موريتانيا إذا مات الميت يأتون بالطلب يقعون عليه إذا كان غنيا طول الليل لكن ألف ألف أبيان حتى في سوريا في مكتب يسمى نقابة تعرفون النقابة ولا في مكتب في التليفون إذا توفي لك أبوك أخوك زوجتك دق التليفون نريد طالب الليل عندنا وفات يقول من صحاب مئة ليرة وإلا خمسين يعني هذا الميت غني وإلا فقير إذا كان فقير خمسين ليرة هذا مثال يعني تبهتم أما الواقع والله كما تعرفون القرآن لا يقرى إلا على الموت ما يجتمع إثمان قط يقول سمعني كلام ربي ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا مرارا التي وقودها الناس والحجارة أهدت في الكافرين إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات دراسة كتاب الله كقراءته من أجل استخراج تلك الدور والمعاني التي تغمو النفس والقلب بالنور الإلهي فيصبح عبد الله وأمط الله النور على عينه وفي تمه وبطر وفي لسانه يصبح أشبه بملاك في الأرض لا يصدر عنه شيء إسمه معطية لله ورسله ويقضي أوقاته كلها في ذكر الله وطاعته وعبادته فقد قلت وبينت أن هذا المؤمن الذي يعيش على طاعة الله تحقيقا لعبودية تراه يحصد الزر والمنجل في يده وهو في طاعة الله تراه يضرب بفأسه الصخر ليكثرها وهو في طاعة الله تجده وقد طلق مراته وهو في طاعة الله المائد بين يديه وهو يأكل والماء يشرب وهو في عبادة الله هذا هو العبد الخالق لله لما يذكر دائما في أنه خلق لذكر الله وشكره ذكر الله تعالى بالقلب واللسان وشكره بالأركاب بالطاع فعبد الله إذا وجدته يبني أو يهدي مسأله لما يقول من أجل الله أردت أن أبني غرفة أو حجرة لتوكنني عن الحرب والبرد أنا وأفراد عائلتي فعملي هذا لله وتراه يحرف أو يزرع أو يصنع ليم لله لأني أنا وقف على الله وهذا الزرع أو هذه الصناعة من أجل رباد الله أنتفع أولا بشيء يسد حاجتي والعمل كله لله وينتفع بعباد الله تجلس في مجالس هؤلاء لا تسمع كلمة سوء ولا بذاء ولا باطل ولا منك أبدا كأنهم الملائكة أحاديثهم كلامهم لا يخرج أبدا عن دائرة مرضات الله عز وجل هؤلاء أهل النور الإلهي الذي أكتسبوه من كلامه لأن كلام الله نور إذ يقول تعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من إبادنا وآية الوقفية على الله ما ننساها لتفهم أنك إذا كنت مومنا حقا أنت وقف على الله أريعك دخلك غلالك كلها لله حياتك وموتك لله وفي هذا يقول تعالى من صورة الأنام واحفظوا الآية وتأملوها قل والمخاطب هو الله الآم هو الله والمخاطب رسول الله والمأمور رسول الله وأمته تابعة لك لا تنفكوا عنه في أغلب الأحوال قل إن صلاتي ونسقي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه آية الوقفية نحن وقف على الله نأكل من أجل الله نشرب من أجل الله نتزوج من أجل الله نطلق من أجل الله نبني نهدم نبيع نشتري الكل من أجل الله فصاحب هذا النور إذا باع أو اشترى يغش يخدع يكرب والله ما كان صاحب هذا النور إذا بنا إذا بنا يبني على غير هدي الله ورسوله يقطع قطر الأرض ويبني فيها والله ما كان المهم فيما نريد أن نقول هيا نتدبر كلام الله إنه الغروح التي بين حياة والنور التي بين عدايا هذه الصورة المباركة صورة البقرة عرفنا مما درسنا أن هذا القرآن الكريم كلام الله لا ربته وأن فيه هدى والهدى ما يصل بك إلى مطلوبك الهدى ما ينتهي بك إلى غائبك وما تريد أن تنتهي إليه من كمار وسعادة لكن هذا الهدى مكنوم فيه مجسوس فيه في باطنه من يناله أو لن يؤمن بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وكتابه ثم يتق الله عز وجل فلا يخرج عن طاعته فيما يأمر وفيما يناه هذا الذي تتجل له أنوار الهداية ويجدها في القرآن الكريم هدى للمتقين إذن وذكر تعالى أنهم هم المفلحون وقرأوا إن شئتم هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما زقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا ثوان ثم ذكر تعالى حال الكافرين وقد عرفنا أنهم نوعان أو صنفان صنف توغلوا في الشر في الظلم في الفساد في الغبث يوما بعد يوم عاما بعد عام حتى مضت فيهم سنة الله عز وجل فختم على قلوبهم وعلى أسمائهم وجعل على أبصارهم غشارا فهم لا يسمعون ولا يفهمون ولا يعقلون ولا يبصرون هؤلاء مصيرهم معلوم الخلود في عالم الشقاء في النار دار البوار لا يخرجون أبدا بالليارات السنين ما في مكان آخر وفيهم يقول تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذهم لا يؤمنون لما ختم الله على قلوبهم الختم على الظرف الختم على الآن منين يدخل الشيء والختم موجود من أين يدخل نور الإيمان أو معاني الإيمان أو مفاهيم الكلام وقد أغلغ على القلب انتهوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارا ولهم عذاب عظيم نعوذ بالله أن نكون منهم أو يكون بيننا أحد منهم النوع الثاني كفروا ظلموا فسدوا ما توغلوا أي ما وصلوا إلى مستوى أن طبع على قلوبهم وختم على سنة الصحيح هؤلاء بلغ دعوتك يا رسولنا أنذر خوف فإنهم يدخلون فيه رحمة الله وقد دخل من هذا العدد بلائين وجاءت الآيات تذكر لنا صنفا آخر من الخلق ألا وهم المنافقون من هم المنافقون أيها المؤمنون الذين يبطنون الكفر في قلوبهم يخفونه في نفوسهم ولا ينطقون به أمامكم أيها المؤمنون والذين يتضاهون بالإسلام فيصلون معكم وقد يجاهدون إلى جنبكم ولكن من باب أن يحفظوا على أنفسهم حياتهم وأموالهم ووجودهم لأنهم لو أعلنوا عن الكفر والردة لقتلوا بيننا ولا نسمع لهم بالبقاء في ديارنا فخوفهم من السيد حملهم على أن يصروا على كفرهم على تكذيبهم بوجود الله بعلم الله بقدرته بحقه في الطعاء والعبادة الكفر برسول الله بكتابه ولكن يداهنون موقعا وهؤلاء المنافقون كانوا والقرآن ينزل في هذه المدينة النبوية ولكن ما جال القرآن ينزل وهو يصفي ويغربل حتى ما بقي منهم أحد منهم من مات على كفر ونفاقه وأغذبهم مات على الإيمان والتحيي ومن جاء بعدهم والآن ما يسمون بالمنافقين يسميهم العلماء بالزنادق والواحد زنديق والجمع زنادق الزنديق الذي يتكلم باسم الله ورسول الله هذا كذا مؤمن وهو فقط يضحك عن المؤمنين ويفقى منهم من اجل ان يصل الى اغراضه الهابطة الدنيا او يخاف ان يطرد من القرية او من الحي او يهجر فلا يتكلم معه فيقال فيه الزنديقا وهو المنافق هؤلاء المنافقون نسمع الله تعالى وهو يخبرنا عنهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاقل وما هم بمؤمنين من اخضى عنهم عليم بقلوبهم وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ايو الله في قلوبهم مرض مرض هذا ايو مرض يعفو الاطباء خفقا هذا مرض الشرك والكفر والنفاع بغض الاسلام واليه بغض التوحيد والداعين اليه بغض دار السلام واليه هؤلاء يزيدهم الله مرض المرض اذا ترك ولم يعالج في الجسم يستشري وينتصر فيعجز الاطباء عن مداواته فهذا الفريق من المنافقين يموت على الكفر لا يعالج وماتوا كافرين ولهم عذاب عديم بما كانوا يكذبون ان ماتوا على كفرهم ونفاقهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون وقد ذكرنا وعشرنا الا انهم كانت لهم اتصالات باليهود واتصالات بالكافرين في مكة وخارجها بل حتى نتبرون في الارض واذا يقول هذا من اجل من اجل تحقيق الامن للبلاد من اجل ان ندفع شر هؤلاء الكفار او اليهود نحن مصلحون عندما يقول لهم الموم كيف تتصل بفلان البارح كنت في بيته وهو كافر من اليهود يقول لغاوة صحيح للدفاع عن الحقيقة لرب هؤلاء عن ظلم والعفيد علينا اذا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض اي بالمعاصي الافساد في الارض يكون بماذا من يجيب يرفع صوتك اريد ان يبقى هذا علما راسقا في نفوس المؤمنين والمؤمنين ما نتودد المعاصية في الارض بما تكون الافساد في الارض بما يكون الافساد يكون بمعاصية الله ورسوله لان الذي اعطى الله اجرم ظالم فاجر اعتدى سارق كذب اذا هذا هو الفساد ولهذا جاء في اية من صورة العراف ولا تفسدوا في الارض بعد اطلاحها كانت البلاد كفر وظلم والشر وفساد فجاء نور الايمان فاحتملت القلوب والافصار وظهر النور استقامه البلاد فمن جاء يحدث باطل او شركا او كفرا او ذنبا هذا شاء ليفسد في الارض اذا واذا قيل لهم لا تفسدوا فلا قالوا انما نحن مصلحون قال تعالى الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امننا امنوا كما امن فلان 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 من اخوانكم وجيرانكم قالوا انا امنوا كما امن السفاهة فيعتبرون الذين دخلوا في الاسلام من اليهود ومن العاب المشركين السفاهة كيف يذوبون في هذه الدعوة ويتخلون عن عقائد ابائهم واجدادهم ومميزاتهم ويدخلون في هذه الدعوة التي قد لا تدوم اعواما بعد اليوم فيقولون بهذا القول ان امن كما امن السفاهة قال تعالى الا انهم هم السفاهة ولكن لا يعلمون كيف يعلمون وهم كالابقار ان طمست بصائهم وعنبيت ريونهم وهنا ذهب الله تعالى لهم مثلين واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا اخروا الى شراطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان معمعون اولئك الذين اشهوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مرتدين الان مع المثلين مثل ناري مضروب للذين علم الله ان يموتوا على النفاق ومثل مائي مضروب لمن يرجى لهم العودة الى الطريق المستقيم والى الدخول في رحمة الله قال تعالى مثلهم كمثال الذي استوقظ نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذا النور معب عنه بالنار ونور القرآن الايات تنزل فاذا نزلت الايات وكانت تحمل بشرة وهداية وما سمتهم ولا عرضت به فارحوا واطمأنوا فاذا نزلت الايات كرعب القاص تخرج نفاق المنافقين والعياذ بالله تعالى اطابهم وعطابهم مثاله كمثال الذي استوقظ نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون المثل الثاني او كصيب من السماء مطر يقال في الصيب لانه يصب او كصيب من السماء فيه ظلمات وعض وبرق هذه الآيات وأنواعها فيه ظلمات وعض وبرق يجعلون اصابع في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم برقوا الآيات وأنواعها كلما اضاء عليهم ما شوفي واذا اضلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لو شاء الله لأصابهم مع صبر الأولين وماتوا على نفاق ولا دخول في الإسلام ولا نظر إلى رحمة الله هذه الآيات الأولى بعدها جاء نداء الله العام للناس أجمعين بعد هذا البيان بعد كشف هذا الهدى وبيانه نادى الله عز وجل البشر يقول لا بعنوان الناس فقال تعالى يا أيها الناس أربيضكم وأسودكم عربكم وعجمكم يا أيها الناس أعبدو أعبدو أمكم أمانا بأن نعبدو كيف نعبدو نعبدو بما يبين لنا من أنواع الطاعة إذ العبادة من العبودية إذا قال قوموا قمنا وإذا قال اقعدوا قعدنا قال انظر نظرنا قال أغمر عينيك أمرا وطول الحياة لأننا عبيد أعبدو 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 ربكم بما شرع لكم من أنواع العبادات والطاعة لما هذه العبادة أعبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إذا خطر ببال أحد من هو هذا الذي يأمون بعبادته من هو الذي خلقك وخلق أمك وأباك وجدك وجدتك وإلى آدم ما تعرف الذي خلقكم قد يقولون نحن لستم بمخلوقين إذن هؤلاء مجانين لا يدخلون في دائرة الكلام معهم مخلوقون ولذين من قبلكم ما أنتم وحدكم أي أعبدو الله الذي خلقكم وخلق من قبلكم بل وخلق كل شيء وهو الخلاق العليم الذي صنعك وصورك ووهبك حياتك طلب منك أن تطيعه من أجل أن يكملك ويسعدك تقول لا 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 هذا جنون وإلا عقل خلقك وصورك ووهبك سمعت وبصرك وحياتك وخلق كل شيء في الكون من أجلك وطلب منك أن تطيعه لأجلك أنت لا لأجلي هو حتى تكمل وتسعد في الدار الأولى والدار الثانية تقول لا 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 ما أعرفه أرأيتم هبوط الكافرين والمشركين دون البهائن الذين يرفضون عبادة الله مستوىهم أحط من البائن ما قال عبود الجبار العظيم الذي بيده أواحكم وأوزاقكم الذي إن شاء ماتكم وأبادكم ما ناد بهذا النداء نادان بما يمكن أن يعقله الغاجل والمرأة والعربي والعجمي أعبدوا ربكم أي خالقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال لعلكم تتقون بذلك عذابه ونقامه أي أعبدوه لتتهيأوا بتلك العبادة من النجاة مما تخافون مما تحزنون به وتتألمون لعلكم تتقون نتق ماذا عذاب الله حتى لا نقع في فقر ولا في فتن ولا في اضطراب ولا في آلام ولا في حروب ولا ولا هذا في الدنيا وعلنا نتق أيضا عذاب الدار الآخر التي نرحل إليها تباعا واحد بعد واحد ومئة بعد مئة والمطير واحد إلى دار البوار أو دار السلام سبحان الله العظيم ماذا يريد الله تعالى من العباد يريد أن يكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة أسباب الكمال والسعادة طاعته فيما طاعته فيما وضع من قوانين من شأنها أن تزكي النفس وتطهعها أن تهذب الأخلاق وتربعها أن تحسن الآداب وتسمو بها فينتهي الظلم والشر والخبض والبساد فيعيشون على فطح الأرض كالملائكة في السماء قالوا لا الشيطان ما يريد إذن ثم زادهم بيانا الذي جعل لكم الأرض فراشا إذا ما فهمتم الله بخلقه لكم وخلقه من قبلكم انظر انظر الذي جعل لكم الأرض فراشا مبسوطة تمنى تنام تحرف أليس كذلك؟ والسماء بناء فوقكم لو شاء الله خبرت من فوقكم من يبقى يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإني وإن قلت كيف السماء لو تسقط الشمس فقط والعياب بالله والله ما يبقى موجود على الأرض لا يا شيخ ما من شأن أن تنزل أن تسقط فقط لو تنزل عن مستوىها لا احترق الكون الشمس حرارة وتعرفونها والأبعاد ما تريكها بعقلك ومعاذا لو تخرج عن فلكها وتنزل لا احترق كل شيء ولو ارتفعت زادت لتجمد كل شيء فنحن نعيش بحرارة الشمس الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وأنزل من السماء ماء تكلمنا على المطار الصناعي في مطار الصناعي هالي اليام في الصين ولا في اليابان قالوا المطار الصناعي المطار الصناعي كتبت الجرائب والصحف يتحدون المطار الصناعي هل حصل مطار الصناعي فرنسا اصابها جد في يوم العام للعوام قالوا للمسلمين صلوا وادعوا لنا الله عتى ينطرنا وخرجنا وصلينا وانطرهم الله أين المطار الصناعي فقط أنا بمخروق الما يطوش منها قالوا هذا المطار الصناعي تدرون قبل ثلاثين سنة أربعين سنة لما بدوا يفكرون في قضية طلوع القمر أخذ الصحف العرب تكتب من يحجز من الآن يحجزوا منازف القمر وشطحوا ورقصوا أين طلوع القمر قبل أيام الزعيم الذي قالوا طالع المريكاني أعلن في العالم أنها مناورات كذب وتنفيليات الجبال فقط وسبق إلى هذا الصين الشيوعية أيام قوتها وشدتها نشرت في مجلاتها أنها مؤامرة ضد البشرية تمت بين دولتين العظميين روسيا وأمريكا لإذال البشر وإخضاعهم وكل ما قالوا باطل الذي يعرضونه في التلفاز وشاشات السينما تمثيليات فقط وبكينا نحن وقلنا يا عرب يا مسلمون استعوا اخجلوا لا تتبجعوا بانتصارات أعدائكم عدوك يحقق هذه الأهداف السامية العالية وأنت تمدحه وتثني عليه ما تستعي الصين أخفت هذا عن شعبها ولم تذكروا قالوا باطل ليقى شعب الصين متماتك قوي الروح يستطيع أن يقف في وجه روسيا أو أمريكا ونحن أبقار هابطون نصفق له وإذا قلت ما طلع أسكت رجلي منتكي ما طلع هذا الحديث سمعتموه وإلا أعادناه من ثلاثين سنة أين طلوا إلى القمر إذن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء مان فأخرج به من الصمارات رزقا لكم رزقا لمن لله وملائكته لا لكم يا بني آلم من ينزل الماء من السماء كيف يتحول هذا الماء كيف يتكون كيف دعنا من آثار تكوينه نازل ماءا عذبا فراتا إذا انقطع ماتت الأرض ومات أهلها هذا ما نعرف أنه ربنا وخالقنا ونقول من هو هذا إذن فبناء على هذا العلم هذا النوع يا عباد الله فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون بعد هذه المعرفة اليقينية يجوز أتقول يا الله يا عيسى أو يا رب وياه بل أو يا رب وسيد عبد القادر يجوز تجعل مضاد لله تضاده به لم يفح أبدا إلا تحيد لا إله إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي فالصالحين فضلا عن الأوهام وما عبد البشر بأمر الشيطان وتزينه إذ عبدوا حتى الفروج إذن فلا تجعلوا لله أندادا تضادونه بها بأن تعبدوا حمعه تدعونها تستغيثون بها تذبحون لها اللباع تنديون لها النذور تتمسحون بها تعكفون عليها تعلقونها في أعناقهم اليوم أخباني طالب وهو صادق عفريت صليب المسيح لمصري مدسوس هنا جاء عامل فضبطوه والصليب في عنقه سلسلاء والصليب أمسكوه مزقوا الصليب وتاركوه ماذا ينفعك يا أحمق عيسى نفسه الذي وضع الصليب له والله لن يغني عنك من الله شيئا الصليب في عنقه مضاد لله ومحادله ماذا ينفع الصليب ماذا ينفع عيسى ولا أمه ولا جبريل عليهم السلام من يستحق أن يعبد الله ألا له الخلق والأمر فالذي ما خلاقا ولا أمر ولا كوبا كيف يعبد إذن فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعبون وأنتم تعلمون نعم يعلمون لو استسألوا عن هذا الصليب يشفيك من ما رضيك سأتركوا بالعلاج يقول لا ما يشفي هذا الصليب يمثل من يمثل عيسى وعيسى عليه السلام أنت تقول لبحوا وقتلوا فلو كان ينفع ويضع كيف يصلبونه على أخشاب والناس يشاهدون أين عقول النصارى والله سبحان الله الرحمن لما تكلم الباصر منهم يقول عادات فقط جرع عليها الناس الإله يذبح ويصرب سبحان الله العظيم والذليل على أنه صليب لما علقون الصليب لأنه صورة عيسى لما قتل وصلب من قبل اليهود وسبحان الله والقرآن يصبح بأن عيسى ما قتل ولا صليب برافعه الله إليه وأن يقول لا القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبيه لهم لا 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 هذا قرآن العرب وتمضي الأيام وتتوالقه نو الأعوام ونسمع ونحن في الضوء سبب نجيري أن بولوس الثامن أعلم أن اليهود براءه من دام المسيح ما سمعكم بهذا بولوس والغريب بولوس هذا اسم قس ورئيس كنيسة وبولوس عندنا ماذا في جهنم دارك من دراكات النار اسمه بولوس بولوس يقول إن اليهود براءه من دام السيد المسيح فلا تحملون لهم أيها النصارى العيدا والبغضاء وما قال هذا إلا بالمال لأن اليهود سيطروا على العالم في باب البنك والرصيد والمال فأخضعوا أرباء أمريكا وأخضعوا العرب والمسلمين سمعتم بهذه قلنا آمنا بالله نحن من قبل نقول عيسى حاشا ما قتلوه وما صربوه بل رفعه الله إليه وسينزل لا 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 قتلوه هل استطاعوا أن ينزعوا الآن الصليب من عناقهم ما استطاعوا حيرانات بائم إذن هذا كله تقدم لنا في هذه الدروس وهذه خلاصة عاجلة والآن مع قول ربنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعو شهداءكم من دلله إن كنتم صادقين يخاطب تعالما البشرية كلها وبخاصة الكافرين والمشركين والمنافقين يقولهم وإن كنتم بعد هذا النداء الذي وجهنا إليكم والبيانات والبراهين التي لاحق في الآفاق بينكم وأنه لا إله إلى الله إذن فاعلموا أن محمد رسول الله يا من شهدوا أن لا إله إلى الله لما ظهر له من الآيات ولا حلهم في الآفاق من بينات وعافوا أن لا يعبد إلى الله فقالوا لا إله إلى الله قولوا محمد رسول الله والبرهنة والتدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اسم وإن كنتم في ريب والريب الشك الذي معه الطراب فالنفس قلق وحيرا ومجرد شك وطاحبه هذه نفس لا في قلق وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من عبده هذا هذا رسول الله وهذه الإضافة للتشريف عبد الله من من يلقى إلى هذا المستوى ويصبح حقا عبد الله تصبح عبدا لله مطيعا في حركاتك وسكناتك في أفكارك وميولك وقلوبك وما تعمل من حياة كل ذلك لله أنت عبده إذا قال قف وقفت الذهر كله وإذا قال نم نمت كذلك ولا تصرف لك أبدا بل الكل لله هذا العبد الذي استعبده بالخدمة بالطاعة بالعمل المتراطل بترك كل شيء من أجل الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من الآيات القرآنية التي حواها هذا الكتاب من نزل هذا الكتاب الله جل جلاله إن كنتم في ريب من تنزيل هذا الكتاب أي من كونه نزله الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر رسالته ونبوته وليجير طاعته ارتباع له فأتوا بصورة من مثله تفضلوا الباب مفتوح نعطيكم عام عامين ثلاثة آلب سنة تفضلوا فأتوا بصورة من مثل محمد في أميته وعدم قراءة وكتابة وعلمه من مثل هذا القرآن الكريم والقرآن حمال وجه والشاهد في الاثنين فأتوا بصورة من مثل محمد صلى الله عليه وسلم وقد عاش أربعين سنة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ونزل عليه القرآن وهو لا يفلق بين الألف والباء ولا بين الها ولوا لما بلغ الأربعين سنة وهذه سنة الله في تنبئة وإرسال عسله عامتهم ينبئهم إذا بلغوا سنة العشدة والكمال العقلي لأن الفتوى والشباب يوجد فيها طيش للعبد ما في ثبات ورصانع لكن إذا بلغ الأربعين اكتمل عقله ونمأه فسنة الله في هذا الباب ما نبأ ولا أرسل إلا من بلغ الأربعين هذا في الغالب فأتوا بصورة من مثل محمد صلى الله عليه وسلم وتفضل ووجه آخر فأتوا بصورة من مثل القرآن اللهم لا ذا ولا ذا إذن وهذا التحدي لله قائم إلى الآن هل استطاعت البشرية أن تأتي برجل ويقول أوحي إلي قرآن وأنزل علي كتاب وهذه صورة من صوره ما استطعت وهنا حقيقتان أو وجهان مشرقان الأول أن الله عز وجل صرف قلوب البشر عن محاولات الاتيان بصورة ومن يقوى على صرف قلوب البشر إلا الله أجيال الجيل بعد الجيل ما هناك من حاول أن يأتي بصورة من مثل القرآن من يقدر على قلب القلوب وصرفها ماهي من جيل ولا من أمة ألف أربعمائة وهو كذلك ثانيا القرآن معجز بألفاظه بكلماته بجمله بمعانيه لا يستطيع أحد مهما أوتي من الفصاحة والبلاغ والبيان لن يستطيع أن يأتي بسرعة من مثل القرآن إذا هذا التحدي قائم وباقي إلى الآن فهو وحده يشهد أن محمد رسول الله إن طلبت وطلب منك التدليل على نبوة محمد ورسالته أجيبه بكل سهولة أنزل الله عليه كتابه 114 سورة وتحدى الله البشرية كلها أن تأتي بسورة من مثله فعجزت فدل هذا يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وجاء قول الله عز وجل فأتوا بعشر صور من مثله وجاء أيضا فأتوا بمثل القرآن فعجزوا إذ قال تعالى قول إن اجتمعت الإنس والجن وتعاون وتضعط على أن ياتوا بمثل القرآن ما أتوا به من صورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة أي معينا ومساعد الشياطين الشياطين والجن فسقتهم فجرتهم البشرية فجارهم طغاتهم كلهم تعاونوا على أن ياتوا بمثل القرآن في هدايته وقضاءه وإحكامه وشرائه وبلاغته وبيانه والله ما استطر فمنه لا تنزل تعالى وتحداهم بعشر فقط فأتوا بعشر صور من مثله ثم تحداهم بصورة واحدة من صورة يونس فأتوا بصورة مثله من صورة يونس وفي البقراء هذه الليلة ندرسها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي من القرآن بأحكام وشرائه وآدابه وقصصه وأخباره وأنبائه فأتوا بصورة من مثله وهنا لن للتأبيل ولن تفعلوا هل فعلوا قولوا وهنا دائما نذكر الأبناء والإخوان والمؤمنات من باب التبين والتوضيح أقول لو أن أمريكا أنتجت آلة من الآلات الصناعية ثم أعلنت أنها تتحدى العالم الإنساني من بين ذلك أوروبا الصناع واليابان الصناع وروسي المتحد سبعين زنا إذا استطاعوا أن ينتجوا مثل هل تفعل أمريكا هذا ما تفعل تفضح أقول اليابان الصناع الآن متفوق هل تستطيع أن توجد أي شيء من الصناعات ولو إبريق من أبارق الماء أو الشهد وتقول أتحدى العالم الإنساني لمدة خمسين سنة أن ينتجوا مثل هذا ممكن يقع هذا والجبار جل جلال وعظم سلطان يقول ولن تفعلوا إلى الأبد هل فعلوا ما فعلوا لو اجتمع علماء اللغة والبيان والفصاحة والسحر والمنطق كلهم وقالوا نجمع عقولنا قلوبا على أن ناتي بصورة ونعلن عنها في الصحوف الجرائد في الكتب أنها كصوار قراءة أولا الله يصعفهم والله ما يجتمعون على ذلك أليست قلوبهم بيد الله هو الذي يصعفهم ثانيا لو أراد الله أن يترك هم يتخبطون ليفضحوا وتنكشف حورتهم والله ما إن يقدموا حتى يضحك منها النساء ورجل هذا كلام الله هذا هذا يشبه كلام الله حتى ننسبه إذا الله عز وجل وتتم الفضيحة الكبار هذا معنى قوله فإن لم تفع ولن تبعلوا إذن فما لا تنتظرون ثابتت نبوة محمد فقررت رسالته صح دينه إذن فانجوا أطلبوا النجاة لأنفسكم إذن فتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة ما دمتم عجزتم وعربتم ضعفكم وأجزكم ولاحت أنواع الكمال المحمدي وأنه رسول الله وأن هذا وحي وكتابه أنقذوا أنفسكم من النار إذن فتقوا النار التي وقودها أي ما تتقد به وتشتعل ما هو فحم ولا لحم ولا حطب ولا بنزين ولا غازات أعلمنا أن وقودها أجسام الكفر والكافرات المشركين ومشركات أهل النار العظام واللحوم وماد أخرى هي حاجر حاجر من سجين وقودها الناس والحجارة هذا النوع من الحجارة ما رأيناه ولكن البشر رأيناه ما هناك حطب ولا خشب ولا غازات ولا هذا العالم المشتعل يشتعل بأجسام البشر وبالحجارة التي كانت آلها وأصنام يعبدها المشركين هذه الحجارة هي أصنام المشركين التي نصبوها حول بيوتهم وفي منعطفات طرقهم ويعكفون عليها ويأتونها ويتقربون إلى الله بالتمسح بياء والعكوف حولها ومن الأمثال اللطيفة والتدليل على أن العرب في جاهل يتيم لما جاءهم من هو هذا بالأصنام من الشام عمر بن لحي الذي رآه الرسول في النار لما اكتشفت له النار وشادا يجر قصبه في جهنم عمر بن الحي لما جاء بالأصنام منتشرت أصبح كل منعطف كل حي كل كذا في المدن يجعلنا تمتال وإذا بأحد الأعراض ذهب إلى صنم ليزوره ويستشفع به ويتبرق به فلما دنى منه وجد ثعلبا قد رفع رجله ووضع على كاتفه ويبول عليه لأن الذئاب والكلاب شاهدناهم كيف يبول يغفع رجله على شيء مرتفع فنظر إليه ثم قال رب يبول ثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب واعتز له حتى مات وتخلى عنه رب يبول ثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فطراته اقتضت هذا كيف رب وآتيه لأعبده واثعلب يبول على رأسه ما يدفعه ولا يقتله ووأسفا ووحصرتا فقد وقع آباؤنا وأجدالنا من القرن الثامن أو السابع في مثل هذه العمياء فعبدوا قباب الصالحين وقبورهم وتقربوا إليها أكثر مما يتقربون إلى الله يحلفون بها يستغيثون بها يجعلون البقى والغنم لها يجعلون الأشهار لها وهكذا مثل ما كانوا المشركين ولا لوم ولا عتابا لأن هو القرآن صرف عنهم فعاشوا في ظلام القرآن أنتم الآن تشعرون أن شيخا يدوسكم القرآن ولا هذا كان مستعيلا كيف يتكلم في كلام الله ممنوع لما القرآن فيه الناسق والمنسوق فيه المجمل ومفصل يكفينا كتب الفقه ما نتورط نكتب على الله فأصبح من يقول قال الله يوم بالحجار فصرف أمة الإسلام عن القرآن إذا ذهب القرآن بنوره أسألكم من أين تأتي الهداية كيف يعرفون التوحيد هذا هو السر الحمد لله الآن ولا ند لو كنا في بلد آخر يسمحون لنا وإلى لا الآن الحمد لله من نيف أربعين سنة ندرس كلام الله في بيت الله ومسجد رسوله والشاهد عندنا في أن ضغام الجهدي هو الذي أوقعهم في عبادة غير الله عز وجل يستشفعون بغير الله إذن وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار والسؤال معاشر الأبناء بمن اتق النار كنا نقول بالأمس بما نتق الله ولا لا بما نتق الحر أسألكم بالله بالمكيفات والشمسيات ولا لا بما نتق البرد بما نتق الجوع لكل ما نخاف له ما يتق به ولا لا النار بما تتقى ان الذي الذي نتق به النار لان اذا اتقينا الله وبعد غضب عنه وعذابه اتقينا النار لكن من باب التوضيح ومن باب البيان اتق النار التي وقود الناس الحجار لا تشتعل بمادة غير أصنام المشركين وآلياتهم التي عبدوها ثم بأجسامهم في تلك النار ذلك العالم هذه النار أعدت الإعداد للشيد كان ذا قيم أعددنا لكم عاشاء ما نات عبنا وهيئنا كذا ولله أعددنا للحرب عدتها أعدت هيئت بعناية خاصة لمن أعدت للكافرين للكافرين بيض أو حمر سود أو صمر من هم الكافرون يجب أن نعرف قد يقول كُنَا مَانَ منهم من هم الكافرون إنهم الذي أنكروا وجود الله وقالوا الحياة مادة وهؤلاء كفار جودا ما مضى عليهم أكثر من مئة وخمسين سنة وهم البلاشفة الحضر الروس هؤلاء هؤلاء لم يسبقهم من كفر كفرهم قط في البشرية بل البشرية موحدوهم ومشرقوهم مؤمنوهم وكافرون يؤمنون بوجود الله الخلاق العليم الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويتوسلون إليه بعبادة غيره تلك العباد التي زينا العدول لهم فعبدوها من أجل الله وقرأوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء من صورة الزمر ويدلك لذلك أبو سفيان يحلب بالله أبو جال يقسم بالله عز وجل ويحج بيته مؤمنون وإلى لا فهذا الكفر الجديد والذي الآن بعدما انهزمت الشيوعية وتحطمت لبسوا بدل جديد وهي العلمانية ليسلبوا عقول البشر العلم العلم كل شيء ليس إلا العلم حتى ينس الله في قلوب البشر ولم يذكر كل شيء العلم هو الموجد والمعطي المانع الرافع المعز العلم فقط وتفطن الموحدون لهذا هل هل عرفتم الآن العلمانيين ما استطعوا أن يقول لا إله والحياة مادة فاشلة هذه إذن كيف يختبئون العلم ترفع ترفع يديك أنت قوم اشتغل تؤزق ما ترفع يديك إلى السماء اعمل تعلم الإلم ومن هو الذي وضع هذا المبدأ البلش في والله لبنوا عمنا آل يهود بعض السامعين يعجبون من هذه الكلمة هم يعرفون هذا أكثر منا هم أولاد إسحاق ابن باهيم ونحن أولاد إسماعيل ابن إبراهيم فلا عجب هم الذين وضعوا هذه من أجل التعجيل بتدمير البشرية والقضاء عليها لتصبح حيوانات يركبون منها ما شاء ويأكلون ويربحون ما شاء وترتفع راية بني إسرائيل مملكة بني إسرائيل فكل العظايم من السحر من موبقات الجرائم من وضعهم والسر في ذلك لو يسمعون كلام هذا تأخذهم الحم تبات ونحن ما يأخذنا شيء تبات وأخيرا ما قلت لكم منذ أيام ثلاثة أو أربع أنهم عرفوا أن هذه الدولة القرآنية لا تسقط ولا تزول إلا إذا عم أفراد الخبث وغطها الفسم والبجور بالله العظيم ومددنا أعناقنا كالأبقار وما بكينا ولا طرحنا بين أيدي ربنا واستجبنا ونحن لا نشعر فهم يعملون على نشر الإلحاد والفسق والبجور حتى تزول هذه العقبة من بين أيديهم هذه المانعة عرفوا هذا ولا لا فهي نقار معرفتهم بأن نستقيم لا ناكل إلى الحلال ولا ننطق إلا بالحق ولا نسكت إلا على الحق إلا على العق وهكذا طهر وصفاء لو يجمعون الجن كلهم بسحر ما يؤثرون علينا ولا يطفئون هذا النور الذي نعيش عليه لكن عرفوا وما عرفنا أفلام الدعارة أفلام 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 ماذا نقول السحر بظهوبه الآن في المدينة سحر كل يوم يكتشبون ساحرا هذه أنواع واسمع الآن يقول لطالب قال في المدرسة أستاذة أو أساتذة يقررون أن كشف الوجه ليس بحرام بدليل القرآن والسنة أضمع تكشف عن وجه وكفه يا هؤلاء أنسيتم قول ربنا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي ثياب يضعونها تنزع ثيابه وتخل حمرا هذا مقصود الله أعوذ بالله ما الذي تنزعه ما كانت تغطي به وجهها وعنقها ويديها ومع هذا يقول الله وأن يستعففنا خير لهنا تبقى بنت مية وعشرين ويتخش كالكتلة في ثيابها السود لا تعرف كبيرة أو صغيرة الآن ولو لهذه الصيحات لا فعلوا ما فعلوا بدأ حجاب العشرين سنة يزول في جامعة جدة لكن بك العلماء وبك المسلمون وأدبوهم الآن بدأوا ينغزون أيضا كشف الوجه ترضى أن تخرج مرأة الكاشفة وتضحك في الشواء يا ديوت يرضى بهذا مؤمن هذا عاقل حتى ولو كان فرمصا عمشا عمياء ما تريد أن تفضح بين الناس إن نساء المؤمنين مصورات في الخيام مقصورات حتى بالجنة فكيف نرضى بأن تصبح المارة كاشفا واجيا ثم عن عنقها أيضا وكفيه ويتلوح الشوارع أعوذ بالله ثم لما بدأ دعاة الصفور عملاء اليهود في العالم الإسلامي هل انتهى الصفور فقط إلى الوجه نازل إلى الفخذين وركبتين والساعدين ودمج النساء مع رجالي في كل أعمال والوظائف حتى أصبح كاليهود والنصار وما يستحون في المدرسة ويقولون الكشف ليس في الوجه ولكفين إذا كان فقط الكشف مكشوفاني إذن ماذا بقي أنا أقول له منظر الشيخ السعودي تعرفون ولا لا أنا مصطور ولا مكشوف انظر إلي في غير وجه وكفي هذا هو الحجاب إذن السعودي وكل متحجبون هذا فهم هذا ذوق هذا الذي يقص الحجاب على الوجه والكفين والشاهد عندنا هذه أصابع الماسوني اليهودية لعنها الله عز وجل وقطع دابعا أعوذ بالله طهراء وهم فيها خالدون إلى آخر إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات الذي تقدم من السياق هذه الآيات خاتمته فما هي حصيلة ما درسنا وحفظنا إنها أن الناس ثلاثة أقسم ثلاثة فرق ثلاثة طوائف الطائفة الأولى أو القسمة الأولى هم أهل الفلاح هم المفلحون الذين ينجون من النار ويستقرون في الجنة دار الأبار هؤلاء هم الفائزون هؤلاء هم المفلحون اذ ضفعوا بالمرغوب ونجوا من المرغوب وسر ذلك أنهم زكوا أنفسهم وطهروا فأصبحت متآهلة لأن تجاور الله تعالى في الملكوت العلى إذ قال تعالى في حكمه الصارم قد أفلح من زكاها ومعنى أفلح فاز ومعنى فاز ناجا من المغروب وهو النار وغافر بالمرغوب المحبوب وهو الجنة هذا القسم هو الذي قال تعالى فيهم ألف لام ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين المتقين اتقوا ماذا اتقوا صفط ربهم أبهم وغضبه وبذلك اتقوا عذابه كيف اتقوا هذا آمنوا وأنفقوا وعملوا الصالحات قال تعالى في بيانهم هدى للمتقين الذين يقيمون الذين يؤمنون بالغيب وهذا معلوم بالضواء لا ينفع عمل صالح بدون ايمان الايمان اولا كما سيأتين في اياتنا الليلة وبش من الذين امنوا فقط امنوا وعملوا الصلاة اذا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وهو يشمل الايمان بوجود الله عز وجل ربا وإله ذا صفات علا وأسمع حسنا الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أنحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الإيمان بدار السلام وما فيها من نعيم مقيم الإيمان بدار البوار وما فيها من صنوف العذاب والبلاء والشقاء الإيمان بالوحي الإلهي الذي هو كتبه التي أنزلها على رسله الإيمان بأنبياء ورسله المبلغين عنه كل هذا يدخل تحت كلمة مؤمنين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخر هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المبلحون قولوا اللهم اجعلنا منهم إن لله نفحت ما تدري هالقسم الثاني أو الصنف الثاني الكفار أصحاب النار ولكن من لطائف الآيات وعجائبها أنها ذكر صنفين اللفظ واحد وهو دال على صنفين الكفار منهم من توغلوا في الكفر وضربوا فيه وأبعدوا حتى طبع على قلوبهم وقتلهم وأصبح على أسماعهم سدد لا يسمعون الهدى ولا ينفذ لأسماعهم كما ختم على قلوبهم وعلى أبصار غشار كالبياض المسمى عند المرض بالعيون ما يبسرون هؤلاء سواء عليك يا بني أنذرتهم أم لم تنذرهم بلغتهم دعوة الله أم لم تبلغهم انتهى أمرهم هؤلاء لهم عذاب عظيم إذن والذين هم كفى وكفر ولكن ما تواغلوا في الكفر بالظلم والشر والفساد والخبث هؤلاء كفار ولكن قابلون للدعوة متهيئون الآن إذ ما هناك موانع ولا حجب أدعوهم أنذرهم بشرهم فإنهم قريبون للاستجابة من أين عرفنا هذا الفريق لأنه لو كان كل الكفار أخبى عنه بما أخبى ما في حاجة إلى أن ترفع السلاح وتدعو إلى الله نم يا رسول الله في بيتك لكن الآية تعني أن هذا القسم ينقسم إلى قسمين كفار طبع على قلوبهم انتهى أمامهم لما لأنهم ذبحوا قتلوا فجروا أكلوا الحرام فعلوا كل باطل ما هم مستعدين أن يرجعوا إلى الإسلام بعد التوغل في الظلم والشر والفساد والسر أنها سنة الله يأكل 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 يشبع كذا وللا يشرب 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 يرتوي إذن يظلم 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 يصبح لا يعرف إلا الظلم ما يبغي غيره وهذا أموم اعتادة الذين اعتادوا الحشيشة والأفيون بلغنا أنهم ما استطاعوا أن يتخلم والذي شربها يوم ويومين فقط في إمكانه أن يرجع والشاد عندنا أنذر يا رسول الله بلغ يا نبي الله والكفر أمامك صنفاني صنف ما تحزن ولا تكرب إذا ردوا دعوتك ولفضوها ورفضوها لأن الأمر سابق أن ختم على قلوبهم وعلى أسمائهم وعلى أمصارهم والآخرون بلغ وكذلك كان من هم الذين ماتوا على الكفر يعدون بالعدد في مكة والباقي كلهم دخلوا في رحمة الله أليس كذلك الذين ماتوا في بد سبعون طاغيا هم المقصودون المعنيون ماتوا على الكفر وإلى لا والآخرون تابوا وتاب الله عليهم معاشر المستمعين والمستمعات هل أدركتم هذا المعنى ما هو صعب اسمع الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قد يقول قال إذا ما مدام كل كفر هذه حال ما في حاجة إلى الدعوة ما يؤمنون الواقع يخالف هذا ملايين أنذروا في استجابوا ودخلوا في رحمة الله إذن فمعنى هذا أن هذا الصنف من الكفار إن واجهوك بالعناد المكابرة والإصراء لا تحزن ولا تخف لأنه قد سبق أن ختم على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أن الجزء الثاني هم الأكثرية وإن كانوا كفارا مشركين فادعوا وبلغ فإنهم يستجيبون لعدم وجود مانع كالآخرين هذان قسمان وإلى لا ومن الليل ما بقي إشارة إلى هذا لأن الليل انتهى السياق انتبهوا القسم الثالث المنافقون والمنافقات المنافقون من هم الذين يبطنون يخفون يدسون في قلوبهم في صدوهم في بطونهم الكفا ويظهرون الإيمان لا إله إلا الله محمد وصره آمن بالله يسبقونك إلى المسجد إلى النافق وهم فقط من أجل الدفاع عن وجودهم وليبقى على حياتهم بين المؤمنين إذ لا يستطيعون أن يعلنوا الكفا يباد إذن فاتخذوا إيمانهم جنة ما معنى جنة وقايا كجنة المقاتل فالحرب ما يلبس سطل من حديد وإلى لا لأجل ماذا حتى الرصاص وإلا الرمح أو النبل ما يصبه اتخذوا أيمانهم جنة فهم يؤمنون فالظهر لكن الإيمان لم يدخل قلوبهم لأن لهم إخوانا لهم وشياطين أثبتوا أصبروا ما أدوها للدعوة العالم كامل ضدها ماذا يحصل بعده خليكم على ما أنتم عليه إذن فهم يشجعونهم ما جاء في الآية أن لهم شياطين ولنا إذن هؤلاء المنافقون أيضا نوعان توغلوا في النفاق يموتون عليه هو نوع آخر هش ألي أقل نفاقا هؤلاء أصرهم آمن الذي فهم مع الكفار كيف هم قسمان يفهم المنافق أنهم قسمان موكل منافق منافق دائما في منافق لطيف ضريف سرعان ما يرجع ومنافق صاحب مبدأ مذهب رأي طمع آه لا يواصل لفاق وضرب الله تعالى لهم مثلين ماء وناري أو نار وماء فاسمع المثلين ولعل أكثركم قد حفظ يقول تعالى مثلوهم كمثل الذي استوقد نارا أوقد النار جمع الحطب أوقد النار أو الظلام كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ونظر الكون والجو وما فيه وما عليه ذهب الله بنورهم أطفأ الله تلك النار فهم في ظلمات صم بكم عمي فهم لا يعجعون هؤلاء الذين قضى الله أن يموتوا على النفاق وماتوا على رأسهم زعيمهم عبد الله بن أبي ابن سنول الخزجي أو الأوسي مات ودفنه ولده في البقيع وكفنه رسول الله بثوبه لأنه ما قال أن المنافق أو كيف كان يدخل للروضة والأمة فيها أشهد أنك رسول الله وقرأ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إذن هؤلاء أضاع الله لهم الأرض بالنور الإله بالقرآن ولكن ولكن لما أصروا على الكفر ونفاق ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلومات قد يكون بدأ الإيمان في قلوبهم ولاحة واروه ثم انطفع لما أصروا على البقاء لأن لهم اتصالات بالخارج بمكة بنجد بالروم كذا أصبروا ما أدهم هل الدعوة إلامة الدنيا كلها ضدها فهم بقوا على إصام لا سيما وأن ابن أبي كان يريد أن يملك اجتمعوا في يوم الأيام على أن يملكوا عليه ملكا ولكن ما إن جاء رسول مدينة ضاعت الفرصة فاستشاط غيظا وشريق بريقه وما هو مطر إلا لا بد أن يدائن ويدعي الإيمان هذا مثل لمن ماتوا على الكفر كمثل أو كصيب من السماء فيه ظلمات وععد وبرق ورصيب هو القرآن الآيات القرآن يتنزل واحدة تبشر وأخر تنذر أخر تراهب والثانية تحبب هذا هو القرآن ترغيب وترهيب وإن لا فهم في هذه الحال أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق إذا نزلت آيات الترهيب والإنذاء والتخويف بالعذاب يجعلون أصابعهم في آذانهم ما يطيقون لأنهم يشعون أنهم منافقون هو الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه إذا ما جاءت آيات تندد بالنفاق وطبعا ما يشو إذا جاءت آية تخوى بالعكس واقفوا أو آيات تعمى وتنهى بحسب حالهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أضلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم وختم على قلوب كذا إن الله على كل شيء قدير لكن فعل ما فعل بخلاف الكافرين الأول فعل وإلى لا حاكم عليهم بالعذاب العظيم فلهذا أسلم المنافقون بالمئات ما توفي رسول صلى الله عليه وسلم وبالمدينة منافق واحد كيف أنواع القرآن تلوح هنا وهناك وهم يهربون من هنا وتنكشف حالهم من هناك فما كان إلا أن دخلوا في رحمة الله والذين كتب الله شقاوتهم أزلا أصروا عليه على النفاق حتى ماتوا منافقه الآن عرفتم مصناف البشر وإلى لا في هذه الآيات مقدمة من صورة البقرة جاء النداء العام يدخل فيه المؤمن والكافر والمناضق يا أيها الناس من هم في المدينة ومن هم في مك ومن هم في الشام ومن هم في الصين واليابان هذا نداء عام يا أيها الناس أعبدوا أعبدوا ربكم ما فيه سبيل للنجاة ولا طريق لخلاص من خلد في عذاب دائم أبدي إلا هذا ما في حين أعبدوا بيه من خلاله ومن خلاله تحببه فيكم وتحببكم له وتطيعونه فتعملون فتعملون بمزكيات أنفسكم ومطهرات أرواحكم فإذا زكت النفوس وطابت الغواه أصبحت أهلا للجوار الكريم لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين افهموا أيها المستمعون والمستمعات وبلغوا أن العبادة التي فرضها الله وشرعها وأزمها وأزم بها عباده هذه العبادة ليست فيه صالح الله ما فيه حاجة إليها كان ولم يكن شيء عرفنا هذا ولا لا وإنما ثمار العبادة نتاجها حصيلتها تعود على العابد عرفتم هذه ولا لا كيف يا شيخ تعولوا على العابد نعم لما يستقموا على منهج لا لا ظلم لا فجور لا طفر لا شر لا خبث لا فساد إذن ما الذي يحل محل هذا الطهو الصفاء الأمن الرخاء الكمال هذا في الدنيا ثم في الآخرة دار السلام من الذي جنى من العبادة العبد أو الله المعبود العبد حتى لا تفهموا أن هذا استرقاق واستعباد وإذلال للبشرية لو أراد أن يذلنا ما شر علىنا دينا ولكن صلط علينا ما شى من البلاء فكسر أنوفنا وأذلنا حاشاوه وهو أرحم الراحمين وآدل العابدن فقط أعبدوه بمعنى طبقوا القانون الذي وضعوا لإكمالكم وإسعادكم هذا معنى العبادة أذعنوا إنقادوا سلموا لله في شعه وطبقوا تكملون وتسعدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم من هو الذي خلقكم والذين من قبلكم ما تبقى حيراء وفتنة وتلوي راسك من ربي من أعبد من هو الذي خلقت تقول لا 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 أنا ما نبي مخلوق قولها في السوق وانظر بين اليهود بين النصارى بين الروس يسخرون منك هذا مجنون أنت ما أنت مخلوق خالق أنت خلقت نفسك أخلق لنا بعوضة ما يستطيع أحد يقول لا أنا ما أنا مخلوق إن مجنون إلا إذن أعبدوا الله الذي خلقاكم وخلق الذين من قبلكم ما أنتم وحدكم فقط لماذا هذه العبادة يا ربي العلا السبب السعر ما هو لعلكم تتقون أي رجاء أن تتقوا أو كي تتقوا أو من أجل أن تتقوا نتقي ماذا ما نخاف تخافون من الجوع وإلى لا من العطش وإلى لا من المرض وإلى لا من الحرب والقتال وإلى لا من النار والشقى وإلى لا كل هذا تخافون إلا العبادة الله بها تتقونها لهم تجعلون بينكم وبين ما يضركم ويحرمكم سعادتكم وكمالكم وطيبوبة حياتكم عبادة الله لأنها قوانين منظمة وإلى لا ما هي فوضى أسألكم بالله العبادة مقننة وإلى لا في أوقاتها في كمياتها في ظروفها وإلى لا قوانين فقط إيتها وأنت منكسر دليل بين يدي رب العالمين الجليل ما تأتي وتتعنطر أو تعبث بها كقانون الدولة تحتال من هنا وهناك وإلى هي قوانين عندنا القانون لحمة تعرفون ولا لا السيارة يجل شعلت الحمر أحبس يمشي لا لا قانون وعاقب موجود هذا ولا لا إذن هذه العبادة قوانين إلهية ما هي من وضع البشر حتى يمكنك الاحتيال ورجوة فيها هذا قانون الله وسيأتينا قريبا في الآية نبين أن هذا القانون دقيق في وضعه وتركيبه والله أدق من الكيميويات ومركباتها فلهذا أطهر الناس ما سعدوا ولا فازوا إذن يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أزيدكم بيانا لتتأكدوا من معرفة ربكم وإلى لا الذي تعبدونه الذي جعل لكم الأرض فراشا لا 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 أمهاتنا هنا اللي فرشنا الأرض مجنون هذا يقول ما هي قضية فرش الزربية وإلى حصير مدها وبسطها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب اركب امشي نم ابني هذا الفرش وإلى لا والبسط الذي جعل لكم الأرض فراشا في من يقول لا بنوا فلان العمالق هم الذين مهدوا الأرض وبسطها ممكن تضحك علي حتى البهاين وإذا قال فلاذ والسماء بناء من أجدادكم من رفع السماء وزينها بهذه الكواكب كهذه المصابع في سقفنا هذا لو سقط كوكب احتراق الكون ما انفعل ما زلتم ما أيقنتم وأنزل من السماء ماء ماء المطر مر ملح وجاج أو عذب فؤرات من غرب له من صفاه الآن الآن إن تصفيات الما موجودة بالآلات بالآلات وهذا ما المطر وقد تكون من المالح من البحر والمستنقعات وكيف أصبح عذب فراتها أمهاتنا لا يصفينا ما لهم لا يذكرون الله يخافون أن يعبدوه لأن الشقار كتبت عليهم وأنزل من السماء ماء فأخرج به أي بالماء من الثمرات رزقا لكم لا نلمه لنا لمن للحيوانات الحيوانات العشب الكلاو الأب أما البر والسلت واواء والتفاح والعنب والحيوانات أمسق وأنوى لنا علة ماذا علة العناية الشات يطاردها الكبش حتى تحمل وتلد ليتوفرنا اللحم والصرف واللبن والجبن والحليب كل هذا من أجي سواد عيونكم يا بني آدم آه أبعوا أن يقولوا الحمد لله لأنهم كفروا محجبوهم عن الله إذن اسمعوا عبدوه قالوا عبدنا تهيئنا مستعدونا لكن اسمعوا هذه العبادة لو تعبدوا معه غيره أفسدتم والله ما يقبله أبدا انتبئوا فبناء على هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنهم مخلوقون مربوبون صنعتم أكثر بأيديكم وصورتم تصاوير تماثيل انتبهوا هذه اللطيفة عرفتموها العبادة التي طلبها اسمع لو تخلط معها شيء اسمه شرك أصبحت منادا لله مضاد له بهذا المخلوق وبطالة العبادة فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أن اللات والعزاء والسيد عبد القاد والبيضاوي والبداوي ورسول الله وهو كلهم لا عيسى ولا ما أمه لا يستحقون أن يعبدوا مع الله بأذنى عبادة ولو كانت بنداء وطلب حاجة وسؤال رغيبة من قال يا رسول الله فرج ما بي أنقذني من فثنتي رد علي مرأتي طلقوها أغضب الجبار جل جلاله وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضب المؤمنين والملائكة وأشرك بالله وبطل إيمانه وفسدت عقيدته ولم ينتفع بعبادته ولو عبد الله مليون سنة إلا إذا تاب لأن الشرك أخبر تعالى عنه بنفس اسم إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخر من الخاسرين أرأيتم لما هذه الآية جاءت هنا فلا تجعل الله أندادا أيها العابدون اعبدوه وحده فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون لو تسأل مسيحي راقي كذا قلوا أسألك بالله هل تعتقد أن عيسى يخلق يوزق فإن قال لنعم كيف عيسى ما تقول قتلوه وإن لا ما صلبوه على خشبا حسب اعتقادهم كيف يقتلون وتقول هذا يخلق ويرزق أنت مجنون إذن مريم البتول مريم العذاء إحدى نساء بني إسرائيل وجدت البشرية قبلها بالملايين وبعده ماتت من للخلق إذا مات الرب سخرية وباطل وزع ولكن رؤساء الكنائس رجال الدين أصحاب جمعيات التنصير الذين يعملون الليلة والنهار ما أخدعهم وما ماذا أقول فيهم حيوانات بهائم أو شياطين إذا كانوا ما يفهمون ولا يعقلون ويدعون إلى عبادة الصليب والتخلي عن بيات الرحمن الرحيم هؤلاء ماذا نقول فيهم بها أبقى وإن كانوا يعلمون ولكن والكنيسة ومصادر العيش والاحترام والتبجيل بين الصليبيين هو الذي هو الذي حملهم على هذا أطفل ما قال إذن أكلوا دينهم بدنياهم خيب الله مسعهم إذن والآن جاءت الدعوة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي أنزله الله لأن رفض الإيمان أول كان مجملا وإلى لا هدى للمؤمنين المنافقون آمنوا ما كذا المؤاد هو الإيمان الكفا وما آمنوا إذن الإيمان بماذا أولا بالله تعالى ثانيا بوحي وكتابه وشرع وقانونه ثالثا برسوله الذي نزل عليه ثالثا بعالم السماء بالجنة دار النعيم وبعالم البوار الدار جهنم وبئس المصير وهذا السياق كله يقرر هذه هاه الآن مع الكتاب والرسول قال تعالى لهم أي للناس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من عبده؟ محمس لمما قال على حبيبنا أو رسولنا ليس لك هذا ولن تلقى إليه فلا تدعني إلا بيا ماذا فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي إذا أضافك الله تعالى إليه وَجَعَلَكَ عَبْدَهُ نَمْ وَجَعَلَكَ عَبْدَهُ نَمْ مَنْ يَطْمَعَ فِي أَنْ يَكُونَ مِتْلَكَ حَارَفْتُمْ إِذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنتَ عَبْدِي أبشر ومن الأمثلة البسيطة نحن الآن في المدينة إذا جاءت تسمية من خادم الحرامين العدنان وإلى راضي أو إسماعيل أنت أحد رجالات قصرة تصب الشاه وتغسر الأواني كيف تكون حالك الليلة إيه لعل يواهم كلكم حتى النساء لو يأتي يا مرصوم أنت في القصر ترتفع قيمتها ولا لا ترتفع نعم يصبحون يجون وراءها لتقضى حاجاتهم فكيف إذن بملك الملوك ورب الملكوتي ويختارك أنت من بين البلايين البشر قل أنت عبدي فلهذا في أعظم مقام قال سبحان الذي أسبا بعبده ليرفعه إليه ليكلمه وجها لوجه في الملكوت الأهلاء فلهذا قال الشاع فلا تدعني إلا بي عبدها فإن أحب أسمائي إنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الذي هو القرآن على عبدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله ينتهي الشك ذنو الريب ما نطيل الجدل شاكين في أن يكون هذا القرآن كلامنا شاكين في أن يكون محمد رسولنا إيئتوا بصورة من مثله وتفضلوا وإذا أتيتم ما بقي من يدعوكم انتهيتم هل استطاعوا كم سنة مضت عشر سنوات مئة سنة ألف سنة ألف ومئة سنة هل استطاع عربي فصيح بلغ كفلان وفلان من أرباب الأدب أن يأتي بصورة من مثل القرآن الجواب فعلوا منظروا على قلوبهم منظروا فوجوهم الله ومع هذا حتى لو قلنا بعدم الصرف ما يقول بعض العلماء فلو حاولوا حاولوا ما استطاعوا أين لهم البيان وفصاح البلغ والمعاني حتى يأتي بمثل هذا القرآن وإن قلنا بصورة من مثل أي من أمي مثل محمد ما قرأ ولا كتب ولا عفلب ولا الأليف ويأتي بمثل هذا القرآن نقول القرآن عاجب هذا حاول علوم الأولين والآخرين حاول علوم العوالم العلوية والسفلية ما فرط الله فيه من شيء عرفنا أو لم نعرفه من يأتي بمثل هذا الكلام هذه الآيات التي قرأناها من أول صورة البقعة من يستطيع أن يصنف البشري هذا التصنيف ويضع على هذه الأمثيلة وهذه الأحوال ويختم عليها بما شاء من يقو على هذا إذن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين استعينوا بالجن بالشياطين بالبصر بآلهتكم بما استطيع ما تحديناك قلنا لكم فقط أنتم ولا استعينوا بأحد لا من الإنس ولا من الجن أنتم فقط فعاجزتم لا قلنا لكم واستعينوا أحضر شهداءكم من كل جنس وأخيرا فإن لم تفعلوا أي ما تأتون بصورة من مثل القرآن ومن مثل محمد إذن ولم تفعلوا عرفتم هذه الكلمة قلنا لن يقولها مخلوق هذه هذه لن يقولها إلا الله ولن تفعلوا لما لا يقولها إلا الله لأن البشر ما يستطيعون أن يقول لن يقع كذا وكذا في المستقبل فيه وكثير من يقول اليابان الروس أمريكا تفوقوا في الصناعة هل يستطيع مصنع من مصانع الدنيا يقول أتحدى البشرية لضعف خمسين سنة أن يحدثوا مثل هذه القطعة أو مثل هذه السيارة أو الباخرة أو مثل هذا المصر من الدرة يستطيعون يتحدونه في أسبوع ويكسرون أنفر ولكن الله تحداهم ألف أربعمائة سنة ولذا قال ولم تفعلوا الذي ما يملك الغيب ما يقول هذا كلام لكن الذي يملك الغيب وقدره وعرف كل ما فيه إلى يوم القيامة أخبر أنهم لن يفعلوا فقولوا آمنا بالله إذن والنتيجة إذا لم تفعلوا معنا عجزتم إذن اتقوا النار قبل أن تحرقكم إذن بمن اتقيها يا ربي آمنوا تنجم الله فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة البنزين ما فيه وإنما فقط الأصنام التي عابدتم ووأنتم كم سنة ويتحترق ملايين السنين ما تنتهي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت بالفعل موجودة مهيئة لمن للمؤمنين لا للكافرين كالدعوة إلى الإيمان وإلى الله وعند فهذا الدرس من المسكد النبو الشريف لفضيلة الشافة وفضيلة جابر الليزائري وذلك قبل ما تحلموا الذنب الجاه والسينما والفضيل وعند وشاهدها أبو الفضيل ومن شدة حرية أشاح بوجه طاهرة كذا ورجع الوراء موكة الفاسكم والآن بارد ثلج تمسوا بيدك ما في شي قطعة من النار حتى أشاح ورآ أكثر أهلها النساء والله العظيم والآن عرفنا عرفنا أن أكثر أهل النار النساء الطاهرات الربانيات الصالحات قليلة جدا الرجال الصالحون الطاهر أكثر من النساء وإلا لا أكثر من النساء إذن عرض هذا وإلا لا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت لمن للكافرين إذن إذن آمنوا تسلموا تنجو إلهنا انتهى الدروسنا السابقة في البقرة والليلة اسمع وعد الله وبشر الذين آمنوا الآن الآن الكفت الرب إلى عبده ورسول محمد بعد ما بيّن ووضع كل شيء في موضعه قال إذن يا رسولنا وبشر الذين آمنوا وعاملوا الصالحات أضاف العمل الصالح وإذا لا الأول كنا نتكلم على الإيمان فقط لأن الإيمان هو الأصل من لم يؤمن ما يستطع يغتسل من جنابه من لم يؤمن ما يستطع أن يخرج فلسه من جيبه وهو محتاج إليه من لم يؤمن لا يستطع أبدا أن يقف موقفا مشرفا وشهوة تدعو إلى خلافه هذا الإيمان عرفت تلاميذ والتلميذات عندنا حقيقة الإيمان إنها الطاقة الدافعة هل تندفع طيارة بدون طاقة بمثابتها بل هي سيارة تندفع تمشي بدون الطاقة ممكن مستحيل إلا إذا دفعها الرجال إلى متى حتى يصل للقاهرة ينتهي في عسى متعب ويفشلون إذن الإيمان الحق هو الطاقة من آمن إيمانا يقينيا أمكنه أن يعمل الصالحات وهو على ذلك قدير يضعف الإيمان فقط يفشل العمل كما هو مشاهد بأعيننا في العالم البشري الكافر لا يعمل المؤمن قوي الإيمان يعمل ونشاهد أعماله يضعف إيمان ينكمش ويقل الأمل الإيمان أطاقة النغانية فقال تعالى وبشر وهو الصالح أيضا للرسول ولكم أيضا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وحده ينفع ما ينفع ولكن إذا وجد لا بد أن ينفع ترى مؤمن حقا ويناديه ربه فلا يجيبه مستعيل مؤمن حقا بالله ولقاء والدار الآخرة ويعيش العام العشر وهو مصر على الوثنية والباطن والله مستعيل مو معقول أبدا فالإيمان يثمر ينتج العمل الصالح وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات خبئهم بأخبار تنشع لها صدورهم تتهل لها وجوهم بشارات لأن الخبر الصار يظهر في وجه العبد الذي قيل فيه انطلاق الوجه ابتسام انشراح وإلى لا كالخبر المسيء المبشر بالعذاب اسودات في الوجه وكآبة في اللون إلا أنه قد تستهزئ بالشخص فتبشر بالعذاب من باب التهكم به كما يبشر أهلنا أبشر بماذا بالحميم والعذاب الجحيم أقول العرب في لسانهم الأصل في التبشيب الخبر الصار ولا لا وإذا أرادوا أن يوذوا من يستحق الأذية ويهزموه إذن يبشرونه بالعذاب أبشر السيف على رأسك أبشر من الليل والله ما تذوق اللحم ولا الطعام أرادوا ماذا زيادة تعذيبهم أما هنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا بأي شيء بأن لهم حق من حقوقهم بالملكية بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات جمع جنة بستان بسات وسمي البستان جنة لأن أشجار تضلل وتجن وتغطي من يمشي تحتها ومن يوجد فيها بأن لهم جنات تجري من تحت ها الأنهار كيف تجري من تحت ماذا قصورها من تحت أشجارها الأنهار لأن الجنة ذات أشجار وإلى لا والأنهار تجري فين لتسقي الأشجار ولا تسقي من تحت تجري من تحت أشجارها يحدث الكلام للدلال عليه جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها لا قل نعم والخلود حتم كل ما رزق منها من ثمارة رزق تعرفون الرزق ما يأكله الإنسان من أنواع الطعام والشراب كل ما رزق منها من ثمارة رزق قالوا هذا هو التفاح الذي كان في الدنيا هذا هو العنب هذا هو الرطب هذا هو اللحم المشوي هذا اللحم الطير يبقى تبقى في نفوسهم تلك الذاكرة كل ما رزقوا منها من ثمارة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال تعالى وأوتوا به متشابه يشبه التمع العنب يشبه ولكن شتان بين الطعم والذوق والحلاوة واللز متبائنا وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج جمع زوج أو زوج أزواج جمع زوج لأن الراجل زوج والمرأة زوج هذا يزوجها فتكون زوجا وهذا تزوجه فيكون زوجا وإلى لا إذن أنتم أيها الفحول زوج أزواج ولما كان فيه لبس أجاز أهل اللغة أن تقول هذه زوجة فلان بتا تؤنثها حتى ما يقع لبس لو قلت لهم هذا زوج فلان هذه زوج فلان كيف زوج فلان ياجوز في المحكمة عند السؤال أن تقول زوجة بلها ولهم في أزواج مطهة منظفة والله لا بول ولا خر ولا غائر ولا حيض ولا نفاس ولا ولا إلا العرق وأطيب من ريح المسك الأضغر نعم إذ يأكلون ويشربون الفواكه واللحوم ولا بول ولا غائر ولا ضراط ولا فوس ولا ولا ولكن جوشاء تعرفون الجوشاء الجوشاء والعرق الجوشاء لا تتصور ما ألذ منه وأطيب رائحة وكذلك العرق هذا ليس للنساء فقط ذا رجالي أيضا أهل الجنة إنها دار النعيم لا تقول عجب لو شاء الله لأرانا رجلا لا يبول ولا يتغول فنحن بما أننا في مرحلة الرحيل نبول نتغوط نأكل نشرب لأن لسنا خالدين هنا ماضين لكن إذا نزلنا بدارنا واستقر قرارنا فلا أكل ولا فلا بول ولا غائر ولا حيض ولا دام نفاس ولا ولا والله العظيم أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ما يخرجون والله ما خرجوا ما يموتون والله لأنهم ما يمرضون ما يكبرون دائما السن واحدة ثلاثة وثلاثين سنة هذه السن التي ينتهي بها الشباب وندخل في الكهولة ثلاثة وثلاثين سنة أتراب اللهم هيا ندعوه قل عجل لنا بالجنة ولا لا 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 ما زلنا نريد أيام إذا قلتم ما زلنا نريد نتزود بكذا صيام وصلاة وصدق قلابات إذن أعيد تلاوة دايا الكريمة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به أعطوه متشابعا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لا تقول هذه للفحول فقط وللنسى أزواج وإلا لا إلا أن كلمة مطهرة تتناول حيض النفاس لأن المرأة إذا جاء الحيض امتنع زوجها أليس كذلك وإلا فالنسى لهن أزواج مطهرون لا بول ولا غايط ولا أعاب ولا كلا والنعيم واحد هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيقولون آم فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أعادنا الله وإياكم من الخصوان معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات في الآيات السابقة وهي قول ربنا تعالى وبشر الذين آمنوا وآمنوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن الجنة بما فيها من ذلك النعيم المقيم ويثوها بالإيمان وصالح العمل فمن آمن وعمل صالحا فقد اتقى سخط الله وعقابه وبذلك أصبح من ورثة دار النعيم إذ جاء التصريح الواضح بأن الجنة ورث وأن سبب إرثها هو التقوى وقرأوا لذلك قول الله تعالى من صورة مريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إذن عرفنا الإيمان وهو التصديق بالحق المجتمل على التصديق بوجود الله تعالى وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته كما هو التصديق بكتبه ورسله وبلقائه يوم القيامة وما يوجد في ذلك اليوم من الحساب والجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الألم هذا الإيمان عرفتم أيقنتم أنه بمثابة الطاقة الدافعة إذا قوي دفع عبد الله أو أمت الله على أن يتقحم أصعب المشاقة وأشدها ومن ذلك أنه يجوع ولا يسرق يعيش أربعين سنة على العزوب ولا يفكر أبدا على أن يقدم على فجرا فيزني والعيال بالله هذا الإيمان يحمل صاحبه على أن يهاجر في الله وفي سبيل الله ويتعق أهله وماله وولده ويصبح غريبا في بلد ما كما حصل لأصحاب رسول الله هذا الإيمان الذي يحمل صاحبه على أن لا ينطق بسوء أو ينظر إلى محرم هذا الإيمان هو الذي يثمر العمل الصالح هو الذي أحببت أن أعيد ذكره إليكم وهو أن العمل الصالح هو ما شرع الله لنا من أقوال وأعمال فما لم يشرعه الله ويقننه ويأمو بالعمل به لن يكون عملا صالحا الذي لم يشرعه الله في كتابه القرآن ولا على لسانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون عملا صالحا ثانيا عندما نعلم أنه مشروع مبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نراعي في أدائه في فعله أولا الإخلاص فيه لله فلا نلتفت بقلوبنا ولا بوجوهنا إلى غير الله ونحن نؤدي ذلك العمل لأن العمل إذا خالطه الشرك والالتفات لغير الله فيه بطل مفعوله لا ينتج الطاقة المطلوب منه ثالثا ينبقي أن نفعله أن نؤديه أن نقوم به على النحو الذي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا زياد ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير فإن زدنا أو نقصنا أو قدمنا أو أقرنا بطل مفعوله ومن الأمثل القريبة التي ما ينكرها أي عاقل أن صلاة المغرب شععت ثلاث ركعات من زاد فيها ركعة قرب إلى الله ورغبة في الأجر بطلت عليه ولم يستفد منها صلاة الظهر أربع ركعات لو أراد أن ينقص منها ركعة بل سجدة بإجماع أهل العلم أنها بطلة صلاته باطلة فليعيدها ليما لأنها ما تولد الطاقة تفهمون الطاقة وإلا تعرفون في الكهربة نور وإلا لا هذه الكهربة من يولدها أليست المكائن فأنت لما تقول الله أكبر مستقبل القبل متطهرا وتدخل في هذه المناجات هذه عملية والله لأشد انتاجا من طاقة الحديد ولكن إذا اختلت باطلة كمكائن توليد الكهربة إذا اختلت تولد تنتج الكهربة بالإجماع لا أليس كذلك ومن شك أو ما عرف كم وكم وكم من مصل يخرج من المسجد ليعصي الله ورسوله فمسر دلوني كافر لا والله ليما كيف لأن الصلاة ما أداها أداء صحيحا ما ولدت له النوع ما ولدت له النوع الذي بيعف الحق والباطل والخير والشر والطيب والخبيث والمعصية والطعام وقع لذلك قول الله تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةِ لَوْ قُلْتَ لِي مَا يَا اللَّهُ كان الجواب إِنَّ الصَّلَاةَ شُعِعَتْ لِي تَمْنَعَ عَبْدَ اللَّهِ من غشيان الذنوب وارتكاب الآتام فلما ما فعلت مسر إذن ما صحت سببها ما أخلص فيها ما أدها خاشعا ما أد أركانها أنقص ونقص وحصل الذي حصل إذن لابد للعمل الصالح أن يكون مما شرع الله ورسوله فكل بدعة على الإطلاق اضرب بها عرض هذا الحيث ولا تضيع وقتك ولا قدرتك وطاقتك فيها فإنها والله ما تولد لك نورا ولا حسنا العامل بالبدعة كالذي يأكل التراب الحصى ليشبع أو ليسمن ويحفظ قوته مستحيل ومن هنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أجيب قهوان أرد بمعنى مردود مصدى أريد به اسم الفاء المفرول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ما وقعنا عليه فهو مردود أي لا يولد الطاقة والحسنات ويقول من ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحببت أن أذكركم لأننا لضيق الوقت بالأمس ما تعرضنا للعمل الصالح لو يجتمع العلماء كلهم على إيجاد كلمة يضعونها للمسلمين إذا قالها المؤمن أنتجت له الحسنة والله ما قدعوا ولا استطعوا كلمة فقط أما عمل يقوم به المرء الساعة والساعتين مستحيل أن يوجد من يوجده غير الله ورسوله إذا ما هو العمل الصالح وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هذه الصالحات التي يبشر صاحبها بالنعيم المقيم في دار السلام إنها عبادات قننها الله مركبة تركيب الكيمياريات يضعها الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وإذا كان لها وقت لو أديتها في غيره ما نفعت لو عين لها الشارع مكانا فأديتها في غيره والله ما نفعت ما معنى ما نفعت ما ولدت الحسنة إلى الجنة يعني معاشر المستمعين أو المستمعات لا يدخلها إلا ذو النفس الزكية ما معنى الزكية الطيبة الطاهرة والنفس تذكر على ماذا على اللبن والحليم على الماء الطيب والصابون تذكر على ما هي أدوات التذكية للنفس البشرية إنها هذه العبادات التي شرعها رب الأرض والسماوات لعباده المؤمنين والمؤمنات من أجل تذكية نفوسهم حتى يقبلهم في جواره في الملكوت الأعلى أل فيكم من يشك ما هو القضاء الإلهي في هذه القضية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا حكم الله إذن ونعود إلى آياتنا المباركات التي بين عيدينا هيا نتعلم كلام الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقا خبر هذا ولا نعم الخبر اسم هذا الخبر العظيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقا قل يستحي ويستحي بيا أين وبيا واحدة وهي قراء وهي لغة بني تمين يجوز أن تقر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الحيا خلق من أسمى الأخلاق وأشربها ومن فقده مات الحياة الحياة كله خير الحياة من الإيمان من فقده عرب داع وتفحش وتلطق وأصبح أخس الخرقي مر النبي صلى الله عليه وسلم بواجلين من أهل المدينة في أزقة المدينة الضيقة وهو يعيض أخاه في الحياة لا تستحي أنت مرأة ضعب حقوقك قالوا ادعه فإن الحياة من الإيمان تريد أن تمسح الإيمان أنت من قلبه خلي في حيائه وأعظم ما يكون الحياة تعفيا في المرأة فإذا فقدت المرأة الحياة إما سقت لم يبقى فيها ما يصدر ولكن الأساتذة والدكاطرة وعلماء الدنيا يشجعونها على قلة الحياة اخشف وجهك شمر على ساعدك افعلي زاحمي موجود هذا والنار في العالم الأسر يقول الحكماء اجمل ما فرجل الشجعة لا سواد العين ولا قد الأنف والخنقرين اجمل ما فالذكر ما هو الشجعة واجمل ما فالما الحياة فإن كانت واقحة معابدة والله ولو كانت أجمل نساء العالم المؤمن لا يحبه ولا يغفه فلهذا أقول دائما للمؤمنات لما تقول الشعر في حاجبي الشعر في كذا أولو شعري أصحر أبي اذا قل يا هاري اذا كان زوجك مومنا ضرا تقيا فإنه لا ينظر إلى جمال وجهك ولكن ينظر إلى جمال نفسك وإن كان مادياً هابطاً والله ما تسدين حاجته اصبغي بالأصفر يحب الأبيض بيضي يحب الأسود جملي وجهك يحب كذا وما ينفع إذن اصبري مؤمنة لا تغير شعرك بلا لا تكون كعواهر ألمانيا كل يوم تصبغ شعرها نحن المؤمنة إذا جاء الشيب وبيض شعرها ينبغي أن تصبغه بالحنة والكتب أما تشاهد عاهرة فالتلفاز ترقص شعرها أصفر أو أبيض تحاول أن تكون مثلها هي مثلها من تشبه بقوم فهو منهم لو تجتمع البشرية بفلاسفتها وعلمائها وحكمائها على أن ينقض هذه الكلمة المحمدية والله ما قدروا وأن لهم ذلك أين علماء النفس من تشبه بقوم فهو منهم إذا أرادت المرأة أن تتشبه بهؤلاء العوار في الفيد والتلفاز لا تزال تتشبه حتى تكون مثلهم سنة الله من أراد أن يتشبه بماجن أو فاسد وأخذ يتشبه بمشيته ومنطقي ولباسي لم يلبت أن يكون هو ومن أراد أن يتشبه بابن أبي طالب في شجاعته وعلمه وبطولته لا يزال يتشبه حتى يبك أنه علي بن أبي طالب من تشبه بقوم فهو منهم وكلمة تشبه تعمد ذلك وانفعل له وطلبه وحاول الوصول إليه لا بد من هذه الصيغة من تشبه إلا أن الحياة لا يحملك على أن لا تسأل أهل العلم وتتعلم ولهذا يقولون لا ينال العلم مستحي ولا متكبر هذه كلمة قالها أهل العلم ويحكم لا ينال العلم مستحي ولا متكبر المستحي ما يسأل كيف يعرف لا بد وأن يسأل كيف أستنجي كيف الغسل كيف كذا لا بد حتى يتعلم والمتكبر بما يدى أن يذل ويهون أمام المعلم ويسأل والله ما يتعلم يتعلم في المنام إلا أن الحياة كله خير وهذا الله جل جلاله ذو الجلال والكمان ليستحي وإياك أن تؤول الاستحاء أو الحياة بشيء فلسف كاذب باطل حياء الله ليس كحياء المخلوقات لأن يد الله ليس كيد المخلوقات لأن ذات الله ليس كذات المخلوقات إذن آمن بأن الله يستحي ولكن لا تفهم وتقيس حياء الله على حياء المخلوقات إذن وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع إليه عبده يديه أو كفيه فيردهما صفرها حيي إسأل أهل الحياء ما يحرمونك ما يستطيعون الحياء خلق عظيم يمنعهم من أن يبخلوا أو يظنوا بشيء في أيديهم الحياء يمنع صاحبه أن يتبجع أو يقول الباطل وينتق بالبذاء ما يقدر أبدا الحياء إذن عرفتم أن حياء الله يستحيل أن يكون كحياء عبادي للفرق بين الخالق والمخلوق هل ذات الله كذوات المخلوقات مستحيل كيف وهو خالق الذوات فحياءه يتفق مع ذاته ومع صفاته لما نقول لله تعالى يداني نعم وقالت اليهود يد الله ما أغلأ لهم غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان بل يداه تثنية يد ولا لا مبسوط لا تقول لا 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 بمعنى قدرته فقط أنت تكذب على الله الله يقول يداه ورسوله قلت لا 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 ما قصد اليد لأنك توهمت أن يد الله كيد المخلوقات ايه هذا جهل عظيم وضلال لا حد له الله ليس كمثله شيء إذ كل شيء هو خالقه كيف يكون مثله مستحيل فآمن بصفات الله وقرأها وعفع صوتك ولا تخاف ولا ترتعي إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع إليه عبده كفي شائلا ضارعا يا رب يا رب ويردهما صفرا خاليتين ولهذا ما من مؤمن يرفع كفيه إلى الله ضارعا سائلا وليس هناك موانع ما تسأل الله وأنت مملوء بالحرام والمال في جيبك من الحرام أو خاتم الذهب في يديك وأنت تتحدى هذه الشروط لا بد منها ولا تسأله وأنت غير موق بالإجابة ولا تسأله وأنت غافل لا أله وساهي من توفرت له شروط القبول لن يهده الله وتعالى وهو بين واحدة من ثلاث إن كان ما طلبه وسأله صالحا له لا يقبيه نافع من له أعطاه وإن كان الذي سأله ما ينفعه يعطيه يغشه تعالى الله عن ذلك عنوك بها على سبيل المثال إسماعيل يخطب فتاة ويسأل الله طول الليل يا ربي زوجنيها يا ربي أعطنيها يا ربي يسألني والله يعلم أنه لو تزوج لفضحته ولفعل فيه العجيب يغشه سيد ومولاه والله ما يضح وتقف العقبات والحوائل اذهب ما نزوجك يصعلك ما يأخذ عرفتم إذن ماذا يصنع بدعائي يعوض واحدة من اثنين إما يدفع عنه من البلاء مقابل دعائي وإما يرفع درجات في إدارة السلام ما كان ليصل إليها إلا بهذا الدعاء وفي هذا يقول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يكذبكم أعوذ بالله تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة ادعوني أستجب لكم وأعطيكم طلبكم إن الله لا يستحي لا يستحي أن يضرب مثلا ما شيئا من الأمثال بعوض ودون البعوض لماذا لما تقدم المثلان الماء والنار قال المنافقون منغلاتهم مع شياطينهم من اليهود قالوا انظوا انظوا كيف هذا موكلام الله كيف مثل البعوض مثل الماء مثل النار وأضاف إلى ذلك أن الله قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون وقال تعالى يا أيها الناس ضيب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب المطلوب قالوا هذا ما في بلاغ ولا فصاح ولا هذا ما هو كلام الله حتى يشيع التكذيب بين الناس عرفتم فأفحمهم الله وقاطع ذهبهم قال إن الله لا يستحي أن أصغر مثل كبيضة نملة أقل من البعوضة وكلام العرب الفصيح البليغ البيان فيه من هذه الأمثلة المئات يقال فلان أخف من فراشة ما عبر إيش الفراشة والشار لنا في هذا رد على مزاعم المبطلين من المنافقين وإخوانهم من اليهود لما ضعب الله لهم مثلين احتاروا جن جنون امتاهوا تبات وأصبحوا يكذبون ويقولون فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما لأن ضرب الأمثال من أجل من أجل تقريب المعاني للأذهان ضرب المثل إيجاد صورة تشابه من أجل أن يفهم السامة معنى مراد الله وكلامه ولغة العرب مليئة بهذا فلا عجب ولا غراب ولكن المنافقين مرضى واليهود المتفقين معهم هذا شأنهم يشيعون الشائعات والأباطل فيبطلها الله ويجتذها وينتزها من أذهانهم الآن من يأطع صوته إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي في الصغر كبيضة النملة وهنا الناس أمام الأمثلة صنفان فأما الذين آمنوا وعرفوا وأيقنوا آمنوا إيمانا أصبح وصفا لازم اللهم ما هو إيمان المنافقين فأما الذين آمنوا بحق وصدق فيقولون فيعلمون أنه الحق من ربهم فيعلمون أنه الحق من ربهم أي هذا المثل الذي نزل به كتاب الله حق ثابت وجوبا ليستحيل أن يتخلف من الله عز وجل فيؤمن فيزداد إيمان ويقين فأما الذين آمنوا لكم في بيوتهم في مجتمعاتهم أمام المؤمنين الضعاف حتى يؤذوهم أما لو قال أمام عمر لفق عينه لكن في خلواتهم مع شياطينهم ماذا أراد الله بهذا مثلا قال تعالى في مراد الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا المثل كالمطر هذا ينبت له الزرع والشجر والزيت وهذا يخرب بيته ويعطي طريقه فالله يضي بالمثل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق مرضهم فيزداد إيمانهم ويقينهم وتقوى معارفهم وتكثر وأما الذين كفروا ماذا يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا لأن المثل كان فيهم مغربا لهم ليتقيهم المؤمنون وليعفوا واقعهم الهابط السابل ماذا أراد الله بها قال تعالى الجواب عند الله يضل به كثيرا من الناس ويهدي به كثيرا نعم أصحاب القلوب الصابع ونفوس الطاهرة كل ما تنزل آية يرتفع منسوب إيمانهم وعلومهم وآدابهم وأخلاقهم والكافر المنكر المكذب كل ما ينزل يزيد ظلم يتألم يحبط وهذا تشاهد في الناس في مسائل دنياهم وآخرتهم آخر كلما ظهر الحق أرتفع أيمن وفرح وآخر كلما ظهر الحق إنكمش وانكسر أضب لكم مثلا وإلى لا أيما حاكم يعلن عن منع بيع الخمر وعن إغلاق الحانات وعن تصدير الخمر وصناعتها كيف يكون ذلك المجتمع فأما الذين آمنوا فيزداد إيمانا وأما الآخرون ماذا أراد الحاكم بهذا يريد أن يعطل يريد أن يوقعنا في فقر يريد كذا ويكربون ويحزنون والله العظيم لأن القضية قبية حيا وموت مو من حي يدرك ويعلم ويعي ويفهم وميت هابط هذا شأنه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويسلموا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تريدون يظلوا به كثيرا يضرب المثل ليظل به كثير من الناس ويهد به كثير من الناس لأن الله حكيم وكتابه حكيم وتصرفاته كل حكيمة ما يضيب المثل لا لشيء بل لابد لتحقيق شيء الكأ المؤمنون يزيدهم إيمانا ويقينا وبصيرا ونشاطا وانطلاقا وعملاء والكافرون يهبطون به أيضا هبوطا عجبا فالمهم يقولون كل من عند ربنا آمن به والآخرون يستهزئون ويسحرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ثم قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا وإلا لا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أما المستقيمين السالكين لمنهج الله الضاربين في طريق الله المستقيم حاشا أن يضل به أبدا وإنما يضل ويخج عن الطريق ويتها ويسقط منه الفاسق كلمة آل الفاسقين دائما نقول المتوغلين في الفسطين فلهذا لو أن شخصا شرب خمال لا نقول هذا الفاسق إلا إذا شرب وأعاد وكرر وامح الحياة من وجه وترك آل فاسق أما من أتكر المعاصي ما تقول في آل فاسق تقول فاسق أما آل ذاك الذي ضابع في هذا الطريق وتوغل في هذه المعاصي فأصبح آل فاسق لكمال الوصف وقوته ما يجوز تقول في المعاصي الفاسق قل فلان فاسق لكن لكن إذا إن غمس في كل معصية وتكب كل كبيرة ما تقول فيه الفاسق فلان بفلان وما يضل به إلا الفاسقين ما معنى الفاسقين يا شيخ هذا ما أخذ من فاسقات الرطبة إذا خرجت من قشرتها أين الفلاحون تعرفون الرطبة وإلى لا أحيان لما ينزل المطار تخرج الرطبة من القشرة القشرة تنفص وإلى لا وما خوض أيضا من فاسقات الفأرة إذا خرجت من جحرها فلها تسمى بالفويسقة ما فاسقة كبيرة فويسقة الفأرة التي تخرج من جحرها لتفسد علينا طعامنا أو سمننا إذن هذا طريق الله الذي يسلكه أولياءه ليصل به إلى رضاه وإلى جواره من خرج عنه فاسق فهو فاسق إذن الفاسق هو الذي يترك الواجبات ويرتكب المنهيات المحرمات ألم تذكر أننا نقول أن الطريق هو عبارة عن فعل واجب وترك محرم افعل واجب وترك محرم وامشي إلى ساعة الوفاة وأنت واصل إلى باب دار السلام فمن ترك الواجبات وارتكب المحرمات فاسق وإلى خرج عن الطريق وإلى كما تفسق الفار وكما تخرج الرطبة لكن إن فسق وتاب عاد ماشي لكن إذا فسق وواصل الفاسق أصبح الفاسق هذا الفاسق يظله الله بهذا المثل يظل به الفاسقين يزدادون حيرة وقلق وعنادا ومكاب وتكذيب لله ولرسوله وبعدا عن المؤمنين انظر كيف خرج وما يظل به إلا الفاسقين معاشر المستمعين أو المستمعات تعرفون الفسق وإلى لا فتاة مؤمنة كانت متحجبة قيل إيش هذا الحجاب انزع عن وجهك أظهر جمالك لهذا خلقه الله فنزعت الحجاب عن وجهها فسقت وإلى لا فسقت كما تفسق وطبه الفعر الكافرون الفاسقون الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذه صيفة ثانية الذين ينقضون عهد الله من بعد توثيقه وتأكيده عرفتم عرفتم أنه ما من عبد أو آم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا وقد أعطى بذلك عادا وميثاق لله أن يحيا ويعيش حتى الموت على طاعة الله وطاعة رسوله وإلا ما دام يقول أنا أشهد أن لا يعبد إلا الله وما يعبده أو يعبده ويعبد معه غيره نقض عهد وإلا لا هو يقول لا إله إلا الله وإذا به يعتبر بآله أخرى نقض وهذا قال تعالى وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وعطانا واذكونمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به متى إذ قلتم سمعنا وآطعنا فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله أعطى العهد والميثاق وينبغي أن يقتس من جنابته وأن يناجي ربه ويستجيب لأمره ونعيه ثم هناك عهد وميثاق أخذ علينا ونحن في ظهر أبينا آدم وقرأوا لذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آبؤنا من قبل وكنا ذريا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون في أرض النعمان بعرفات كان الوالد هناك عليه السلام عرفتم عرفتم عرفات ولا لا تعارف فيها الزوج وزوجه نازل بالبراشيت أو البراشوت من الملاكورت الأعلى حولت في مكان ما ندر أين هو وآدم آخ كذلك واجتمعا بتدبير الله في عرفة وتعارفة أو النزول من السماء سهل إذن ثم ثم مسح الله ظهر آدم واستخرج منه ذريته كلهم ما تعجب الآن يقول العلماء لو جمعنا الحيوانات المنوية كل والله ما تملف كاس ولا فنجان عرفتم هذا الطيب بالحقيق الجديد يقول لو جمعنا الحيوانات المنوية التي في المن ومنها يتكول العسان لو جمعنا كل ما تمل كاس آمنا بالله نحن عرفنا هذا قبل أن يعرف ما سح ظهر آدم واستخر جذور واصطنطقهم فنطقوا واستشهدهم فشهدوا وأخذ عليهم العهد والميثاق فكل كافر نقض عهد الله وميثاقه كل مشرك نقض عهده مع الله وميثاقه أعيد الآياء وإذ أخذ ربك أي يذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريته وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أم تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذري من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون حجج باطلا إذن هذا عهد أيضا وعهد آخر المؤمنون من المنافقين ما أعلنوا عن إيمانهم ما كان ابن أبي يقول أشهد إنك رسول الله أعطى العهد ولكيف ينقذه ثم أيضا بالنسبة إلى اليهود والنصارى إلى أهل الكتاب الذات وخذت عليهم العهود والموافق إذا ظهر نبي آخر الزمان آمنوا به كلهم ومشوا وراءهم ناقضوا هذا وإلا وأعلنوا الحرب عليه والذي حملهم قوهم وشجعهم على هذا فسقهم العلاء هي الفسق خذ الفاسقة وعرض عليه أي باطل أو ملكة ما يتردد لما انتهى أمره هذه العبارة ما هي واضحة اذهب إلى شخص توغل في الجرائم والفسق والفجور وعرض عليهم معصية يتمعه وجهه يقول لا أنا أتحدد والذي ما توغل فالشر والفساد وإن عصوا فسق يوما تعرض عليه ما يقبل فيه النور والإيمان لكن الذي أصبح عربيدا فاسقا ما ترك جيمة إلا غشيها يتردد إذا قتل من فضلك ما تشرب هذا الكأس مستحيل عجب عجب هذا القرآن القرآن عجب وإن لا سبقنا سبقنا إخواننا الجن وعافوا هذه الحقيقة وجهنا وقرأوا قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفع من الجن فقالوا إنا سمعنا ماذا قرآن عجب ونحن ما عرفناه عجب عجب يهدي إلى رشد فآمن به رضي الله عنهم هؤلاء صحابة الرسول من الجن فقط وجدوه صلي في بطن نخلة بل مكة والطائف وهم تائهون وجد الصفوف والرسول يقرأ فأصغوا فسمعوا عادوا رسلا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يهديه يهديه للحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيب دعي الله وآمن به يغفلكم من ذنوبكم ويوجوكم من عذاب نليم من سجل لنا هذا كلام الله الرسول ما سمع أصحاب في الصلاة ما عرفوا لكن إخواننا نزلوا في أنهم عادوا إلى قومهم منذرين فمن هنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الفاسقون بدأ أولا بالفسق وما يكفر بها إلا الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ثالثا ويقطعون ما أمر الله بأن يصل أرأيتم ما ينتج عن الفسقي نحن يا شيخ ما نعف هذا أما محتال النصارى والماسوني واليهود والله لا يعرفون أكثر من شيخكم فبهتم فلهذا يبدأون بتفسيق الأمة وتفجيرها بأنواع الفسق بأنواع كل وسيلة المهم أن هذا الشعب أو أصحاب هذا القليم يفسقون إذا فسقوا آني أن لهم أو ما فهمتم أعيد القول وإلى الله خصومنا من اليهود والنصار عرفوا هذا درس فهموا أن الشعب أو الأمة إذا أردت أن تستغلها أو تذلها أو تستعمرها أو تتخذ عمدة لك وسلاحا يساعدك فاسقها ما فهمتم هذه الاشتياسة عجب هذه فاسقهم فقط يجون وراءك كالأغنام يسمحون والله لك ما تسمعون كيف يفسقونهم بالتدريس ولو خمسين سنة ولو ميتين عام بالتدريس أحلقوا وجوههم أكشفوا وجوه نسائهم أشيعوا بينهم المحرمات كالرباء ودور البغاء كالخمر وصناعة وإنتاجها لا تواخذوهم في القوانين الحكومية على أنه ترك صلاة أو أنه زنى أو أنه كذا مهدوا لهم الطريق نسوهم ذكر الله وأبعدوهم عنه افتحوا الحانات افتحوا المراقس السينمات افتحوا كذا ألهوهم عن ذكر الله أبعدوهم عن المساجد قبحوا لهم سلوك العلماء قولوا عملاء وأذناب وذيول قولوا كذا كذا حتى يفسق الشعب ويهبط وحينئذ اركب على ظهرهم هل فهمتم هذه والله لكما أقول من أين هذا الكلام يا شيخ فتح الرحمن رب العالمين ما نحن مع قول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض هؤلاء كوم الخاسرين لو عاف حكام المسلمين هذا من الغد اجتمعوا على طاعة الله واصله كيف نبلغهم بأن خصومكم أعداءكم يعملون الليل والنار على تفسيق شعوبكم أي ببعادهم عن ذكر الله وطاعته والاستقام على منهجه لأنهم يريدون استعماركم واستغلالكم والتحكم فيكم إذا كيف يصلون إلى ذلك بالدماء ما هو ممكن دائما إذا فسقوهم فإذا فسق الشعب انتهت والواقع 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 شاهد وإذا لا من أندنيس إلى مريطان يا غربا واقع الشاهد وإذا نكذب عليكم عوامل الفسق قائمة وإذا لا فالصحيفة في المجلة في الفيديو في كذا في توريد الحشيشة كل هذه المنظامة ما تشاهدون آمنت بالله آمنت بالله الذين يقوضون عهد الله من بعد ميثاقه ثلاث مواثيق عرفناه وإلا لا ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ما الذي يؤيد الله أن يوصل وهم قطعوه الإسلام الإسلام دين الله منذ آدم إلى يوم القيامة الخصوم من اليهود والنصارى يؤيدون قطعه نعم يكيدون لإسلام المسلمين ماذا يؤيدون أن يقطعوا دين الله أضف إلى ذلك أمر الله بصلة الأرحام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق فالرد على المنافقين من العرب واليهود الذين كانوا بالمدينة والقرآن ينزل وجد من اليهود منافقون يظهرون الإيمان خداعا وتضليلا ويبطنون الكفر ويظهرونه في مجالسهم وفي بيوتهم مع شراطينهم ومن العرب من الأوس والخزر وجد منافقون أيضا وقد عرفتم زادني الله وإياكم معرفة أنه ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمدينة منافق أو منافقة انتهوا جلهم دخلوا فيه رحمة الله والبعض الآخر مات على نفاقه وكفره ولا ننسى عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين إذن وتذكرون وزادكم الله علما أن المؤمنين الأحياء بنور الإيمان هؤلاء هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذا القرآن بهذا القرآن الكريم كتاب الله تعالى ووحيه المؤمنون بحق وصدق وآية صدقهم أنهم متقون وآية صدقهم في إيمانهم أنهم متقون لمن لله عز وجل فلم يجاهروا بمعاصيه ولم يفسقوا عن أمره ويخجوا عن طاعته هؤلاء هم أهل الفلاح وسواء كانوا من الأوس والخزرج والعرب أو كانوا من اليهود والنصار وقد بشرهم الله بما سمعتم أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفلحون وقد عرفتم الفلاح ما هو ليس ربحك شاتا أو بعير وليس ربحك زوجة صالحة مدرسة وليس ربحك وضئفة شريفة الربح هنا الفلاح هنا أن تزحزح هاتذا بعيدا عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة ما ننسى هذا أبدا فلان فاز نجح في تجارته في أعماله في شهادته كل هذا هراء ولا قيمة له ولا تحزن عليه ولا تكرب الفوز والخصران ما بينهم الله جل جلاله إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي ناجى من المغروب وظافي ربي المحبوب المغروب أي مغروب أعظم من النار وعذابها أي مغروب محبوب أعظم من الجنة ونعيمها لا شيء وبين الخصران ما هو خصرانك فقد تسفق تجارية خاصمت ابن عمك وإلا فغلبك وأخذ بيتك وسيارتك هذا ما هو خصرانك الخصران والحق يقول فيه تعالى في آيتين من كتابه قل بلغ عنا يا أصولنا قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخصران المبين ألا ذلك هو الخصران المبين أن يفقد المرء كل شيء ويرقى فيه عالم لا يعقى فيه أحدا لا أما ولا أبا ولا أخت ولا قريب ولا بعيد وإلى متى مليارات السنين هذا هو الخصران يخسر نفسه بكامل وأهليه من زوجة وولد وأب وأم ما إلى ذلك إذن عرفتم الفلاح ما هو أسألكم بالله عرفتم الفلاح أو ما عرفتم الفلاح النجاة من المكروب المهوب من العذاب والظفر بالمحبوب الممغوب الجنة دار النعيم وعرفتم الخصران ما هو أغلقت له المقهى خسر في ذلك الصدقة التجارية هذا الخصران ما أتت الزوجة كل هذا ما يسمى بخصران الخصران الحق أن يجد العبد نفسه في عالم كله بلاء شقا وليس له أم ولا أب ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا ولا إن بعضهم لا يوضع في تابوت من حديد ويسمى عليه ويغلق ويلقى في عالم الشقاء مئات ملاي السنين لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا ينظر ولا يسمع وهو في هذا الحديد هذا هو الخصران لهذا كان المؤمنون يبكون 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 حتى تصفر وجوههم وحتى يصابوا بضعف البصر لمعرفتهم فقط ويقينهم فنحن ضربنا لأنفسنا مثلا من يضكو هذا المثل واحفظوا مثلنا في ضعف إيماننا وعدم يقيننا مثلنا مثل قبة من ذجاج ناصعة مشرقة صافية ونحن فيها نشاهد من يمر نشاهد من يقف نشاهد ولكن لا نسمع ولا نشم رائحة فقط نشاهد صور هذه حالنا لعل أكثر السامعين ما تذوقوا هذا مؤمنون لكن أين آثار الإيمان فمثلنا إذن كمثل من هو في زجاجة يشاهد الأشياء وإلى لا أمامه تجري الماشي والهابض والطايع والنازل يشاهد هل يسمع صوتا هل يشم رائحة هل يستطيع أن يتكلم مع الآخرين الجواب لا هذا مثال لضعفة الإيمان مؤمن حقيقة ولكن ما وجل طعم الإيمان ولا لذته ولا سمع نداءه ولا عاشه بنفسه ورحه وشاهد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أي صفات أو خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان إذا للإيمان حلاوة إيه والله لأحلام حلاوة العسل من منكم يذوق ويتذوق ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا زوج ولا بن ولا رضيف ولا عم ولا رطن ولا طي ولا ولا الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ذي واحدة والثانية أن أن يحب الماء لا يحبه إلا لله والله ما أدين أستحي إلى الآن كما تعفون إني حي بالفعل أحب ما نحب لكن ما نقوى أن نقول إني أحبك بالله أخشى أن أكون غير صادق ويوجد بعض المؤمنين يقولون يا شيخ إني أحبك لله فأقول له هنيئ لك هنيئ لك أنت المؤمن إذن لأنه لا يحب في الله إلا مؤمن لعلي واهم والله لا يحب في الله إلا مؤمن لو لأنه آمن بالله كيف يحب فيه وبه والناس من من يحب الشخص لجماله لعلمه لشجاعته لكرامه لماله لعنتريته وما أكثر المتعنترون هذا الحب ليس بشيء لا قيمة له الحب أن يكون للا والله أهنيهم أمامكم وإلا لا والله لأهني أمومنا بأعظم ما أهنيه من زوج أو ولد أن يكون يحب لله لأنه مؤمن وأن يحب الماء لا يحبه إلا الله قد يحب الأعمش الأعمص الأسود الفقير المهان الذليل حبا كحبه لأمه وأبيه ما سبب ذلك أنه أحب في الله رأى أن هذا الشخص مؤمن ولي لله أحبه لله ليس الحب في الله أن تبحث عن الجميل والطويل وذا المال والجاه والعلم وتحبه لا أن تحبه لعلمك أنه ولي الله فتحب لله عز وجل إن الله يحب أولياء وإلى لا ويدفع عنهم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحب الخصل الصفة الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار كما تكره أن تلقى في جعيم في فرن ملتهب تكره كذلك أن تقفر بالله ورسوله بعد أن أصبحت مومنا تعيش مع المؤمنين فمثل هذا لو يعطى ملء الأرض ذهبا على أن يكفر ما يكفر ونحن يبلغنا ونحزن ونكرب أن المسلمين في أندونيسيا في كذا في كذا يخرجون من الإسلام يتنصرون تعبت بهم جمعيات التنصير وكذا وكذا ويقول الغافلون إنهم للفقر للمجاعة لكذا ونقول لا والله ما هو للفقر وإنما ما عرف الله ولا آمن حق الإيمان الذي عرف الله يبيع دينه بالخبز والدواء ومستشبيات الصليبيين ممكن هذا مستحيل هذا فنقول لهم إذا أردتم إنقاذ إخوانكم علموهم عرفوهم بالله اجلسوا معهم ابعثوا العلماء والصلحاء يجالسونهم ويبيتون معهم في خيامهم وفي أكواخهم ومع فقرهم يعلمونهم وإن زدتم شيئا من الطعام واللباس به حاجة إضافية أما الحقيقة لو تعطونهم الملايين يزدادون كفان عندنا أكثر المال هم الفاسقة في العالم الإسلامي هل هذا المال جعلهم أولياء الله يزيد العبد الجائل طغيانا وفسادا لعل يواهم أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم هذا البيان الرسمي المحمدي في من ينقضه لو تجتمع البشرية ما نقض قضاياك هذه ما الفقر أخشى عليكم أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وقولوا صدق رسول الله هل أدرك السامعون هذه الحقيقة وإلى لا هل يبلغونها ما فيه سبحان الله كل من يحضر الدرس ما يستطيع البلاء لما فقراء مؤمنون كذا المسؤولون وأرباب المال والعلم ما يحضرون من يبلغ أعيدها وأشهد أن علة المسلمين الذين يتساقطون في أحضان الصليبية فالشرق والغرب ليس هي الفقر ومن أراد أن يرد علياتي بأدل أو براهن ما هي الفقر وليس معنى هذا أن نقول ما تغيثونهم ولا تمدونهم ولا لا لا أقول فقط ما تفهم أن خروجه من الإسلام ودخوله في الصليبية هو نتيجة الفقر لا نتيجة ماذا قولوا أرجل ما عرفوا ربهم كيف يذوبون في حياتي من أجله وحتى في غير بلادي المسلمين في العالم العربي من الخريج إلى مريطانيا الجهال هم الفسقة هم الفجرة هم الذين يسرقون ويتلصصون ويفشون ويكذبون آه يا شيخ لعل هذا ما هو صحيح ممكن الآن لو تجري عملية آلية في قلوبنا تعرف التقية من الفاجأ والعالم من الجاهل لقنا أتقانا لله أعلمنا به في هذا المجلس أبعدنا عن الجرائم الموبقات أعرفنا بالله ولا أتردد في هذا لما لأننا والله غارز الغرائز وخالق الطباع ماذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء المتظلعون في العلم العارفون ما هي شهادات طلبناها من أجل وظيفة ما تنغربين وتقول هذا دكتور هذا عندك ذا انظر هل طلبنا العلم لله هل طلبنا العلم لله لما بعثتك أمك أن تلمد وسماد قالت لك تعلم لتعرف الله عز وجل وتحبه وتعبده لا تهلم لتحفظ مستقبلك فهمتم إلا لا مستقبل يا بابا هذا العلم ينتج التقوى يولد النور لا أبدا قد سبق أن أعلم رسول هذا وبيّنه في أول حديث في البخاري اسمعوا إنما الأعمال بالنيات صلاحا وفسادا الأعمال بالنيات فنحن لما نفتح المدرسة لأجل ماذا لأجل أبناء الوطن ها لما أبناء الوطن من أجل أن يرتقوا من أجل أن يكونوا كذا وكذا لا من أجل أن يعرفوا ربهم فيعبدوه معاشر المستمعين أنا أفرق ما في جعبتي وأنتم تتألمون لكن مأجور ما منا إلا ومأجور ومثاب على هذه الجلسة ولا يخال أحدا يجلس بغير الله هنا إذن وبعد بيان الله في المؤمنين الصادقين المتقين بالفلاح ذكر لنا حال الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقد عرفتم أو نسيتم قد يقول القائل إذا كان هؤلاء قد قضى الله عليهم بالموت على الكفر والشقاء لما يدعوهم الداعي لما ينذرهم الناد أو النذي لما بينا لكم أن هذه في أناس يعدون على وعص أصابع في المجلس أو في المدينة النبوياء تمرنوا تمردوا تضلعوا توغلوا في الكفر والعناد والتكذيب حتى مرضت فيهم سنة الله فأصبحوا لا يسمعون قول الحق والخير وأصبحوا لا ينطقون بكلمة الخير وعامية أبصار فلا يشاهدون شيئا هؤلاء محكوم عليهم بالموت على الكفر لكن يوجد كفار بالملايين ما وصلوا هذا المستوى ما زالوا متأهلين لأن يدخلوا فيه رحمة الله ولأن يكملوا ويسعدوا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذهم لا يؤمنون لما يا ربي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوى ولهم عذاب عظيم هل هذا كل الكفار إذا لما يدعو رسول الناس إلى الإيمان والإسلام هذا خاص بجماعة على أهده وخاص بجماعة في فرنسا خاص بجماعة في إيطاليا خاص بجماعة في تل أبيب وهم الذين تواغلوا في الكفر وضعبوا بعيدا فيه ما أصبح عندهم استعداد ليسمعوا الحق أو يفكروا فيه أو ينظر إليه لأن من سنة الله إذا الشخص أدمن على الزنا على اللواط على كذا على الحشيش على فسفك الدماء يصبح في حال ما يستطيع أن يرجع ولهذا فرض الله التوبة على الفور إذا سنة من سنة الله المريض يمرض يعالج يمرض بإذن الله يترك ويهمل يوما بعد يوم عام بعد عام يستشر المرض ينتشر سلطان يقول أطباء فات الحال ما يبره هذا أدفنه واقع هذا وإلى لا ما سببه أرمل واصل الجريمة ما سطع يترك هذا النوع يوجد في كل زمان ومكان لكن ليس معنى هذا أن كل الكافرين لا يدوبون ولا يعودون إلى الله إذن كيف ندعو والدعوة واجبة فالشرق والغرب هذا خاص بمن مضت فيهم سنة الله لكثرة جرائمهم وموبقاتهم وعنادهم حكم الله أن يموت هكذا ثالثا المنافقون وقد علمتم من اليهود ومن العرب من الأوس والخزرج المنافقون صنفاني وضرب الله تعالى لهم مات لين الآن بينت لكم أن الكفار صنفين وإلى لا أو ما فهمتم صنفان المنافقون كذلك لأنهم كفار فمنهم من توغل في النفاق والكيد والمطلب الرسول والمؤمنين هذا ما يدخل في رحمة الله يحرم وفريق آخرهم الأكثرية أدخل كلهم أسلم فضعب لهم مثلين اسمع المثال الأول الماء مثلهم كمثل كمثل الذي استوقد نار لا المثال المائي أول النار مثلهم كمثال الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوعهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم عمي فهم لا يرجعون قضى الله أن يموت كفارا وإلى لا لما توغلوا في المكر والكهدي للإسلام والرسول والمؤمنين هؤلاء أيضا ماتوا على النفاق المثل الثاني للعام أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وباق يجعلون أصابع في آذان من الصوائق حذر الموت والله محيط بكافرين يكاد الباق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضل معهم قاموا تنزل آيات يفرحون تنزل آيات تخوف يقفون إذن ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قد لكن ما شاء الله فدخلوا بالإسلام يوما بعد يوم عام بعد آم كلهم دخلوا في الإيمان والإسلام ما سبب دخولهم ما توغلوا ما تمرن وتعودوا على الكفر والكيد للإيمان والمؤمنين فلهذا يجب أن يعيش المؤمنون والمؤمنات طول حياتهم على مثل هذه المجالس هذا هو هذا هو الدواء هذا هو العلاج وإلا تقص القلوب وتتمرد النفوس وتهتز بطرب الشيطان وتصبح كما هي الواقع كما هو الواقع في بلاد المسلمين المحرمون من مجالس الذكر كيف حالهم تعرفوا يوجد الزنا ولا فجور باطل منكر خيانة خلف الوعد شح منكر باطل ظلم موجود ولا لا موجود ما سببه ما العل الجهل من علمهم وهل طلبوا التعليم ما طلبوا من هم منقرع باب عالم نصف الليل يا شيخ دلني على ما يحب رب الليل يقول له أنت بيت راكعا ساجده فيبيت يبكي راكعا ساجده هذا يخرج غدا يفسق والله ما كان إذن هذه الأصناف ساق الله تعالى لهم هذا الحديث فقال عز وجل وما يكفر بها إلا الفاسقون نعم ضرب لهم مثلا أو مثلين فسخروا واستهزعوا وقالوا إيش هذه الأمثال مثل الصيب مثل كذا والكفاء قال إيه مثل الذبابة ومثل عن كبوت هذا ما هو كلام الله هذا باطل يقوله محمد فأنزل الله تعالى تأديبا وتربية وتعليما إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أسكتهم أخاصهم وخاصة اليهود يتبجحون ويتكلمون فأبطل تلك الترهات وتلك النزعات الباطلة لله تعالى أن يضرب مثلا ما أصدر من بعوض أو أكبر من الشمس والقمر هو مالك كل شيء وهو المربي وهو الحكيم العليم تنتقد أن تقول لماذا يضرب هذا المثل ثم لو كانوا مؤمنين يستطيع المؤمن أن يعترض على ربه يموت ولا يقض يرضى أن يحترق ولا يقول لما خلق الله كذا أو لما فعل الله كذا لكنهم كفا ظلمة نفوسهم تنتج هذا الفساد في القول والعمل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أقل مثل بعوض فما فوق البعوض كجناعها كضيضة النملة فيما أقل من ذلك وهنا وانظ إلى المجتمع الخليط فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أرأيتم المجتمع كيف منقسم ولا لا أهل الإيمان والنور يقولون ماذا يعلمون أنه الحق فيسلمون ويؤمنون وتطمئن نفوسهم وتهد خواطرهم ويقولون آمنا بالله وبما أنزل الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تريدون أن تعرفوا قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به الكافرين أجمعين ويهدي به المؤمنين أجمعين وما أكثر الفريقين يضل بالمثل الذي يضعبه لأن المثل صورة أو صيفة تقرب المعنى إلى ذهن الإنسان المثل الصورة تابع ذاك وتذهب بين يديك لتفهم بذهنك وفهمك ذاك الذي كان يبعد عليك وما استطع أن تذوقه أو تفهم أو تدركه الصورة المثالية تسهل عليك ذلك فضرب الأمثال من أجل الوصول بالمعرفة إلى قلوب الناس وإلى أذهانهم ثم قال تعالى وهنا بدأنا فينا هذا مستشفى أيها المرض مثلي قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين احظوا الفسق يا عباد الله يا إماء الله احظوا الفسق فإن الله تعالى يضل الفاسقين الفاسقين الذين توغلوا في الفسق لأن أهل كما علمتم تدل على على التوغل في الشيء وعلى المتان فيه الفاسقين من هم الفاسقون نحن نقول بسم الله تعالى كل من لم يدعن لأمر الله ونهي فهو فاسق أي كل من خرج عن طاعة الله فيما سن من قوانين وشرع من شرع واحتم رفضها ما قبلها خرج عنها ماذا نقول فيه فاسق أي خرج عن الطاعة فإن أكثر من أنواع الخروج وأنواع الماصية يوما بعد يوم يصبح الفاسق الفاسق فلان أما إذا ترك واجبا وفعل محرما يوم من الأيام يقال فلان فاسق لأنه يفعل كذا لكن لا يقال الفاسق الفاسق ذاك الذي فاسق عن أمر الله وخرج عن طاعته إذن وما يضل بمثل هذه الأمثال الربانية إلا الفاسقين ثم قال في بيانهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وقد عرفنا مما سبق نقض العهد نقض العهد من حيث هو حرام ما من عبد يأهد إلى إنسان في شيء ثم يخونه وينقض العهد باختياره وقدرتي إلا وقد سقط من عداد المؤمنين ولهذا عقودنا ما تتمزق عقد النكاح عقد الإيجار عقد البيع عقد كذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بيعني يا فلان الصياب بعتكها بألف ما نستطيع أن نقول لا ما بعت خرجت من إيماني وديني عاد والمنافقون كانوا يتورطون في هذا السلوك لأن قلوبهم ميتا ولا نور ولا ولا فأعطانا الرسول آيات علامات نعرفهم بها فقال أربع أربع من كنا فيه كان منافق كامل أربع ومرة أولى قال ثلاث من كنا فيه فالأربع والثلاث بمعنى واعد بزيادة شيء من عاهد غضر منافق من وعد أخلف أخلف منافق من خاص فجر منافق من حدث كذب منافق إذ هذا ما يمكن أن تخرج من قلب مومن يتعمل الخيانة والنكث والنقض هو الشاهد عندنا أنظر ماذا أنتج الفسق وهو ناتج عن الكفر قال ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قد أخذ الله على اليهود والنصار الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نقض أخذ الله الميثاق على بني آدم ألا يعبد إلا الله فنقض فالعهود كثيرة من أبرزها أننا أخذنا علينا ونحن في أرحام وأصلاب آبائنا أن لا نعبد إلا الله أعظم ميثاق هذا وعندما يقول المرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله قد أعطى الميثاق فإن نقضه بالشرك والكفر وردة هالك وما إلى ذلك من أنواع الموافق والعهود الزوجة أخذتها بعهد وإلى لا زوجني يا فلان زوجتك بكذا قابلت كلمة قابلت وراضيت عهد وإلى لا هل تخجها بيت اذهبي يا فلان وتطهدها عاوية في الشاع نقضت عهدك وميثاق ما ينقض هذا العهد إلا بمقتضاء شرعي وهو أن تخاف الظرر منها أو عليها في هذه الحال يغفع الظرر وبالطلاق بالكلمة الطيبة أنت طالق وأن تمتعها بما تستطيع أن تمتعها به كذا ألف ريال كسوة إسكان سنة كذا حتى يفرج الله عنها كيف طلاق المؤمنين والمؤمنات عندنا أجيبوني عابة سخرية باطل كأننا مجانين ما هو السبب ما علمنا ما عافنا فقط هذه لو تكشف عنها وتشهد الطلاق الذي يجي في العالم الإسلامي لتحيرت في حياته أين الإيمان وأين الإسلام ما عرف وهكذا الجهل هو الذي ينشئ هذه الحيرة وهذا التخبط ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض في صفاتهم إلا ناتج عن الفسقي وهي الخروج عن طاعة الرب أثمرت هذا البلاء وهذه الإحن والمحن ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل أمر الله أن يوصل الإسلام إلى يوم القيامة اليهود والنصار وقطعوا أمر الله أن توصل الأرحام قطعوها أمر الله أن توصل الجماعات الفقيرة بالمعروف الإحسان قطعوها مهمتهم يقطعون ما أمر الله بوصله لكفرهم لظلمة نفوسهم لجهلهم لبعدهم عن الله في علام غير هذه وآخيرا أعلن تعالى عن مصيرهم أولئك هم الخاسرون من منكم يبين لنا الخسران الذي عناه الله هنا ما اصطحنا وقلنا فقد الشات ولا البعير ولا المرأ ولا الولد ولا الطين ولا الطراب ولا البلاد الخسران الحق أن يخسر المرء نفسه وأهله يوم القيامة أولئك هم الخاسرون نعم يوجد خسران دنيوي ولكن لا قيمة له لو أن مومنا عاش فقيرا هذا يسمى خسران هذا ما هو خسران عاش مريضا طول حياتي هذا خسران ما هو خسران أبدا مع إيمان وصلاحي عاش في حوزة الكفر والكافرين ما استطع يهاجر وهو يعبد الله ويذكره ما هو بالخسران الخسران قول إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المرين نعم لما فسقنا نحن آل مسلمين عن طاعة ربنا أصلت علينا أعداءنا وأعداءه ليؤدبنا علنا نرجع فاستعمرتنا دول الغرب وأذلونا وأهانونا وفعلوا بنا العجب صح هذا وللاء آه صلطهم ولنا لقد قال لبني إسرائيل وهم من هم أفضل أهل الأرض يومئذ بعثنا عليهم عبادا لنا من صورة بني إسرائيل بعثنا عليهم وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوها كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار سبحان الله بعث الله على الشعب الإسرائيلي أولاد الأنبياء ورسل بعث عليهم عبادا له ما هم عباده ما قال بعثنا عليكم عبادنا لا ما هم أهل أراد أن يؤدي ما هم يبعث عليهم صعال كالبشر لا يرحمونهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد هؤلهم البابليون لما فسق اليهود وفجروا وخرجوا عن طاعة الله ورسله كحال المسلمين من القول الرابع إلى اليوم ما تفهم بعيدا بعيدا أباح الرباش الزنا الكذب الخيان كذا تكذيب كذا تحريف كلام الله للفتاة والباطنة كما حصل عندنا ما في فرق أدبهم بعث عليهم البابليين عبيده قال عباد لنا نتصر فيهم ما فعلوا جاسخ إلى هذا ديار ضمرهم حولوا بيت المقدس والله إلى مخرات صدر أمر من قيادة الجيش كل من أراد أن يخرى يأتي للمسجد إهانة لليهود عرفتم والحمد لله اليهود ما فعلوا بنا هذا في بيت المقدس أو ما تحبون هذا والشاهد عندنا معاشر المستمعين انظروا نتائج الفسق والخروج عن طاعة الله رسول ماذا ينتج عنها الخراب والدمار الذل والهوان الضعف والخصان بل يترتب عن هذا البعد عن الله والعياذ بالله ثم دخول الجحيم والعيش في دار الوبار والبواه والعياذ بالله وهنا جاء السياق الذي بدأنا به وكيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يعييكم ثم إليه ترجعون لأن هذا الفسق وهذا التمرد هذا ناتج عن الكفر الظلم الشر الفساد الخبر ينتج عن الإيمان أسألكم بالله ينتج عن الكفر وهو الشك في لقاء الله الشك في البعث الآخر الشك في الجزاء على العمل في الدنيا هذا الذي ينتج عليه الفسق والفجور والظلم والشر والفساد فلهذا قررهم بالمقعة أدبهم بالعصى كيف تكفون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم من منا ما كان ميتا كلنا كم في عمو كانت خمسون سنة لا 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 يا من يدن يزوجه ما زال مبلغ ولا الأربعين واحد ثلاثين قبل واحد ثلاثين سنة ما كنت موجود ميتا لا وجود لك وهكذا كلنا كنا أمواتا أي معدومين الموت هو العدم أليس كذلك ثم أحيانا أحيانا ولا ها نحن أحياء وبعد يميتنا ولا لا 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 ما يستطيع يميتنا أو تشكون ثم يميتكم ثم يميتكم وبعد يترككم هكذا إلى الأبد أم ماذا قال يحييكم ثم لماذا يحييكم لترجع إليه ويجزيكم بسلوككم ماذا العجب العجاب وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ورغم أنوفكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إليه أو إلى غيره يا ويلة من كفر بالله وتنكر له وأعرض عن ذكره ودينه وكتابه وحارب أولياءه ودينه وشرعه هذا سوف يأتي بالسلاسل والأغلال ليقف بين يدي الحاكم العدل الرحمن الرحيم كيف تكون حاله يجرون بالسلاسل ثم إليه لا إلى غيره ترجعون وثم هنا لأن الزمن هناك كم سنة والناس وقوف خمسين ألف سنة كم عمر الزنيا الآن ما وصلت خمس عشر ألف سنة من آدم لكن ذلك اليوم بالذات يوم مقداره خمسون ألف سنة ثم المقصد يد التراخي بعد البعث من القبور حشر يدوم خمسين ألف سنة أما أولياء الله فقد بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه بأن ذاك اليوم الطويل يمر على أحدنا كصلاة مكتوبة كأنك تريد أن تصلي العشاء تورا وامشي صليه لما؟ لأن فرحه برضى الله ودار السلام والجنة ينسيه ذاك الزمن بكامله ما يشعر به كصلاة مكتوبة وفي هذا إشارة قرآنية فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير مفهوم على المؤمنين يسير أعيد الآية الكريمة فإذا نقر في الناقور أي ناقور هذا؟ البوق تعرفون الأبواق ولا؟ في السيارة فيها أبواق ولكن عرفنا الناقور هذه صفارة الإنذار في الحهوم كيف تتغرغل في النفوس والبيوت ستسمعون بها ولا لا؟ صفارة الإنذار ذاك الناقور الحقيقي فإذا لأن إسرافي لا ينفخ تلك النفخة يتحلل الكون يتبخر فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير أي شديد والمؤمنون هذا مفهوم المخالف وإن لا معمول به على المؤمنين يسير مهما ما كان وسهل وقد شبه الرسول بصلاة أحدنا أن يصلع إذن ثم قال تعالى موبخا مقارعا الكافرين والكافرات المعرضين عن الله وكتابي وديني وأولياء قال كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يوميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع اذكر ما شئت من أنواع الفواكه الخضار المياه الحبوب الضمار الملابس اللحوم في الباري كل ما في الأرض خلقه لمن لنا وإلى لا قولوا إذن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلق لكم هل خلق هذا الكون للملائكة يأكلون يشربون لمن خلقه لنا الأرض عبارة عن ضياف أعدها وجاء بآدم الضيف وزوجتي قال عيشوا وأنتم أولادكم ومعاذا تكفرون بالله وتنكرون وتجحدون ولا تقول لا إله إلى الله ولا ربي الله ولا تحمد الله يا عبد الله أين يذهب بحقلك خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها لم يلتفت إلى غيرها فكونها سبع سماوات سبع سماوات إذن ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات وأخيرا وهو بكل شيء عليم انتبه كل شيء الضرع فما فوقها عليم ومعنى هذا قلوبنا بين يديه آمالنا أفكارنا خواطرنا حركات كل شيء هو به عليم ومعنى هذا انتبه يا عباد الله إنه بكل شيء عليم السلامة في أن نعيش على طاعته وطاعة رسوله ألا يفارق لا ذكر الله أبلا ليل نهارا وتشعون بالقبطة والسعادة فقط لما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأنت تذكر النعم التي تتقلب فيها ينشع صدك وتسيل دموعك ويحصل لك الخير كبير لكن عوامل الشر تصرف الناس عند ذكر الله والآن نقرأ الكتاب ليسمع الطلب ما في أيسر التفاسير قوله تعالى كيف تكفرون هذه للكلمات شرح خاص كيف تكفرون بالله لاستفامهنا للتعجب مع التقريع والتوبيخ لعدم وجود مقتضي للكفر كيف تكفرون ما هي عوامل الكفر ما هي أسبابه فلهذا لاستفامنا للتوبيخ ثم كيف هذه اسم مبني على النصب تبهتم دال على الحال كيف حالكم لما تكفرون وقولوا وكنتم عمواتا فأحياكم هذا برهان على بطلان كفرهم وحج دامغا إذ كيف يكفر العبد ربه ويغطيه ويجحده ويصره ويقول لا إله وهو الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئا ما كان حتى قطرة مني ولا حيوان فيها ثم يميتكم ثم يحييكم إن إماتة الحي وإحياء الميت كلاهما دال على وجود رب تعالى وعلى قدرته وعلمه وحكمته وهو مختض لعبادته وحده دون منسواه وقوله ثم إليه ترجعون يريد بعد الحياة الثانية وهو البعث الآخر وهو ركن الإيمان الخامس وقوله ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع قهرا لها ويخاضع فكونها سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إخبار بإحاطة علمه تعالى بكل شيء وتدليل على قدرته وعلمه ووجوب عبادته معنى الآيتين الكريمتين قال المؤلف ما زال الخطاب مع الكافرين الذين سبق وصفهم بأخس الصفات الذين سبق وصفهم بأخس الصفات وأحطها وأسوأ الأحوال حيث قال لهم على طريقة للكفات مغبخا مقارعا كيف تكفرون بالله وكنتم عمواتا فأحياكم الآية وذكر من أدلة وجوده وكرمه ما يصبح الكفر به من أقبح الأمور وصاحب من أحط الخلائق وأسوأ محالا ومآلا فمن أدلة وجوده الإحياء بعد الموت والإمات بعد الإحياء ومن أدلة كرمه وقدرتي أن خلق الناس في الأرض جميعا أن خلق الناس في الأرض جميعا لتوقف حياتهم عليه وخلق السماوات السبع وهو مع ذلك كله علمه محيط بكل شيء سبحانه لا إله إله ولا رب سواه وفي الآيتين هداية ما هي الأولى إنكار الكفر بالله وعلى كل عاقل أن ينكر الكفر بالله كيف تكفر بالله خلقت ورزقك واحيات ثانيا إقامة البهان على وجود الله وقدرته ورحمته وعلمه وحكمته ثالثا حلية كل ما في الأرض هذه قاعدة اختلف أهل العلم فمنهم من قال كل ما في الأرض حلال إلا ما حرم الله ورسله ومنهم من قال كل ما في الأرض حرام إلا ما أحل الله ورسله والقول الأول أظهر في الآية الكريمة فنقول كل شيء في الأرض أحله الله لنا لأنه خلقوا من أجلنا إلا ما نهان عنه وحرمه علينا فهو حرام لما نهان وحرمنا لأنه يضر بنا إما بأبدالنا كالسم وإما بأراحنا كالخمر وعقولنا هذه القاعدة ممكن تعودون بها وإلى لا الأصل في الأشياء الحلية إلا ما جاء الدليل بتحريمه حرفتم الأشياء مباحة إلا إذا جاء الدليل بتحريمه وإذا إمام المسلمين ما نعنا من فعل مباح ما نعنا من فعل مباح موقعا لأن المصلحة العامة اقصدت هذا يجوز هذا لأنه ما حرم ما حرم الله موسيقى زوجSD موسيقى موسيقى